الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو شريط السادس من الكتاب فأي حكم بقي لقول عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم سورة آل عمران الآيات التاسعة والأربعون وأي خرق بقي للعادات وهل العادات إلا استمرار الوجود وكثرة الحصول فإذا نبههم العاقل المتدين على ما في هذا من الفساد قال الصوفي أتنكر كرامات الأولياء وقال أهل الخواص أتنكر المغناطيس الذي يجذب الحديد والنعامة تبلع النار فنسكت عن جحدي ما لم يكن لأجل ما كان فويل للمحق معهم هذا والباطنية من جانب والمنجمون من جانب مع أرباب المناصب لا يحلون ولا يعقدون إلا بقولهم فسبحان من يحفظ هذه الملة ويعلي كلمتها حتى إن كل الطوائف تحت قهرها إقبال من الله عز وجل على حراسة النبوات وقمعا لأهل المحال فصل ومن الهندي البراهمة قوم قد حسن لهم إبليس أن يتقربوا بإحراق نفوسهم فيحفر للإنسان منهم أخدود وتجتمع الناس فيجيء مضمخا بالخلوق والطيب وتضرب المعازف والطبول والصنوج ويقولون طوبى لهذه النفس التي تعلق إلى الجنة ويقول هو ليكن هذا القربان مقبولا ويكون ثواب الجنة ثم يلقي نفسه في الأخدود فيحترق فإن هربنا بذوه ونفوه وتبرأوا منه حتى يعود ومنهم من يحمي له الصخر فلا يزال يلزم صخرة صخرة حتى يثقب جوفه ويخرج معاه فيموت حاشية المعاء واحد المصرال والجمع أمعاء والمعاء المعاء والجمع أمعية انتهت الحاشية ومنهم من يقف قريبا من النار إلى أن يسيل ودكه حاشية الودك دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه وودك الميتة ما يسيل منها انتهت الحاشية فيسقط ومنهم من يقطع من ساقه وثاخذه قطعة وتلقى إلى النار والناس يزكونه ويمدحونه ويسألون مثل مرتبته حتى يموت ومنهم من يقف في أخساء البقر إلى ساقه ويشعل النار فيحترق حاشية الأخساء جمع خسي وهو ما يرمي به البقر أو الفيل انتهت الحاشية ومنهم من يعبد الماء ويقول هو حياة كل شيء فيسجد له ومنهم من يجهز له أخدود قريب من الماء فيقع في الأخدود حتى إذا التهب قامثا غمس في الماء ثم رجع إلى الأخدود حتى يموت فإن مات وهو بينهما حزن أهله وقالوا حرم الجنة وإن مات في أحدهما شهدوا له بالجنة ومنهم من يزهق نفسه بالجوع والعطش فيسقط أولا عن المشي ثم عن الجلوس ثم ينخطع كلامه ثم تبطل حواسه ثم تبطل حركته حتى يخمد ومنهم من يهيم في الأرض حتى يموت ومنهم من يغرق نفسه في النهر ومنهم من لا يأتي النساء ولا يوارى إلى العورة ولهم جبل شاهق تحته شجرة وعندها رجل بيده كتاب يقرأ فيه يقول توبى لمن ارتقى هذا الجبل وبعج بطنه وأخرج أمعاءه بيده حاشية بعج البطن بعج شقه فبرز تحشاؤه انتهت الحاشية ومنهم من يأخذ الصخور فيرب بها جسده حتى يموت حاشية يقال رضه رضا دقه جريشا أو كسرة انتهت الحاشية والناس يقولون طوبى لك وعندهم نهران فيخرج أقوام من عبادهم يوم عيدهم وهناك رجال فيأخذون ما على العباد من الثياب ويبطحونهم فيقطعونهم نصفين ثم يلقون أحد النصفين في نهر والنصف الآخر في نهر ويزعمون أنهم يجريان إلى الجنة ومنهم يخرج إلى براح ومعه جماعة يدعون له ويهنئونه بنيته فإذا أضجر جلس وجمع له سباع الطير من كل جهة فيتجرد من ثيابه ثم يمتد والناس ينظرون إليه فتادره الطير فتأكله فإذا تفرقت الطير جاءت الجماعة فأخذوا أظامه وأحرقوها وتبركوا بها في أفعال طويلة قد ذكرها أبو محمد أن نوبغتي يضيع الزمان في كتابتها والعجب أن الهند قوم تأخذ الحكمة عنهم ويأخذ عنهم دقائق الحكمة وتلهم دقائق الأعمال فسبحان من أعمى قلوبهم حتى قادهم إبليس هذا المقاد قال وفيه ما يظلم أن الجنة سنتان وثلاثون مرتبة وأن مكسى أهل الجنة في أدنى مرتبة منها أربعمائة ألف سنة وثلاث وثلاثون ألف سنة وستمائة وعشرون سنة وكل مرتبة أضعاف ما دونها وأن النار اثنتان وثلاثون مرتبة منها ست عشرة مرتبة فيها الزمهرير وصنوف عذاب وست عشرة مرتبة فيها الحرق فيها الحريق وصنوف عذابه ذكر تلبيسه على اليهود حاشية افترق اليهود على خمس فرق ألف السامرية وهم يبطلون كل نبوة في بني إسرائيل بعد موسى ويوشع ولا يقرون بالبعث باء الصدوقية كانوا بجهة اليمن يدعون أن العزير ابن الله جين العنانية لا يعتدون شرائع التوراة ويكذبون الأحبار وهم بالإعراق ومصر والشام دال الربانية أكثر اليهود يعتدون بأقوال الأحبار هاء العيسوية أصحاب رجل يدعى عيسى الأصبهاني يؤمنون بن بوة عيسى إلى بني إسرائيل ومحمد إلى بني إسماعيل انتهت الحاشية قال المصنف قد لبس عليهم في أشياء كثيرة نذكر منها نبذة ليستدل بها على تلك فمن ذلك تشبيههم الخالق بالخلق ولو كان تشبيههم حقا لجاز عليهم ما يجوز عليهم حكى أبو عبد الله ابن حامد من أصحابنا أن اليهود تزعم أن الإله المعبود رجل من نور على كرسي من نور على رأسه تاج من نور وله أعضاء كما للآدميين ومن ذلك قولهم عزير بن الله ولو فهموا أن حقيقة البنوة لا تكون إلا بالتبعيد والخالق ليس بدي أبعاد لأنه ليس بمؤلف لم يثبت بنوة ثم إن الولد في معنى الوالد وقد كان عزير لا يقوم إلا بالطعام والإله من قامت به الأشياء لا من قام بها والذي دعهم إلى هذا مع جهلهم بالحقائق أنهم رأوه قد عاد بعد الموت وقرأ التوراة من حفظه فتكلموا بذلك من ظنونهم الفاسدة ويدل على أن القوم كانوا في بعد من الذهن أنهم لما رأوا أثر القدرة في فرق البحر لهم ثم مروا على أصنام طالبوا مثلها فقالوا اجعل لنا إلهين كما لهم آلهة الأعراف الثامنة والثلاثون والمئة فلما زجرهم موسى عن ذلك بقي في نفوسهم فظهر المستور بعبادتهم العجل والذي حملهم على هذا شيئان أحدهما جهلهم بالخالق والثاني أنهم أرادوا ما يسكن إليه الحس لغلبة الحس عليهم وبعد العقل عنهم ولولا جهلهم بالمعبود ما اجترأوا عليه بالكلمات القبيحة كقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء سورة آل عمران الآية الحادية والثمانون والمئة وقولهم يد الله مغلولة المائدة الرابعة والستون تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة ومن تلبيسه عليهم أنهم قالوا لا يجوز نسخ الشرائع وقد علموا أن من دين آدم جواز نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل في يوم السبت ثم نسخ ذلك بشريعة موسى قالوا إذا عمر الله عز وجل بشيء كان حكمه فلا يجوز تغييره قلت قد يكون التغيير في بعض الأوقات حكمة فإن تقلب الآدمي من صحة إلى مرض ومن مرض إلى موت كله حكمة وقد حضر عليكم العمل يوم السبت وأطلق لكم العمل يوم الأحد وهذا من جنس ما أنكرتم وقد أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بذب حبنه ثم نهاه عن ذلك ومن تلبيسه عليهم أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة البقرة الثمانون وهي الأيام التي عبد فيها العجل حاشية ادعوا أن مكسهم في النار سيكون أربعين ليلة وسيخلفهم قوم آخرون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرد الله عليهم بأنهم فيها خالدون ابن كثير الجزء الأول الصفحة الثامنة عشرة بعد المئة وانتهت الحاشية وصضائحهم كثيرة ثم حملهم إبليس على العناد المحط فجحدوا ما كان في كتابهم من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيروا ذلك وقد أمروا أن يؤمنوا به وعرضوا بعذاب الآخرة فعلماؤهم عاندوا وجهالهم قلدوا ثم العجب أنهم غيروا ما أمروا به وحرفوا ودانوا بما يريدون فأين العبودية مما يترك الأمر ويعملوا بالهوى ثم إنهم كانوا يخالفون موسى ويعيبونه حتى قالوا إنه آدر حاشية الآدر منتفخ الخصية وهو عيب انتهت الحاشية واتهموا بقتل هارون واتهموا داود بزوجة أوريا الحثي حاشية قصة من الإسرائيليات لا تبيق بكرامة الأنبياء فداود عليه السلام لم يرسله للمعركة ليتزوج بزوجته كما يقال انتهت الحاشية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس فقال اخرجوا إلي أعلمكم حاشية المدراس الموضع الذي يدرس فيه كتاب الله ومنه مدراس اليهود والجمع مداريس انتهت الحاشية فخرج إليه عبد الله بن صورية فخلا به فنشده الله بدينه وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظل لهم من الغمام أتعلمون أني رسول الله قال اللهم نعم وإن القوم لا يعرفون ما أعرف وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكنهم حسدوك قال فما يمنعك أنت قال أكره خلاف قومي وعسى أن يتبعوك ويسلم فأسلم حاشية في إسناده علي بن مجاهد بن مسلم القاضي الكابلي متروك من التاسعة وليس في شيوخ أحمد أضعف منه التقريب اللزء الثاني الصفحة الثالثة والأربعون وانتهت الحاشية وعن سلمة ابن سلامة ابن وقش قال كان لنا زار من اليهود في بني عبد الأشهل فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنة علي بردة متجع فيها بفناء أهلي فذكر البعثة والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون بعثا كائنا بعد الموت فقال له ويحك يا فلان أترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به يود أحدهم أن له لحظة من تلك النار بأعظم تنور في النار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا قال له ويحك وما آية ذلك قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشر بيده نحو مكة واليمن قالوا ومتى نراه قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنة أن يستنفذ هذا الغلام عمعه يدركه قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا فقلنا له ويلك يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى ولكن ليس به حاشية إسناده صحيح انظر السيرة النبوية لابن هشام في الجزء الأول صفحة التاسعة والعشرين بعد المئة انتهت الحاشية ذكر تلبيسه على النصارى قال المصنف تلبيسه عليهم كثير فمن ذلك أن إبليس أوهمهم أن الخالق سبحانه جوهر فقالت اليعقوبية أصحاب يعقوب والملكية أهل دين الملك والنستورية أصحاب نستورس حاشية اليعقوبية أصحاب يعقوب البردعاني كان راهبا بالقسطنطينية قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا انقلبت الكلمة لحم ودم فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هو وعنهم أخبرنا القرآن الكريم الملكية والملكائية أصحاب ملكاء الذي ظهر بالروم واستولى عليها ويتابعه معظم الروم قالوا ان الكلمة الكلمة اتحدت بجسد المسيح والكلمة عندهم أقنوم العلم ويدعون أن المسيح قديم أزلي كلي فمريم ولدت إلها أزلية وفي القرآن الكريم بيان كفرهم أما النستورية أصحاب نستورس بطريارك بالقسطنطينية ظهر في زمن المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه وإضافته إليهم وأقواله كفر انظر الفصل في الملل والنحل لدن حزم في الجزء الأول الصفحة السابعة والأربعين إلى الستين وانتهت الحاشية إن الله جوهر واحد أقانيم ثلاثة حاشية الأقانيم الأصول وأحسبها رومية وهي عند النسطورية الوجود والعلم والحياة انتهت الحاشية إن الله جوهر واحد أقانيم ثلاثة فهو واحد في الجوهرية ثلاثة في الأقنومية فأحد الأقانيم عندهم الأب والآخر الإبن والآخر روح القدس فبعضهم يقول الأقانيم خواص وبعضهم يقول صفات وبعضهم يقول أشخاص وهؤلاء قد نسوا أنه لو كان الإله جوهرا لجاز عليه ما يجوز على الجواهر من التحيز بمكان والتحرك والسكون والأولان ثم سوئل لبعضهم أن المسيح هو الله قال أبو محمد النوبختي زعمت الملكية واليعقوبية أن الذي ولدته مريم هو الإله وسوال الشيطان لبعضهم أن المسيح هو ابن الله وقال بعضهم المسيح جوهران أحدهما قديم والآخر محدث ومع قولهم هذا في المسيح يقرون بحاجته إلى الطعام ولا يختلفون في هذا وفي أنه صلب ولم يقدر على الدفع عن نفسه ويقولون إنما فعل هذا بالناسوت فهل لا دفع عن الناسوت ما فيه من اللاهوت حاشية الناسوت الإنسان واللاهوت الإله انتهت الحاشية ثم لبس عليهم أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جح عدوه بعد ذكره في الإنجيل ومن الكتابيين من يقول عن نبينا إنه نبي إلا أنه مبعوث إلى العرب خاصة وهذا تلبيس من إبليس استغفلهم فيه لأنه متى ثبت أنه نبي فالنبي لا يكذب وقد قال بعثت إلى الناس كافة وقد كتب إلى قيصر وكسر وسائر ملوك الأعاجم من تلبيس إبليس على اليهود والنصارى حاشية فيما يتعلق بعقائد اليهود والنصارى والرد عليها وتثني بها انظر هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم بتحقيقنا والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى غير ذلك من الكتب المتعلقة بهذا الموضوع انتهت الحاشية ومن تلبيس إبليس على اليهود والنصارى أنهم قالوا لا يعذبنا الله لأجل أسلافنا فمنا الأولياء والأنبياء فأخبرنا الله عز وجل عنهم بذلك نحن أبناء الله وأحباؤه المائدة الثامنة عشرة أي منا ابنه وعزير وعيسى وكشف هذا التلبيس إن كان شخص مطالب بحق الله عليه فلا يدفعه عنه ذو قرابته ولو تعدت المحبة شخصا إلى غيره لموضع القرابة لتعد البعض وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا حاشية صحيح البخاري في الوصايا باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب الجزء الخامس صفحة التاسعة والأربعون بعد الأربعين وفي التفسير وفي التفسير سورة الشعراء الجزء الثامن الصفحة الستون والثلاثمائة وانتهت الحاشية وإنما فضر المحبوب بالتقوى فمن عدمها عدم المحبة ثم إن محبة الله عز وجل للعبد ليست بشغف كمحبة الآدميين بعضهم بعضا إذ لو كانت كذلك لكان الآمر يحتمل ذكر تلبيسه على الصابئين قال المصنف أصل هذه الكلمة عن الصابئين من قولهم صبأت إذا خرجت من شيء إلى شيء وصبأت النجوم إذا ظهرت وصبأ به إذا خرج والصابئون الخارجون من دين إلى دين وللعلماء في مذاهبهم عشرة أقوال أحدها أنهم قوم بين النصارى والمجوس رواه سالم عن سعيد بن جبير وليث عن مجاهد والثاني أنهم بين اليهود والمجوس رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد والثالث أنهم بين اليهود والنصارى رواه القاسم ابن أبي بزة عن مجاهد والرابع أنهم صنف من النصارى أليا قولا منهم رواه أبو صالح عن ابن عباس والخامس أنهم قوم من المشركين لا كتاب لهم رواه القاسم أيضا عن مجاهد والثالث أنهم كالمجوس قاله الحسن والثابع أنهم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور قاله أبو العالية والثامن أنهم قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور قاله قتادة ومقاتل والتاسع أنهم طائفة من أهل الكتاب قاله السدي والعاشر أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله قاله ابن زيد قال المصنف هذه أقوال المفسرين مثل ابن عباس والقاسم والحسن وغيرهم حاسية بعد أن يستعرض بعد أن يستعرض ابن كثير في تفسيره لمعنى الصابئين الأقوال المتعددة يقول وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب ابن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ أي أنه خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذاك وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم انظر تفسير ابن كثير في الجزء الأول الصفحة الرابعة بعد المئة وانتهت الحاشية فأما المتكلمون فقالوا مذهب الصابئين مختلف فيه فمنهم يقول إن هناك هايولة كان لم يزل ولم يزل يصنع العالم حاشية الهايولة مادة الشيء التي يصنع منها كالخشب للكرسي والحديد للمسمار وعند القدماء مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة قابلة للتشكيل والتصوير في شتى الصور وهي التي صنع الله تعالى منها أجزاء العالم المادية وانتهت الحاشية فمنهم من يقول إن هناك هايولة كان لم يزل ولم يزل يصنع العالم من ذلك الهيولة وقال أكثرهم العالم ليس بمحدث وسمّوا الكواكب ملائكة وسماها قوم منهم آلهة وعبدوها وبنوا لها بيوت عبادات وهم يدعون أن بيت الله الحرام واحد منها وهو بيت زحل وزعم بعضهم أنه لا يوصف الله عز وجل إلا بالنفي دون الإثبات ويقال ليس بمحدث ولا موات ولا جاهل ولا عاجز قالوا لأن لا يقع تشبيه ولهم تعبدات في شرائع منها أنهم زعموا أن عليهم ثلاث صلوات في كل يوم أولها ثمان ركعات وثلاث سجدات في كل ركعة وانقضاء وقتها عند طبع الشمس والثاني خمس ركعات والثالث كذلك وعليهم سيام شهر أوله الثمان ليال يمضين من آذار وسبعة أيام أولها التسع يبقين من كانون الأول وسبعة أيام أولها الثمان ليال يمضين من شباط ويختمون صيامهم بالصدقة والذبائح وحرموا لحم الجزور في خرافات يضيع الزمان بذكرها وزعموا أن الأرواح الخيرة تصعد إلى الكواكب الثابتة وإلى الضياء وأن الشريرة تنزل إلى أسفل الأراضين وإلى الظلمة وبعضهم يقول هذا العالم لا يفنأ وأن الثواب والعقاب في التناسخ ومثل هذه المذاهب لا يحتاج إلى تكلف في ربها إذ هي دعاوى بلا دليل وقد حسن إبليس لأقوام من الصابئين أنهم رأوا الكمال في تحصيل مناسبة بينهم وبين الروحانيات العلوية باستعمال الطهارات وقوانين ودعوات واشتغلوا بالتنجيم والتسخير وقالوا لا بد من متوسط بين الله وبين خلقه في تعريف المعارف والإرشاد للمصالح إلا أن ذلك المتوسط ينبغي أن يكون روحانية لا جسمانية قالوا فنحن نحصل لأنفسنا مناسبة قدسية بيننا وبينه فيكون ذلك وسيلة لنا إليه وهؤلاء لا ينكرون بعث الأجساد ذكر تلبيث إبليس على المجوز حاشية المجوز قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنار وأطلق عليهم هذا اللقب منذ القرن الثالث الميلادي وهم يعظمون النار لمعاني منها أنها جوهر شريف علوي ومنها أنها ما أحرقت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومنها ظنهم أن التعظيم ينجيهم في المعاد من عذاب النار وبالجملة فهي قبلة لهم ووسيلة وإشارة وإشارة لأهل الأهواء والنحل وهؤلاء يقابلون أرباب الديانات تقابل التضاد انتهت الحاشية قال يحيى بن بشر بن عمير أن هاوندي كان أول ملوك المدوس كومرث فجاءهم بدينهم ثم تتابع مدع النبوة فيهم حتى اشتهر بها زرادشت وكانوا يقولون إن الله تعالى عن ذلك شخص روحاني ظهر فظهرت معه الأشياء روحانية تامة فقال لا يتهيأ لغيري أن يبتدع مثل هذه التي ابتدعتها فتولد من فكرته هذه ظلمة إذ كان فيها جحوذ لقدرة غيره فقامت الظلمة تغالبه وكان مما سنه زرادشت عبادة النار والصلاة إلى الشمس يتأولون فيها أنها ملكة العالم وهي التي تأتي بالنهار وتذهب بالليل وتحيي النباتة والحيوانات وترد الحرارات إلى أجسادها وكانوا لا يدفنون موتهم في الأرض تعظيما لها ويقولون إنها نشوة الحيوانات فلا نقذرها وكانوا لا يغتسلون بالماء تعظيما له وقالوا لأن به حياة كل شيء إلا أن يستعملوا قبله بول البقر ونحوه ولا يبزقون فيه ولا يرون قتل الحيوانات ولا ذبحها وكانوا يغسلون وجوههم ببول البقر تبركا به وإذا كان عتيقا كان أكثر بركة ويستحلون فروج الأمهات قالوا الإبن أحرى بتسكين شهوة أمه وإذا مات الزوج فابنه أولى بالمرأة فإن لم يكن له ابن اكتر يا رجل من مال الميت حاشية اكتر الدارة وغيرها استأجرها انتهت الحاشية ويجيزون للرجل أن يتزوج بمئة وألف وإذا أرادت الحائض أن تغتسل دفع دينارا إلى الموبذ حاشية يظهر أنه الكاهن عندهم انتهت الحاشية ويحملها إلى بيت النار ويقيمها على أربع وينظفها بسبابته وأظهر هذا الأمر مزدك في أيام قباذ وأبح النساء لكل من شاء ونكح نساء قباذ لتقتدي به العامة فيفعلون في النساء مثله فلما بلغ إلى أم أنو شروان قال لقباذ أخرجها إلي فإنك إن منعتني شهوتي لم يتم إيمانك فهم بإخراجها فجعل أنو شروان يبكي بين يدي مزدك ويقبل رجله بين يدي أبيه قباذ ويسأله أن يهب له أمة فقال قباذ لمزدك ألس تزعم أن المؤمن لا ينبغي أن يرد عن شهوته قال بلى قال فلما ترد أنو شروان عن شهوته قال قد وهبتها له ثم أطلق للناس في أكل الميتة فلما ول أنو شروان أفنى المزدكية هو ومن أقوال المجوس أن الأرض لا نهاية لها من أسفلها وأن السماء جلد من دلود الشياطين والرات إنما هو حركة خرخرة العفاريث المحبوسة في الأفلاك المأسورة في حرب والجبال من أعظامهم والبحر من أبوالهم ودمائهم انتهى الوجه الأول ونبغى للمجوس رجل في زمان انتقال دولة بني أميه إلى بني العباس واستغوا خلقا وجرت له قصص يطول الأمر بذكرها فهو آخر من ظهر للمجوس وذكر بعض العلماء أنه كان للمجوس كتب يدرسونها وأنهم أحدثوا دين فرفعت كتبهم ومن أظرف تلبيس إبليس عليهم أنهم رأوا في الأفعال خيرا وشر فسول لهم أن فاعل الخير لا يفعل الشر فأثبتوا إلهين وقالوا أحدهما نور حكيم لا يفعل إلا الخير والآخر شيطان هو ظلمة لا يفعل إلا الشر على نحو ما ذكرنا عن الثنوية قال المصنف وقد سبق ذكر شبههم وجوابها وقال بعضهم البار قديم فلا يكون منه إلا الخير والشيطان محدث فلا يكون منه إلا الشر فيقال لهم إذا أقرأتم أن النور خلق الشيطان فقد خلق رأس الشر وزعم بعضهم أن الخالق هو النور ففكر فكرة الرديئة فقال أخف أن يحدث في ملك ما يضادني وكانت فكرته رديئة فحدث منها إبليس فرضي الإبليس أن ينسب إلى الرداءة بعد إثبات أنه شريك وحكى النور بغتي أن بعضهم قال إن الخالق شك في شيء فكان الشيطان من ذلك الشك قال وزعم بعضهم أن الإله والشيطان جثمان قديمان كان بينهما فضاء وكانت الدنيا سليمة من آفة والشيطان بمعزل عنها فاحتال إبليس حتى خرق السماء بجنوده فهرب الرب عز وجل من فعلتهم وتقدس عن قولهم فأتبعه إبليس حتى حاصره وحاربه ثلاثة آلاف سنة لا هو يصل إليه ولا الرب عز وجل لا يدفعه ثم يصالحه على أن يكون إبليس وجنوده في الدنيا سبعة آلاف سنة ورعى الرب أن الصلاح في احتمال مكروه إبليس إلى أن ينقضي الشرط فالناس في بلايا إلى انقضائه ثم يعودون إلى النعيم وشرط إبليس عليه أن يمكنه من أشياء رديئة فوضعها في هذا العالم وأنهما لما فرغا من شرطهما أشهد عدلين ودفع سيفيهما إلى العدلين وقالا من نكث فاقتله فيها ذيانات كثيرة يضيع الوقت لذكرها فتنكبناها لذلك ونذكر منتهى تلبيس إبليس إليه ما آثرنا ذكر شيء من هذا التخليط والعجب والعجب أنهم يجعلون الخالق خيرا ثم يجعلون أنه حدثت منه فكرة رديئة فعلى قولهم يجوز أن تحدث من فكرة من فكرة إبليس ثم يقال لهم أجوز أن يفي الشيطان بمعضمن فإن قالوا لا قيل لهم فلا يليق بالحكمة استبقاؤه وإن قالوا نعم فقد أقروا بوجود الوفاء المحمود من الشرير وكيف أطاع الشيطان العدلين وقد عصى ربه وكيف يجوز الافتئات على الله وهذه الخرافات لولا التفرج فيما صنعه إبليس بالعقول ما كان لذكرها فائدة ولا معنى ذكر تلبيس إبليس على المنجمين وأصحاب الفلك حاشية زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل وأنها ترى وتسمع ولا تذوق ولا تشم وتلك دعوة باطلة وهناك دعوة أخرى تضادها وتعارضها لأن حركة النجوم والفلك على رتبة واحدة لا تتبدل وتلك صفة الجماد الذي لا اختيار له وقال بعضهم الكواكب تعقل بل هي أولى منا لأنها تدبرنا وهذا باطل لأن تدبيرها دليل على عظمة الله وقدرته انتهت الحاشية ذكر تلبيس إبليس على المنجمين وأصحاب الفلك قال أبو محمد النوبختي ذهب قوم إلى أن الفلك قديم لا صانع له وحكى جالينوس عن قوم أنهم قالوا زحل وحده قديم وزعم قوم أن الفلك طبيعة خالصة ليست فيها حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة وليس بخفيف ولا ثقيل وكان بعضهم يرى أن الفلك جوهر ناري وأنه اختطف من الأرض بقوة دورانه وقال بعضهم الكواكب من جسم تشابه الحجارة وقال بعضهم هي من غيم تطفأ كل يوم وتستنير بالليل مثل الفحم يشتعل وينطفئ وقال بعضهم جسم القمر مركب من نار وهواء وقال آخرون الفلك من الماء والريح والنار وأنه بمنزلة الكرة وأنه يتحرك بحركتين من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق قالوا وزحل يدور الفلك في نحو من ثلاثين سنة والمشترى والمشتري في نحو من اثنتين عشرة سنة والمريخ في نحو من سنتين والشمس والزهرة وعطارد في سنة والقمر في ثلاثين يوما وقال بعضهم أفلاك الكواكب سبعة فالذي يلينا فلك القمر ثم فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم فلك الشمس ثم فلك المشتري ثم فلك زحل ثم فلك الكواكب الثابتة واختلفوا في مقادير أجرام الكواكب فقال أكثر الفلاسفة أعظمها جرم الشمس وهو نحو من مائة وستين مرة مثل الأرض والكواكب الثابتة مقدار كل واحد منها نحو من أربعة وتسعين مرة مثل الأرض والمشتري نحو من اثنتين وثمانين مرة مثل الأرض والمريخ نحو من مرة ونصف قالوا ومن كل موضع من أعلى الفلك إلى أن يعود إليه مائة ألف فرسخ وألف فرسخ وأربعة وستون فرسخة وقال بعضهم الفلك حي والسماء حيوان وفي كل كوكب النفس قال قدماء الفلاسفة النجوم تفعل الخير والشر وتعطي وتمنع على حسب طبائعها من السعود والنحوس وتؤثر في النفوس وأنها حية فعالة ذكر تلبيس إبليس على جاحل البعث حاشية يرد القرآن على منكر البعث فيذكرهم بمظاهر قدرة الله التي تسود الكون كله فوجود الإنسان من العدم وظهور الشيء من نقيضه كالنار من الشجر الأخضر كما يوجه الأنظار إلى الأرض الموات التي يحييها الله فتنبت من كل زوج بهيج وكذلك العظام والرفات التي يصورها الله ويحييها فيحصن تصويرها انتهت الحاشية قال المصنف قد لبس على خلق كثير فجاحدوا البعث واستهولوا الإعادة بعد البلاء وأقام لهم شبهتين إحداهما أنه أراهم ضعف المادة والثانية اختلاط الأجزاء المتفرقة في أعماق الأرض قالوا وقد يأكل الحيوان الحيوان فكيف يتهيئوا إعادته وقد حكى القرآن شبهتهم فقال تعالى في الأولى أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَدُونَ هَيْهَا تَهَيْهَا تَلِمَا تُوْعَدُونَ المؤمنون الخامسة والثلاثون والشادسة والثلاثون وقال في الثانية أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ السجدة العاشرة وهذا كان مذهب أكثر الجاهلية قال قائلهم يخبرنا الرسول بأنس نحيا وكيف حياة أصداء وهامي حاشية الصدى يقال أصم الله صداه أهلكه والجمع أصداء والصدى رجع الصوت يرده الجبل وأيضا جسد الإنسان بعد موته هام خرج على وجهه في الأرض لا يدري أين يتوجه وهام في الأمر تحير واضطرب وذهب كل مذهب وهام بفلانة شغف حبا بها فهو هائم انتهت الحاشية وقال آخر هو أبو العلا المعري حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمري والجواب عن شبهتهم الأولى أن ضعف المادة في الثاني وهو التراب يدفعه كون البداية من نطفة ومضغة وعلقة ثم أصد الآدميين وهو آدم من تراب على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا مستحسنة إلا من مادة سخيفة فإنه أخرج هذا الآدمي من نطفة والطعوس من البيضة المدرة حاشية المدرة الطين اللزج المتماسك انتهت الحاشية والطرفة الخضراء من الحبة العفنة فالنظر ينبغي أن يكون إلى قوة الفاعل وقدرته لا إلى ضعف المواد وبالنظر إلى قدرته يحصل جواب الشبهة الثانية ثم قد أرى راك الأنموذج في جمع التمزق فإن سحالة الذهب المتفرقة في التراب الكثير إذا ألقي عليها قليل من زئبق اجتمع الذهب مع تبدده حاشية السحالة ما سقط من الذهب والفضة انتهت الحاشية فكيف بالقدرة الإلهية التي من تأثيرها خلق كل شيء لا من شيء على أن لو قدرنا أن نحيل هذا التراب ما استحالت إليه الأبدان لم يصر بنفسه لأن الآدمية بنفسه لا ببدنه فإنه ينحل ويسمن ويهزل واتغير من صغر إلى كبر وهو هو ومن أعجب الأدلة على البعث أن الله عز وجل قد أظهر على يدي أنبيائه ما هو أعظم من البعث وهو قلب العصاحية حيوانة وأخرج ناقة من صخرة وأظهر حقيقة البعث على يد عيسى صلوات الله وسلامه عليه قال المصنف وقد زدنا هذا شرحا في الرد على الفلاسفة فصل وقد لبس إبليس على أقوام شاهدوا قدرة الخالق سبحانه وتعالى ثم اعترضت لهم الشبهتان اللتان ذكرناهما فأترددوا في البعث فقال قائلهم وَلَإِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا الكهف السادسة والثلاثون وقال العاصر بن عائل لأوتين مالا وولدا مريم السابعة والسبعون وإنما قالوا هذا لموضع شكهم وقد لبس إبليس عليهم في ذلك فقالوا إن كان بعث فنحن على خير لأن من أنعم علينا في الدنيا بالمال لا يمنعناه في الآخرة قال المصنف وهذا غلط منهم لأنه لما لا يجوز أن يكون الإعطاء استدراجا أو عقوبة والإنسان قد يحمي ولده ويطلق في الشهوات عبده ذكر تلبيسه على القائلين بالتناسخ حاشية تناسخ الأرواح افترق القائلون به إلى فرقتين الأولى تقول الأرواح تنتقل إلى أجساد أخرى وإن لم تكن من نوع الأجساد التي فارقتها وهذا قول أحمد بن حابط وأحمد بن نانوس وأبي مسلم الخراساني والطبيب الرازي الذي قال إن جواز ذبح الحيوان من أجل تخليص الأرواح عن الأجساد المتصورة بالصور البهيمية وتلك دعاوى وخرافات بلا دليل بعيدة عن الدين والفرقة الثانية منعت انتقال الأرواح إلى غير أجسادها وهؤلاء دهريون لا يؤمنون بالشرائع والحقيقة أنه لم يأتي أحد من الأنبياء يقول بتناسخ الأرواح فقولهم باطل وكذب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزن الجزء الأول الصفحة السادسة والسبعون إلى الثامنة والسبعين وانتهت الحاشية قال المصنف وقد لبس إبليس على أقوام فقالوا بالتناسخ وإن أرواح أهل الخير إذا خرجت دخلت في أبدان خيرة فاستراحت وأرواح أهل الشر إذا خرجت تدخل في أبدان شريرة فيتحمل عليها المشاق وهذا المذهب ظهر في زمان شرعون موسى وذكر أبو القاسم البلخي أن أرباب التناسخ لما رأوا ألم الأطفال والسباع والبهائم استحال عندهم أن يكون ألمها يمتحن به غيرها أو ليتعوض أولا لمعنى أكثر من أنها مملوكة فصح عندهم أن ذلك لذنوب سلفت منها قبل تلك الحال وذكر يحيى بن بشر ابن عمير أن هاوندي أن الهمدى يقولون الطبائع أربع هيولة مركبة ونفس وعقل وهيولة مرسلة فالمركبة هي الرب الأصغر والنفس هي الهيولة الأصغر والعقل الرب الأكبر والهيولة هو أيضا أكبر وأن الأنفس إذا فارقت الدنيا صارت إلى الرب الأصغر وهو الهيولة المركبة فإن كانت محسنة صافية قابلها في طبعه فصفاها حتى يخرجها إلى الهيولة الأصغر وهو النفس حتى تصير إلى الرب الأكبر فيتخلصه إلى الهيولة المركبة الأكبر فإن كان محسنا تام الإحسان أقام عنده في العالم البسيط وإن كان محسنا غير تام أعاده إلى الرب الأكبر ثم يعيده الرب الأكبر إلى الهيولة الأصغر ثم يعيده الهيولة الأصغر إلى الرب الأصغر فيخرجه مازجا لشعاع الشمس حتى ينتهي إلى بقلة خسيسة يأكلها الإنسان فتحول إنسان ويولد ثانية في العالم وهكذا تكون حاله في كل موتة يموتها وأما المسيئون فإنهم إذا بلغت نفوسهم إلى الهيولة الأصغر إن عكست فصارت حشائشة تأكلها البهائم فتصير الروح في بهيمة ثم تنسخ من بهيمة في أخرى عند موت تلك البهيمة فلا يزال منسوخا مترددا في العلل ويعود كل ألف سنة إلى صورة الإنس فإن أحسن في صورة الإنس لحق بالمحسنين قال المصنف قلت فانظر إلى هذه التلبسات التي رتبها لهم إبليس على ما عنا له لا يستند إلى شيء فعن أبي الحسن علي بن نظيف المتكلم قال كان يحضر معنا ببغداد شيخ الإمامية يعرف بأبي بكر ابن الفلاس فحدثنا أنه دخل على بعض من كان يعرفه بالتشيع ثم صار يقول بمذهب التناسخ قال فوجدته بين يديه سنور أسود وهو يمسحها ويحك بين عينيها ورأيتها وعينها تذمع كما جرت عادة السنامير بذلك وهو يبكي بكاء شديد فقلت له لم تبكي فقال ويحك أما ترى هذه السنورة تبكي كلما مسحتها هذه أمي لا شك وإنما تبكي من رؤيتها إلي حسرة قال وأخذ يخاطبها خطابا من عنده أنها تفهم منه وجعلت السنورة تصيح قليلا قليلا فقلت له فهي تفهم عنك ما تخاطبها به فقال نعم فقلت أتفهم أنت صياحها قال لا قلت فأنت المنسوخ وهي الإنسان ذكر تلبيس إبليس على أمتنا في العقائد والديانات قال المصنف دخل إبليس على هذه الأمة في عقائدها من طريقين أحدهما التقليد للآباء والأسلاف والثاني الخوض فيما لا يدرك غوره ويعجز الخائض عن الوصول إلى عمقه فأوقع أصحاب هذا القسم في فنون من التخليط فأما طريق الأول وهو التقليد فإن إبليس زين للمقلدين أن الأدلة قد تشتبه والصواب قد يخفى والتقليد سليم وقد ظل في هذا الطريق خلق كثير وبه هلاك عامة الناس فإن اليهود والنصارى قلدوا آباءهم وعلماءهم فضلوا وكذلك أهل الجاهلية وعلم أن العلة التي بها مدح التقليد بها يذم لأنه إذا كانت الأدلة تشتبه والصواب يخفى وجب هجر التقليد لألا يكع في ضلال وقد ذم الله سبحانه وتعالى الوقفين مع تقليد آبائهم وأسلافهم فقال عز وجل إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهِ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَا وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ الزخرف من الثانية والعشرين إلى الرابعة والعشرين المعنى أتتبعونهم؟ وقد قال عز وجل إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم فهم على آثارهم يغرون الصعفات التاسعة والستون والسبعون قال المصنف اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه وفي التقليد إبطال منفعة العقل لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر وقبيح بمن أعطي شمعه يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر بما قال وهذا عين الضلال لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن حوط وقد قال له أتظن أن نظن أن طلحة والزبيج كان على باطل فقال له يا حارث إنه ملبوس عليك إن الحق لا يعرف بالرجال تعرف الحق تعرف أهله وكان أحمد بن حنبل يقول من ضيق علم الرجل أن يقلد في اعتقاده رجلا ولهذا أخذ أحمد بن حنبل يقول زيد في الجد وترك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإن قال قائل فالعوام لا يعرفون الدليل فكيف لا يقلدون فالجواب إن دليل الاعتقاد ظاهر على ما أشرنا إليه في ذكر الدهرية ومثل ذلك لا يخفى على عاقل وأما الفروع فإنها لما كثرت حوادثها واعتاص على العامية إرفالها حاشية اعتاص أي اشتد انتهى وقارب لها أمر الخطأ فيها كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها لمن قد سبر ونظر حاشية سبره أي حذره وخبره يقال سبر فلان خبره ليعرف ما عنده انتهت الحاشية إلا أن اجتهاد العامي في اختيار من يقلده قال المصنف وأما الطريق الثاني فإن إبليس لما تمكن من الأغبياء فورطهم في التقليد وساقهم سوق البهائم ثم رأى خلقا فيهم نوع ذكاء وفطمة فاستغواه على قدر تمكنه منهم فمنهم من قبح عنده الجمود على التقليد وأمره بالنظر ثم استغوا كلا من هؤلاء بفن فمنهم من أراه أن الوقوف مع ظواهر الشرائع عجز فساقهم إلى مذهب الفلاسفة ولم يزل بهؤلاء حتى أخرجهم عن الإسلام وقد سبق ذكرهم في الرد على الفلاسفة ومن هؤلاء من حسن له أن لا يعتقد إلا ما أدركته حواسه فيقال لهؤلاء بالحواس أعلمتم صحة قولكم فإن قالوا نعم كابروا لأن حواسنا لم تدرك ما قالوا إذ ما يدرك بالحواس لا يقع فيه خلاف وإن قالوا بغير الحواس نقضوا قولهم ومنهم من نفره إبليس عن التقليد وحسن له الخوض في علم الكلام والنظر في أعضاء الفلاسفة ليخرج بزعمه عن غمار العوام وقد تنوعت أحوال المتكلمين وأفضل كلام بأكثرهم إلى الشكوك وببعضهم إلى الإلحاد ولم تسكت القدماء من فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزا ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلا ثم يرد صحيح عليلا فأمسكوا عنه ونهوا عن الخوض فيه حتى قال الشافعي رضي الله عنه لأي يغتل العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام قال وإذا سمعت الرجل يقول الإسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد أنه من أهل الكلام ولا دين له قال وحكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد ويطف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام حاشية علم الكلام علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة الإسلام انظر التعريفات للجرجاني في صفحة السادسة والخمسين والمئة وانتهت الحاشية وقال أحمد بن حنبل لا يفلح صاحب كلام أبدا علماء الكلام زنابقة قال المصنف قلت وكيف لا يذنب الكلام وقد أفضى بالمعتزلة إلى أنهم قالوا إن الله عز وجل يعلم جمل الأشياء ولا يعلم تفاصيلها حاشية لمزيد من التفاصيل عن المعتزلة وفرقها وآرائها انظر الفرق بين الفرق للبغدالي في صفحة الرابعة بعد المئة ومع بعدها تحقيق الأستاذ محمد الخشت إصدار مكتبة القرآن انتهت الحاشية وقال جهم بن صفوان علم الله وقدرته وحياته محدثة حاشية جهم بن صفوان أبو محرز نشأ في سمرقند وقضى وقتا في ترمذ ومنها رحل إلى الكوفة حيث التقى بالجعد بن درهم وانتقل أخيرا إلى بلخ ثم عاد إلى ترمذ وظل بها إلى أن حارب ضد الأمويين وقتل سنة ثمانين وعشرين ومئة من آرائه القول بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وإنكار الاستطاعات كلها والزعم بأن الجنة والنار كبيدان وتفنيان والزعم بأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط الفرق بين الفرق الصفحة السادسة والثمانون والمئة انتهت الحاشية وقال أبو محمد النوبغتي عن جهم إنه قال إن الله عز وجل ليس بشيء وقال أبو علي الجبائي وأبو هاشم ومن تابعهما من البصريين المعدوم شيء وذات ونفس وجوهر وبياض وصفرة وحمرة وإن الباري سبحانه وتعالى لا يقدر على جعل الذات ذاتا ولا العرض عرضا ولا الجوهر جوهرا وإنما هو قادر على إخراج الذات من العدم إلى الوجود حاشية أبو علي محمد ابن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري المعتزلي متكلم مفسر ولد بجبا بخزستان وإليه تنسب الطائفة الجبائية توفي بالبصرة سنة ثلاث وثلاثمائة وادفن بجبا من آثاره تفسير القرآن معجم المؤلفين الجزء العاشر الصفحة التأسعة والستون بعد المائتين وأبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من شيوخ المعتزلة وإليه تنسب الطائفة الهاشمية منها توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة من معلفاته الجامع الكبير الإجتهاد الإنسان الجزء السادس صفحة الثلاثون بعد المائتين من معجم المؤلفين وانظر الفرق بين الفرق للبغدالي في الصفحة الحادية والستين والمائة والثانية والستين والمائة وانتهت الحاشية وحكى القاضي أبو يعلى في كتاب المقتبس قال قال لي العلاف المعتزلي حاشية محمد بن الهذير بن عبد الله بن مكحول المعروف بالعلاف متكلم من شوخ البصريين في الاعتزال أولد بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومائة وورد بغداد ورد على المجوس واليهود والمشبهة والملحدين والسوف اسطرائية عمر وخارث في آخر عمره توفي بسام الراء سنة خمس وثلاثين ومائتين معجم المؤلفين الجزء الثاني عشر الصفحة الحادية والتسعون والثانية والتسعون وانتهت الحاشية قال لي العلاف المعتزلي لنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أمر لا يوصف لا يوصف الله بالقدرة على دفعه ولا تصح الرغبة حينئذ إليه ولا الرهبة منه لأنه لا يقدر إذ ذاك على خير ولا شر ولا نفع ولا ضر قال ويبقى أهل الجنة جموذا سكوتا لا يفضون بكلمة ولا يتحركون ولا يقدرونهم ولا ربهم على فعل شيء من ذلك لأن الحوادث كلها لا بد لها من آخر تنتهي إليه لا يكون بعده شيء تعارى الله عن ذلك علوا كبيرا انتهى الشريط السادس وللكتاب بقية على الشريط التالي أن أبا الهذيل اسمه محمد بن الهذيل العلاف وهو من أهل البصرة من عبد القيس مولى لهم وانفرد بأن قال أهل الجنة تنقضي حركاتهم فيصيرون إلى سكون دائم وأن لما يقدر الله عليه نهاية لو خرج إلى الفعل ولن يخرج استحال يصف الله عز وجل بالقدرة على غيره وكان يقول إن علم الله هو الله وإن قدرة الله هي الله حاشية الفرق بين الفرق الصفحة الحادية عشرة والمئة وما بعدها انتهت وقال أبو هاشم من تاب عن كل شيء إلا أنه شارب جرعة من خمر فإنه يعذب عذاب أهل الكفر أبدا وقال النظام إن الله عز وجل لا يقدر على شيء من الشر وإن إبليس يقدر على الخير والشر وقال هشام الفوطي حاشية هشام بن عمر الفوطي الشيباني من أهل البفرة كان مقدما بين المعتزلة ويقدره ذو السلطان له مصنفات عديدة توفي سنة ست وعشرين ومئتين طباقات المعتزلة الصفحة الحادية والستون والفرق بين الفرق في حديثه عن الهشامية التي تنسب إلى هشام الفوطي الصفحة الثالثة والأربعون والمئة وما بعدها وانتهت الحاشية قال هشام الفوطي إن الله لا يوصف بأنه عالم لم يزل وقال بعض المعتزلة يجوز على الله سبحانه وتعالى الكذب إلا أنه لم يقع منها وقالت المجبرة لا قدر للآدمي بل هو كالجماد بل هو كالجماد مسلوب الاختيار والفعل وقالت المرجئة إن من أقر بالشهادتين وأتى بكل المعاصي لم يدخل النار أصلا وخالف الأحاديث الصحاح في إخراج الموحدين من النار حاشية انظر الفصل الذي عقده البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق في الصفحة الثامنة والسبعين والمئة إلى الثانية والثمانين بعد المئة انتهت الحاشية قال ابن عقيل ما أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقة فإن صلاح العالم بإثبات الوعيد واعتقاد الجزاء فالمرجئة لما لم يمكنهم جحد الصانع لما فيه من نفور الناس ومخالفة العقل أسقطوا فائدة الإثبات وهي الخشية والمراقبة وهدموا سياسة الشرع فهم شر طائفة على الإسلام قال المصنف قلت وتبع أبو عبد الله ابن كرام فاختر من المذاهب أرداءها ومن الأحاديث أضعفها ومال إلى التشبيه وأجاز حلول الحوادث في ذات الباري سبحانه وتعالى حاشية محمد ابن كرام ابن عراف السيدستاني النيسابوري أبو عبد الله متكلم شيخ الكرامية سمع الحديث والتفسير وانتقل إلى بيت المقدس وسكنها وتوفي بها سنة أربعين واربعين ومائتين أو سنة ست وخمسين ومائتين من آثاره عذاب القبر معجم المؤلفين الجزء الحادي عشر الصفحة الحادية والستون والمئة والثانية والستون والمئة وانتهت الحاشية وقال إن الله لا يقدر على إعادة الأجسام والدواهر إنما يقدر على اتدائها حاشية الفرق بين الفرق للبغدادي الصفحة التاسعة والثمانون والمئة إلى السابعة والتسعين بعد المئة انتهت وقالت السالمية إن الله عز وجل يتجلى يوم القيامة لكل شيء في معناه فيره الآدمي آدمية والجني جنية وقالوا لله سر لو أظهره لبطل التدبير قال المصنف قلت أعوذ بالله من نظر وعلوم أوجبت هذه المذاهب القبيحة وقد زعم أرباب الكلام أنه لا يتم الإيمان إلا بمعرفة ما رتبوه وهؤلاء على الخطأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإيمان ولم يأمر ببحث المتكلمين ودرجة الصحابة الذين شهد لهم الشارع بأنهم خير الناس على ذلك وقد ورد ذنب الكلام على ما قد أشرنا إليه وقد نقل إلينا إقلاع منطقي المتكلمين عما كانوا عليه لما رأوا قبح غوائله كما حدثنا بن الأشعث قال سمعت أحمد بن ثنان قال كان الوليد بن أبان الكرابيسي خاليا فلما حضرته الوفاة قال لبنيه حاشية الوليد بن أبان الكرابيسي المعتزلي متكلم من أهل البصرة وله في الاعتزال مقالات توفي سنة أربع عشرة ومئتين معجم المؤلفين الجزء الثالث عشر الصفحة التاسعة والستون والمئة والسبعون والمئة انتهت الحاشية كان الوليد بن أبان الكرابيسي خالي فلما حضرته الوفاة قال لبنيه تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني قالوا لا قال فتتهمونني قالوا لا قال فإني أوصيكم أتقبلون قالوا نعم قال عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم وكان أبو المعالي الجويني يقول لقد جلت أهل الإسلام وعلومهم وركبت البحر الأعظم وغصت في الذي نهوا عنه كل ذلك في طلب الحق وهربا من التقليد والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويني حاشية عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي الأشعري المعروف بإمام الحرمين فقيه أصولي متكلم مفسر أديب ولد في المحرم سنة تسعة عشرة وأربعمائة وجاور مكة وتوفي بالمحفة من قرى نيسابور سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ودفن بها من تصانيفه الكثيرة الشامل في أصول الدين البرهان في أصول الفقه تفسير القرآن إلى آخره معجم المؤلفين الجزء السادس صفحة الرابعة والثمانون والمئة والخامسة والثمانون والمئة انتهت الحاشية وكان يقول لأصحابه يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به وقال أبو الوفاء ابن عقيل لبعض أصحابه أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت قال وقد أفضل كلام بأهله إلى الشكوك وبكثير منهم إلى الإلحاد تشم رائح الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين وأصد ذلك أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع وطلبوا الحقائق وليس في قوة العقل إدركوا ما عند الله من الحكمة التي انفرد بها ولا أخرج البار عن علمه لخلقه ما علمه هو من حقائق الأمور قال وقد بالغت في الأول طول عمري ثم عدت القهقرة إلى مذهب الكتب حاشية القهقرة الرجوع إلى الخلف وفلان يمشي القهقرة يرجع على عقبيه انتهت الحاشية وإنما قالوا إن مذهب العجائز أسلموا لأنهم لما انتهوا إلى غاية التدقيق في النظر لم يشهدوا ما ينفي العقل من التعليلات والتأويلات فوقفوا مع مراسم الشرع وجنحوا عن القول بالتعليل وأذعن العقل بأن فوقه حكمة إلهية فسلم وبيان هذا أن نقول أحب أن يعرف أراد أن يذكر فيقول قائل هل شغف باتصال النفع هل دعاه داعي إلى إفاضة الإحسان ومعلوم أن للداعي عوارض على الذات وتطلبات من النفس وما تعقل ذلك إلا الذات يدخل عليها داخل من شوق إلى تحصيل ما لم يكن لها وهي إليه محتاجة فإذا وجد ذلك العرض سكن الشغف وفتر الداعي وذلك الحاصل يسمى غناء والقديم لم يزل موصوفا بالغناء منعوتا بالاستقلال بذاته الغنية عن استزادة أو عارض ثم إذا نظرنا في إنعامه رأيناه مشحونا بالنقف والآلام وأذى الحيوانات فإذا رام العقل أن يعلل بالإنعام جاء تحقيق النظر فرأى أن الفاعل قادر على الصفاء ولا صفاء ورآه منزها بأدلة العقل عن البخل الموجب لمنع ما يقدر على تحصيله وعن العجز عن دفع ما يعرض لهذه الموجودات من الفساد فإذا عجز عن التعليل كان التسليم أولى وإنما دخل الفساد من أن الخلق اقتضاؤه الفوائد ودفع المضار على مقتضى قدرته ولو مزجوا في ذلك العلم بأنه الحكيم لقتضت نفوسهم له التسليم بحسب حكمته فعاشوا في بحبوحة التفويض بالاعتراض فصل وقد وقف أقوام مع الظواهر فحملوها على مقتضى الحس فقال بعضهم إن الله جسم تعالى الله عن ذلك وهذا مذهب هشام بن الحكم حاشية هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي أبو محمد متكلم مناظر كان شيخ الإمامية في وقته وكان حاضر الجواب صنف كتبا منها الدلالات على حدوث الأشياء الرد على هشام الجوالقي توفي نحو سنة تسعين ومئة انتهت الحاشية وهذا مذهب هشام بن الحكم وعلي بن منصور ومحمد بن الخليل ويونس بن عبد الرحمن ثم اختلفوا فقال بعضهم جسم كالأجسام ومنهم من قال لا كالأجسام ثم اختلفوا فمنهم من قال هو نور ومنهم من قال هو على هيئة السبيكة البيضاء هكذا كان يقول الجام بن الحكم وكان يقول إن الإله سبعة أشبار بشبر نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وأنه يرى ما تحت الثرى بشعاء متصل منه بالمرئي قلت ما أعجب إلا من حده سبعة أشبار حتى علمت أنه جعله كالآدميين والآدمي طوله سبعة أشبار بشبر نفسه وذكر أبو محمد النوبغتي عن الجاحظ عن النظام أن هشام بن عبد الحكم قال في التشبيه في سنة واحدة خمسة أقاويل قطع في آخرها أن معبودة أشبر نفسه سبعة أشبار فإن قوما قالوا إنه على هيئة السبيكة حاشية السبيكة من الذهب أو الفضة كتلة من الذهب أو الفضة مصبوبة على صورة المعلومة كالقطبان ونحوها والجمع سبائك انتهت الحاشية وإن قوما قالوا هو على هيئة البلورة الصافية المستوية الاستدارة التي من حيث أتيتها رأيتها على هيئة واحدة وقال هشام هو متناهي الذات حتى قال إن الجبل أكبر منه قال وله ما هيئة يعلمها هو حاشية انظر الفرق بين الفرق للبغدادي الصفحة الرابعة والستون إلى الثامنة والستين وانتهت الحاشية قال المصنف وهذا يلزمه أن يكون له كيفية أيضا وذلك ينقض القول بالتوحيد وقد استقر أن الماهية لا تكون إلا لمن كان ذا جنس وله نظائر فيحتاج أن يفرد منها ويبان عنها والحق سبحانه ليس بذي جنس ولا مثل له ولا يجوز أن يوصف بأن ذاته إرادية ومتناهية لا على معنى أنه ذاهب في الجهات بلا نهاية إنما المراد أنه ليس بجسم ولا جوهر فتلزمه النهاية قال النبغتي وقد حكى كثير من المتكلمين أن مقاتل ابن سليمان ونعيم ابن حمد وداود الحواري يقولون إن الله صورة وأعضاء حاشية مقاتل ابن سليمان ابن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي كذبوه وهجروه رمي بالتجسيم من السابعة مات سنة خمس ومائتين للهجرة التقريب الجزء الثاني أصفحة الثانية والسبعون والمئتين انتهت الحاشية قال المصنف أترى هؤلاء كيف يثبتون له القدم دون الآدميين ولما لا يجوز عليه عندهم ما يجوز على الآدميين من مرض أو تلف ثم يقال لكل من ادعى التجسيم بأي دليل أثبت حدوث الأجسام فيدلك بذلك على أن الإله هو الذي أتقدته جسما محدثا غير قديم ومن قول المجسمة إن الله عز وجل يجوز أن يمسى ويلمس فيقال له فيجوز على قولكم أن يمسى ويلمس ويعانق وقال بعضهم إنه جسم هو فضاء والأجسام كلها فيه وكان بيان بن سمعان يزعم أن معبوده نور كله وأنه على صورة رجل وأنه يهلك جميع أعضائه إلا وجهه فقتله خالد بن عبد الله حاشية بيان بن سمعان إليه تنسب الفرقة البيانية من الغلاه وهذه الفرقة تدعي إلهية زعيمها بيان لذا أخرجها البغدادي عن جميع فرق الإسلام انظر الفرق بين الفرق في الصفحة الثامنة بعد المائتين والتاسعة بعد المائتين انتهت وكان المغيرة ابن سعيد البجلي يزعم أن معبوده رجل من نور على رأسه تاج من نور وله أعضاء وقلب تنبع منه الحكمة وأعضاؤه على صورة حروف الهجاء حاشية في الأصل وجميع النسخ المطبوعة المغيرة ابن سعد العجلي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وهو صاحب الفرقة المغيرية التي أخرجها البغدادي عن جملة فرق الإسلام للدعاء المغيرة النبوة وإحياء الموتى وإفراطه في التشبيه وأن معبوده رجل من نور إلى آخره للمزيد أنظر الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحة العشرة والمائتين إلى الثالثة عشرة بعد المائتين انتهت الحاشية وكان هذا يقول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن حاشية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بالأرقط وبالمهدي وبالنفس الزكية ولد سنة ثلاث وتسعين وذكر أن أمه حملت به أربع سنين وكان طويلا سمينا أسمر ضخما ذا همة سامية وسطوة عالية وشجاعة باهرة قتل بالمدينة سنة خمس واربعين ومئة وقد حملوا رأسه إلى المنصور وطيف به في الأقاليم البداية والنهاية في الجزء العاشر الصفحة الخامسة والتسعين وانتهت الحاشية وكان زرارة بن أعين يقول حاشية زرارة بن أعين الشيباني بالولاء أبو الحسن كان متكلما شاعرا وله علم بالأدب من أهل الكوفة له كتاب الاستطاعة والجبر توفي سنة خمسين ومئة للهجرة انتهت الحاشية كان زرارة يقول لم يكن الباري قادرا حيا عالما في الأزل حتى خلق لنفسه هذه الصفات تعالى الله عن ذلك وقال داود الحواري هو جسم لحم ودم وله جوارح وعضاء وهو أجوف من فمه إلى صدره ومصمت ما سوى ذلك ومن الواقفين مع الحس أقوام قالوا هو على العرش بذاته على وجه المماسة فإذا نزل انتقل وتحرك وجعلوا لذاته نهاية وهؤلاء قد أوجبوا عليه المساحة والمقدار واستدلوا على أنه على العرش بذاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا حاشية صحيح البخاري في التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل في الجزء الثالث في الصفحة الخامسة والثلافين ومسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء في الصفحة الثامنة والستين والمئة إلى الحادية والسبعين والمئة وانتهت الحاشية قالوا ولا ينزلوا إلا من هو على العرش بذاته قالوا ولا ينزلوا إلا من هو فوق وهؤلاء حملوا نزوله على الأمر الحسي الذي توصف به الأجسام وهؤلاء المشبهة الذين حملوا الصفات على مقتضى الحس وقد ذكرنا دمهور كلامهم في كتابنا المسمى من هذه الوصول إلى علم الأصول وربما تقيل بعض المشبهة في رؤية الحق يوم القيامة لما يراه في الأشخاص فيمثله شخصا يزيد حسنه على كل حسن فتراه يتنفس من الشقوق إليه ويمثل الزيادة فيزداد توقه ويتصور غفع الحجاب فيقلق ويتذكر رؤية فيغشى عليه ويسمع في الحديث أنه يدني عبده المؤمن إليه فيتخيل القربة الذاتي كما يجالس الجنس وهذا كله جهل بالموصوف ومن الناس من يقول لله وجه هو صفة زائدة على صفة ذاته لقوله عز وجل ويبقى وده ربك الرحمن السابعة والعشرون وله يد وله إصبع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع السماوات على إصبع حاشية صحيح البخاري في التفسير سورة الزمر الجزء الثامن الصفحة الثانية عشر بعد الأربعمائة والثالثة عشر بعد الأربعمائة وفي مواضع أخرى متعددة ومسلم في صفات المنافقين كتاب صفة القيامة والجنة والنار الجزء التاسع عشر الصفحة الحادية والعشرون انتهت الحاشية وله قدم إلى غير ذلك مما تضمنته الأخبار وهذا كله إنما استخرجوه من مفهوم الحس وإنما الصواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها وما يؤمن هؤلاء أن يكون المراد بالوجه الذات لا أنه صفة زائدة وعلى هذا فسر الآية المحققون فقالوا ويبقى وجه ربك وقالوا في قوله يريدون وجهه يريدونه وما يؤمنهم أن يكون أراد بقوله قلوب العباد بين إصبعين أن الإصبع لما كانت هي المقلبة للشيء وأن ما بين الإصبعين يتصرف فيه صاحبها كيف شاء ذكر ذلك لا أن ثم صفة زائدة حاشية ثم اسم الانشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك وهو ظرف لا يتصرف وقد تلحقه التاء فيقال ثم تاء ويوقف عليها بالهاء ثمه انتهت الحاشية قال المصنف والذي أراه السكت عن هذا التفسير أيضا إلا أنه يجوز أن يكون مرادا ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التجزؤ والانقسام ومن أعجب أحوال الظاهرية قول السالمية إن الميت يأكل في القبر ويشرب وينكح لأنهم سامعوا بنعيم ولم يعرفوا من النعيم إلا هذا ولو قنعوا بما ورد في الآثار من أن أرواح المؤمنين تجعل في حواصل طير تأكل من شجر الجنة لسالموا حاشية صحيح ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء فيه ما عند المريض إذا حضر برقم تسعة وأربعين وأربعمائة وألف وصحيح الجامع برقم ستين وخمسمائة وألف والسلسلة الصحيحة برقم خمسة وتسعين وتسعمائة وكلهم بلفظ إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة وفي رواية إن أرواح الشهداء والحوصلة للطير انتفاخ في المريء يختزن فيه الغذاء قبل وصوله إلى المعدة والحوصلة من الإنسان وغيره أسفل البطن إلى العانة انتهت الحاشية لكنهم أضعفوا ذلك إلى الجسد قال ابن عقيل ولهذا المذهب مرض يضاهي لاستشعار الواقع للجاهلية وما كانوا يكونونه في الهام والصدى والمكالمة لهؤلاء ينبي أن تكون على سبيل المدارات لاستشعارهم لا على وجه المناظرة فإن المقاومة تفسدهم وإنما لبس إبليس على هؤلاء لتركهم البحث عن التأويل المطابق لأدلة الشرع والعقل فإنه لما ورد النعيم والعذاب للميت علم أن الإضافة حصلت إلى الأجساد والقبور تعريفا كأنه يقول صاحب هذا القبر الروح التي كانت في هذا الجسد منعمة بنعيم الجنة معذبة بعذاب النعر فصل قال المصنف فإن قال قائل قد عبت طريق المقلدين في الأصول وطريق المتكلمين فما الطريق السليم عن تلبيس إبليس فالجواب أنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان من إثبات الخالق سبحانه وإثبات صفاته على ما وردت به الآيات والأخبار من غير تفسير ولا بحث عما ليس في قوة البشر إدراكه وأن القرآن كلام الله غير مخلوق قال علي كرم الله وجهه والله ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن وأنه المسموع لقوله عز وجل حتى يسمع كلام الله التوبة السادسة وأنه في المصاحف بقوله عز وجل في رق منشور الطور الثالثة ولا نتعدى مضمون الآيات ولا نتكلم في ذلك برأينا وقد كان أحمد بن حنبل ينهى أن يقول الرجل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لألا يخرج عن الاتباع للسلف إلى ما حدث والعجب ممن يدعي اتباع هذا الإمام ثم يتكلم في المسائل المحدثة عن عمر بن دينار قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون حاشية عمر بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ست وعشرين ومئة الجزء الثاني الصفحة التاسعة وستون من التقريب انتهت الحاشية عن عمر بن دينار قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر وقال مالك بن أنس من قال القرآن مخلوق فيستتاب فانتاب وإلا ضربت عنقه وعن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي في الكتاب والأعرابي ولها عما سواهما حاشية جعفر بن برقان الكلابي أبو عبد الله الرقي صدوق يهم في حديث الزهري من السابعة مات سنة سبعين ومئة وقيل بعدها التقريب الجزء الأول الصفحة التاسعة والعشرون والمئة وانتهت الحاشية وعن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة وعن سفيان الثوري قال ولغني عن عمر أنه كتب إلى بعض عماله أوصيك بتقوى الله عز وجل واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده بما قد كفوا مؤونته واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق فإن السابقين الماضين عن علم توقفوا وتبصر ناقد قد كفوا وفي رواية أخرى عن عمر وأنهم كانوا على كشف الأمور أقوى وما أحدث إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد قصر دونهم أقوام فخفوه وطمح عنهم آخرون فعلوه انتهى الوجه الأول وعن سفيان الثوري قال عليكم بما عليه الحمالون والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب من الإقراء والعمل حاشية يقال قرأ الكتاب تتبع كلماته نظرا ونطق بها وقرأ الآية من القرآن نطق بألفاظها عن نظر أو عن حفظ وقرأ وهو أقرأ اسم تفضيل من قرأ أي هو أجود قراءة انتهت الحاشية قال المصنف فإن قال قائل هذا مقام عجز لا مقام الرجال فقد أسلفنا جواب هذا وقلنا إن الوقوف على العمل ضرورة لأن بلوغ ما يشفي العقل من التعليل لم يدركه من غاص من المتكلمين في البحار فلذلك أمروا بالوقوف على الساحل كما ذكرنا عنهم ذكر تلبيس إبليس على الخوارج قال المصنف أول الخوارج وأقبحهم حالة ذو الخويصرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة في أديم مقروض لم تخلص من ترابها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة بين زيد الخيل والأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن وعلقمة ابن علاثة أو عامر ابن الطفيل شك عمارة فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء ثم أتاه رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبهة كث اللحية مشمر الإزار محلوق الرأس فقال اتق الله يا رسول الله فرفع رأسه إليه فقال ويحك أليس أحق الناس أن يتقي الله أنا ثم أدبر فقال خالد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله يكون يصلي فقال إنه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقف فقال أما إنه سأخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حاشية صحيح البخاري في المغازي باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع الجزء السابع الصفحة الخامسة والستون والستمائة والسادسة والستون والستمائة ومسلم في الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم في الصفحة الثالثة والاربعين والمائة إلى السادسة والاربعين والمائة أديم مقروض أي في جلد مدبوغ بالقرض شك عمارة قال فيه العلماء ذكر عامر هنا هذا من الغلط الظاهر لأنه توفي قبل هذا بسنين وصاب الجزم بأنه علقمه ابن علاثة كما هو مجزوم به في باقي الروايات أغائر العينين أي أن عينيه داخلتان لاصقتان بقعر الحدقة مشرف الوجنتين أي غليظهما والوجنة مرتفعا للحم الخد ناتئ أي بارز كث اللحية الكثافة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة مقف أي مول قد أعطانا قفاه ضئ ضئ هو أصل الشيء والرمية هي الصيد المرمي انتهت الحاشية قال المصنف هذا الرجل يقال له ذو الخويصرة التميمي وفي لفظ أنه قال له اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل حاشية صحيح البخاري في الأدب باب ما جاء في قول الرجل ويلك الجزء العاشر الصفحة السابعة والستون والخمسمائة والثامنة والستون والخمسمائة ومسلم في الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم من الصفحة الثانية والاربعين والمئة إلى الثامنة والاربعين والمئة وانتهت الحاشية فهذا أول خارجي خرج في الإسلام وآفته أنه رضي برأي نفسه ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وذلك أنه لما طالت الحرب بين معاوية وعلي رضي الله عنهما رفع أصحاب معاوية المصاحف ودعوا أصحاب علي إلى ما فيها وقال تبعثون منكم رجلا ونبعث منا رجلا ثم نأخذ عليهم أن يعمل بما في كتاب الله عز وجل فقال الناس قد رضينا فبعثوا عمر بن العاص فقال أصحاب علي ابعث أبا موسى فقال علي لا أرى أن أولي أبا موسى هذا ابن عباس قالوا لا نريد رجلا منك فبعث أبا موسى وأخر القضاء إلى رمضان فقال عروة ابن أذينة تحكمون في أمر الله الرجال لا حكم إلا لله ورجع علي من صفين فدخل الكوفة ولم تدخل معه الخوارج فأتوا حرراء فنزل بها منهم إثنى عشر ألف وقالوا لا حكم إلا لله وكان ذلك أول ظهورهم ونادى مناديهم أن أمير القتال شبيب ابن ربعي التميمي وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكري حاشية انظر في البدايات الأولى للخوارج الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحة الثانية والسبعين وما بعدها وانظر أيضا البداية والنهاية لابن كثير في الجزء السابع الصفحة الرابعة بعد الثلاثمائة وما بعدها وانتهت الحاشية وكانت الخوارج تتعبت إلا أن اعتقادهم أنهم أعلموا من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهذا مرض صعب قال عبد الله بن عباس لما اعتزلت الخوارج دخلوا دارا وهم ستة آلاف وأجمعوا على أن يخرجوا على علي بن أبي طالب فكان لا يزال يجيء إنسان فيقول يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك فيقول دعوهم فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم فقال إني أخاف عليك فقلت كلا وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحد فأذن لي فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن وترجلت فدخلت عليهم نصف النهار فدخلت على قوم لم أرقط أشد منهم اجتهادا جباههم قرحة من السجود وأيادهم كأنها ثفن الإذل حاشية ثفنة الدابة غلظت مباركها وصلبت والثفن الجزء من جسم الدابة تلقى به الأرض فيغلظ ويجمد انتهت الحاشية وعليهم قميص مرحبة مشمرين حاشية ثوب رحض أي غسل حتى بلي انتهت الحاشية مسهمة ودوههم من السهر فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بابن عباس ما جاء بك فقلت أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلموا بتأويله منكم فقال طائفة منهم لا تخاصموا قريشا فإن الله عز وجل يقول بل هم قوم خصمون حاشية سورة الزخرف الآية الثامنة والخمسون انتهت الحاشية فقال اثنان أو ثلاثة لا نكلمنه فقلت هاتوا ما نقمتم على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وعليهم نزل القرآن فليس فيكم منهم أحد وهم أعلموا بتأويله قالوا ثلاثة قلت هاتوا قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله وقد قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله الأنعان الآية السابعة والخمسون فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل فقلت هذه واحدة وماذا قالوا وأما الثانية فإنه قاتل وقتل ولم يسب ولم يغنم فإن كانوا مؤمنين فلما حل لنا قتالهم وقتلهم ولم يحل لنا سبيهم قلت وما الثالثة قالوا فإنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فإنه إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين قلت هل عندكم غير هذا قالوا كفانا هذا قلت لهم أما قولكم حكم الرجال في أمر الله أنا أقرأ عليكم في كتاب الله ما ينقض هذا فإذا نقض قولكم أترجعون قالوا نعم قلت فإن الله قد صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب وتلا هذه الآية لا تقتلوا الصير وأنتم حرم المائدة الخامسة والتسعون إلى آخر الآية وفي المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله حكما من أهله وحكما من أهلها النساء الخامسة والثلاثون إلى آخر الآية فانشدتكم بالله هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم وفي حقم دمائهم أفضل من حكمهم في أرنب وبضع امرأة فأيهما ترون أفضل قالوا بل هذه قلت خرجت من هذه قالوا نعم قلت وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم فتسبون أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها فوالله لئن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام ووالله لئن قلتم لنسبي أنها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام فأنتم بين ضلالتين لأن الله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواده أمهاتهم الأحزاب الآية السادسة أخرجت من هذه قالوا نعم قلت وأما قولكم محى عن نفسه أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين أبا سفيان ابن حرب وسهيل ابن عمر فقال لعلي رضي الله عنه اكتب لهم كتابا فكتب لهم علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله فقال المشركون والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول الله أمح يا علي اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله خير من علي وقد نحى نفسه قال فرجع منهم الفان وخرج سائرهم فقتلوا حاشية إسناد هذه القصة صحيح وقد وردت بروايات مختلفة في البداية والنهاية لابن كثير في الجزء السابع الصحة الخامسة بعد الثلاثمائة إلى الثامنة بعد الثلاثمائة وانتهت الحاشية وعندندب الأزدي قال لما عبلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال فانتهينا إلى معسكرهم فإذا لهم دوي كدوي نحل من قراءة القرآن قال المصنف وفي رواية الأخرى أن علي رضي الله عنه لما حكم أتاه من الخوارج زرعة ابن البرج الطائي وحرقوس ابن زهير السعدي فدخل عليه فقال له لا حكم إلا لله فقال علي لا حكم إلا لله فقال له حرقوس تب من خطيئتك وارجع عن قضيتنا واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا ولئن لم تدعو تحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل لا أقاتلنك أطلب بذلك وجه الله واجتمعت الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي حشيه عبد الله بن وهب الراسبي أول من بويع من الخوارج بالإمامة بايعه عبد الله بن الكواء وعروة بن حدير إلى آخره انتهت الحشية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي إيثارها عناء آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق فخرجوا بنا فكتب إليه معلي بن أبي طالب كرم الله وجهه أما بعد فإن هذين الرجلين الذين ارتضي حكمين فقد خالف كتاب الله واتبع أهواءهما ونحن على الأمر الأول فكتبوا إليه إنك لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسك فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبلنك وإلا فقد نابذناك على سواء والسلام ولقي الخوارج في طريقهم عبد الله بن خباب فقالوا هل سمعت من أبيك حديثا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا قال نعم سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول حاشية صحيح انظر صحيح الجامع للألباني برقم ست عشر وستمائة وثلاثة آلاف وبرقم سلسة وعشرين وستمائة وثلاثة آلاف واربعة وعشرين وستمائة وثلاثة آلاف وأحمدوا في المسند في الجزء الخامس في الصفحة العاشرة بعد المئة انتهت الحاشية قالوا أنت سمعت هذا من أبيك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقدموه إلى شفير النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل وبقروا بطن أم ولده عم في بطنها وكانت حبلا ونزلوا تحت نخل مواقير بنهروان فسقطت رطبه فأخذها أحدهم فقذفها في فيه حاشية النهروان بلد واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي وهو نهر مبتدأه قرب حلوان الشام وهو الآن خراب ومدنه وقراه تلال معجم البلدان الجزء الخامس صفحة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة إلى السابعة والعشرين والثلاثمائة وانتهت الحاشية فقال أحدهم أخذتها بغير حدها وبغير ثمنها فلفظها من فيه واخترط أحدهم سيفه فأخذ يهزه فمر به خنزير لأهل الذنة فضربه به يجربه فيه فقالوا هذا فساد في الأرض فلقي صاحب الخنزير فأرضاه في ثمنه قال فبعث إليهم علي رضي الله عنه أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله فناداهم ثلاثة كل ذلك يقولون هذا القول فقال علي رضي الله عنه لأصحابه دونكم القوم فما لبشوا أن قتلوهم وكان وقت القتال يقول بعضهم لبعض تهيأ للقاء الرب الرواح الرواح إلى الجنة وخرج على علي رضي الله عنه بعدهم جماعة منهم فبعث إليهم من قاتلهم ثم اجتمع عبد الرحمن بن ملج بأصحابه وذكروا أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا والله ما قنعنا بالبقاء في الدنيا شيء بعد إخواننا الذين كانوا لا يخافون في الله لوم تلائم فلو أنا شرينا أنفسنا لله حاشية الشراه فرقة من الخوارج باعوا أنفسهم في طاعة الله انتهت الحاشية فلو أنا شرينا أنفسنا لله والتمثنا غير هؤلاء إلى إمة الضلال ففأرنا بهم إخواننا وأرحنا منهم العباد حاشية انظر هذه القصة كاملة في الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحة الرابعة والسبعين ومع بعدها انتهت الحاشية وعن محمد بن سعد عن أشياخ الله قالوا انتدب ثلاثة نفر من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله وعمر بن بكر التميمي فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا لنقتلن هؤلاء الثلاثة عليا ومعاوية وعمر بن العاص ولنريحن العباد منهم فقال ابن ملجم أنا لكم بعلي وقال البرك أنا لكم بمعاوية وقال عمر أنا لكم بعمر فتواسقوا ألا ينقض رجل منهم رجلا عن صاحبه فقدم ابن ملجم الكوفة فلما كانت الليلة التي عزم على قتل علي رضي الله عنه فيها خرج علي رضي الله عنه لصلاة الصبح فضربه فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل إلى دماغه فقال علي رضي الله عنه لا يفوتنكم الرجل فأخذ فقالت أم كلثون يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين فقال ما قتلت إلا أباكي قالت والله إني لأرجو أن لا يكون على أمير المؤمنين بأس قال فلما تبكين إذن ثم قال والله لقد سممته شهرا يعني سيفه فإن أخلفني فأبعده الله أسحقه فلما مات علي رضي الله عنه أخرج ابن ملجم ليقتل فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم فكحل عينيه بمسمار محمى فلم يجزع وجعل يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق سورة العلق الآية الأولى والثانية حتى ختمها وإن عينيه لتسيلان فعولج على قطع لسانه فجزع فقيل له لم تجزع فقال أكره أن أكون في الدنيا موات لا أذكر الله وكان رجلا أثمر في جبهته أثر السجود لعنة الله عليه قال المصنف قلت ولما أراد الحسن رضي الله عنه أن يصالح معاوية خرج عليه من الخوارج الجراح بن سنان وقال أشركت كما أشرك أبوك ثم طعنه في أصل فخذه وما زالت الخوارج تخرج على الأمراء ولهم مذاهب مختلفة وكان أصحاب نافع بن الأزرق يقولون حاشيه نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي من أهل البصرة في أول أمره صاحب بن عباس كان من أنصار الثورة على عثمان وموالات علي إلى أن جاءت قضية التحكيم فخرج على علي مات سنة خمس وستين منظر الفرق بين الفرق للبغدادي في صفحة الثامنة والسبعين إلى الحادية والثمانين وانتهت الحاشية وكان أصحاب نافع بن الأزرق يقولون نحن مشركون ما دمنا في دار الشرك فإذا خرجنا فنحن مسلمون قالوا ومخالفونا في المذهب مشركون ومرتكب الكبائر مشركون والقاعدون عن موافقتنا في القتال كفره وأباح هؤلاء قتل النساء وصبيان من المسلمين وحكموا عليهم بالشرك وكان نجده ابن عامر الثقفي من القوم فخالف نافع بن الأزرق وقال بتحرين دماء المسلمين وأموالهم وزعم أن أصحاب الذنوب من موافقه يعذبون في غير نار جهنم وأن جهنم لا يعذب بها إلا مخالفوه في مذهبه حاشية نجده ابن عامر الحنفي كان مولده سنة ست وثلاثين كان من أصحاب الثورات في صدر الإسلام انفرد عن سائر الخوارج بأعراء وكانت وفاته سنة تسع وستين انظر الفرق بين الفرق من الصفحة الحادية والثمانين إلى الرابعة والثمانين وانتهت الحاشية وقال إبراهيم الخوارج قوم كفار وتحل لنا مناكحتهم ومعارثتهم كما كان الناس في بدء الإسلام وكان بعضهم يقول لو أن رجلا أكل من مال يتيم فلسين وجبت له النار لأن الله عز وجل أوعد على ذلك النار قال المصنف ولهم قصص تطول ومذاهب عجيبة لهم لم أرد تطويل بذكرها وإنما المقصود النظر في حيال إبليسة وتلبيسه على هؤلاء الحمقى الذين علموا بواقعاتهم واعتقدوا أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومن معه من المهاجرين والأنصار على الخطأ وأنهم على الصواب واستحلوا دماء الأطفال ولم يستحلوا أكل ثمره بغير ثمانها وتعبوا في العبادات وسهروا وجزع ملجم عند قطع لسانه من فوات الذكر واستحل قتل علي كرم الله وجهه ثم شهر السيوف على المسلمين ولا أعجبا من اقتناع هؤلاء بعلمهم واعتقادهم أنهم أعلموا من علي رضي الله عنه فقد قال ذو الخواسرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فما عدلت وما كان إبليس ليهتدي إلى هذه المخازي نعوذ بالله من الخذلان عن محمد بن إبراهيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم فيكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية أخرجاه في الصحيحين حاشية صحيح البخاري في فضائل القرآن باب إثم من راعي بقراءة القرآن الجزء الثامن الصفحة الثامنة عشر بعد السبعمية ومسلم في الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم في الصفحة الثامنة والاربعين والمئة ومالك في الموطأ باب ما جاء في القرآن في الصفحة العاشرة انتهت الحاشية وعن عبد الله بن أبي أوفا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار حاشية صحيح رواه ابن ماجه في المقدمة باب في ذكر الخوارج برقم ثلاثة وسبعين ومئة وأحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة الخامسة والخمسين والثلاثمائة إلى الثانية والثمانين والثلاثمائة والحاكم في المستدرك في الجزء الثالث الصفحة الحادية والسبعين والخمسمائة وابن أبي عاصم في السنة الصفحة الرابعة بعد التسعمائة والخامسة بعد التسعمائة وصحيح الجامع برقم سبعة واربعين وثلاثمائة بعد ثلاثة الآلاف وانتهت الحاشية فصل قال المصنف ومن رأي الخوارج أنه لا تختص الإمامة بشخص إلا يجتمع فيه العلم والزهد فإذا اجتمع كان إماما ولو كان نبطيا حاشية الأنباط شعب سامي كانت له دولة في شمال شفه الجزيرة العربية واستعمل أخيرا في أخلاط الناس من غير العرب انتهت الحاشية ومن رأي هؤلاء أحدث المعتزلة في التحسين والتقديح إلى العقل وأن العدل ما يقتضيه ثم حدث القدرية في زمن الصحابة أصار نعبد الجهني وغيلان الدمشقي والجعد ابن درهم إلى القول بالقدر حاشية معبد اغن خالد الجهني القدري يقال إنه ابن عبد الله بن عكيم ويقال اسم جده عويمر صدوق مبتدع وهو أول من أظهر القدر بالبصرة من الثالثة قتل سنة ثمانين التقريب الجزء الثاني الصفحة الثانية والستون بعد المائتين وغيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان من البلغاء المتكلمين تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدر وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه مات مقتولا بعد سنة خمس ومئة للهجرة وانتهت الحاشية ونسج على منوال معبد الجهني واصل ابن عطاء وانضم إليه عمرو بن عبيد وفي ذلك الزمان حدثت سنة المرجئة حيث قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ثم طالعة المعتزرة مثل أبي الهذيل العلاف والنظام ومعمر والجاحظ كتبا فلاسفة في زمان ملك المأمون واستخرجوا منها ما خلطوه بأوضاع الشرع مثل لفظ الجوهر والعرض والزمان والمكان والكون وأول مسألة أظهروها القول بخلق القرآن وحينئذ سمي هذا الفصل فصل علم الكلام وتلت هذه المسألة مسائل الصفات مثل العلم والقدرة والحياة والسماء والبصر فقال قوم هي معاني زائدة على الذات ونفتها المعتزلة وقالوا عالم لذاته قادر لذاته وكان أبو الحسن الأشعري على مذهب الجبائي ثم انفرد عنه إلى مثبت الصفات ثم أخذ بعض مثبت الصفات فاعتقاد التشبيه وإثبات الانتقال في النزول والله الهادي لما يشاء حاشية أبو الحسن الأشعري قدم بغداد وأخذ الحديث عن زكريا الساجي وتفقها بابن سريج وكان يجلس في حلقة الشيخ أبي إسحاق المروزي وقد كان الأشعري معتزلية فتاب منه بالبصرة فوق المنبر ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم ولد سنة سبين ومئتين وقيل سنة ستين ومئتين ومات في سنة أرضع وعشرين وثلاثمائة وقيل سنة ثلاثين وثلاثمائة وقيل في سنة بضع وثلاثين وثلاثمائة ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الحادي عشر في الصفحة السابعة والثمانين بعد المئة وانتهت الحاشية انتهى الشريط السابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثامن من الكتاب ذكر تلبيسه على الرافضة حاشية انظر الفرق بين الفرق للبغدادي حيث فصل القول في الرافضة وبين الفرق التي انبثقت منها من الصفحة الحادية والاربعين الى الحادية والسبعين وانتهت الحاشية قال المصنف وكما لبس ابليس على هؤلاء الخوارج حتى قاتلوا علي بن ابي طالب حمل اخرين على الغلو في حبه فزادوه على الحد فمنهم من كان يقول هو الاله ومنهم من يقول هو خير من الانبياء ومنهم من حمله على سب ابي بكر وعمر حتى ان بعضهم كفر ابا بكر وعمر الى غير ذلك من المذاهب السخيفة التي يرغب عن تضيع الزمان بذكرها وانما نشير الى بعضها عن اسحاق ابن محمد النخعي الاحمر قال ان عليا هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وبالمدائي جماعة من الغلاه يعرفون بالاسحاقية يمسبون اليه قال الخطيب ووقع الي كتاب لابي محمد الحسن بن يحيا النوبختي من تصنيفه في الرد على الغلاه وكان النوبختي هذا من متكلم الشيعة الامامية فذكر اصناف مقالات الغلاه الى ان قال وقد كان ممن جرد الجنون في الغلو في عصرنا اسحاق ابن محمد المعروف بالاحمر كان يزعم ان عليا هو الله عز وجل وانه يظهر في كل وقت فهو الحسن في وقت وكذلك هو الحسين وهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم قال المصنف قلت وقد اعتقد جماعة من الرافضة ان ابا بكر وعمر كانا كافرين وقال بعضهم ارتدى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول بالتبرد من غير علي وقد روينا ان الشيعة طالبت زيد بن علي بالتبرد ممن خالف علي في امامته فامتنع من ذلك فرفضوه فسموا الرافضة ومنهم اقوام ممن قالوا الامامة في موسى بن جعفر ثم في ابنه علي ثم الى محمد بن علي ثم الى علي بن محمد ثم الى الحسن بن محمد العسكري ثم الى ابنه محمد وهو الامام الثاني عشر الامام المنتظر الذي يزعمون انه لم يمت وانه سيرجع في اخر الزمان فيملأ الارض عدلاء حاشية وقد زعموا ان محمد المهدي ابن الحسن العسكري موجود في سرداب ببلدة سامراء غاب فيه الى ان يظهر في اخر الزمان فيملأ الارض عدلاء بعد ان ملئت جوراء وهذه الفرقة هي التي تسمى الاثنى عشرية واطلق عليهم البغدادي القطئية لانهم قطعوا بموت موسى بن جعفر الصادق انظر الفرقة بين الفرق في الصفحة الرابعة والستين وانتهت الحاشية وكان ابو منصور العجلي يقول بانتظار محمد بن علي الباقر حاشية محمد بن علي زين العابدين ابن الحسين ابو جعفر الباقر ولد سنة سبعا وخمسين وكان ناسكا عابدا وله في العلم وتفسير القرآن اراء واقوال كانت وفاته سنة اربع عشرة ومئة انتهت الحاشية وكان ابو منصور العجلي يقول بانتظار محمد بن علي الباقر ويدعي انه خليفة وانه عرج به الى السماء فمسح الرب بيده على رأسه وزعن انه الكسف الساقط من السماء وكان الطائفة من الرافضة يقال لها الجناحية وهم اصحاب عبدالله ابن معاوية ابن عبدالله ابن جعفر ذي الجناحين حاشية طائفة من الولاة تنسب الى عبدالله ابن معاوية وكان سبب اتباعهم له كما يذكر البغدبي ان المغيرية خرجوا من الكفة بعد قتل محمد بن عبدالله ابن الحسن الى المدينة يطلبون ايمانا فلقيهم عبدالله فدعاهم الى نفسه وزعم انه هو الامام بعد علي واولاده واولاده من صلبه فبايعوه على امامته ورجعوا الى الكوفة انظر الفرق بين الفرق في صفحة السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين وانتهت الحاشية كانوا يقولون اي طائفة الجناحية ان روح الله دارت في اصلاب الانبياء والاولياء الى ان انتهى الى عبدالله وانه لم يمت وهو المنتظر ومنهم طائفة يقال لها الغرابية يثبتون شركة علي في النبوة حاشية قوم زعموا ان الله ارسل جبريل الى علي فغالط في طريقه فذهب الى محمد لانه كان يشبهه وقالوا كان اشبه به من الغراب بالغراب والذباب بالذباب انظر الفرق بين الفرق للبغدادي صفحة الحادية والعشرين بعد المائتين وانتهت الحاشية وطائفة يقال لها المفوضة يقولون ان الله عز وجل خلق محمد ثم فوض خلق العالم اليه حاشية قوم زعموا ان الله خلق محمد ثم فوض اليه خلق العالم وتدبيره فهو الذي خلق العالم دون الله ثم فوض محمد تدبير العالم الى علي فهو المدبر الثاني الفرق بين الفرق الصفحة الحادية والعشرين بعد المائتين انتهت الحاشية وطائفة يقال لها الذمامية يذمون جبريل ويقولون كان معمورا بالنزول الى علي فنزل الى محمد ومنهم من يقول ان ابا بكر ظلم فاطمة ميراثها وقد روينا عن السفاح انه خطب يوما فقام رجل من اهل علي ربي الله عنه قال انا من اولاد علي ربي الله عنه فقال يا امير المؤمنين اعدني على من ظلمني قال او من ظلمك قال انا من اولاد علي ربي الله عنه والذي ظلمني ابو بكر ربي الله عنه حين اخذ فدك من فاطمة قال ودام على ظلمكم قال نعم حاشية فدك قرية من قرى خيبر امتهت الحاشية قال ومن قام بعده قال عمر رضي الله عنه قال ودام على ظلمكم قال نعم ومن قام بعده قال عثمان رضي الله عنه قال ودام على ظلمكم قال نعم قال ومن قام بعده فجعد التفت كذا وكذا ينظر مكانا يهرب اليه قال ابن عقيل الظاهر ان من وضع مذهب الرافضة قصد الطان في اصل الدين والنبوة وذلك ان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم امر غائب عنا وانما نفق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين الى ذلك منهم فكأننا نظرنا اذ نظر لنا من نفق بدينه وعقله فاذا قال قائل انهم اول ما بدأوا بعد موته بظلم اهل بيته في الخلافة وابنته في ارثها وما هذا الا لسوء اعتقاد في المتوفى فان الاعتقادات الصحيحة سيما في الانبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم لا سيما في اهليهم وذريتهم فاذا قالت الرافضة ان القوم استحلوا هذا بعده خابت امالنا في الشراء لانه ليس بيننا وبينه الا النقل عنهم والفقه بهم فاذا كان هذا محصول ما حصل لهم بعد موته خبنا في المنقول وازالت شقتنا فيما عولنا عليه من اتباع ذوي العقول ولم نأمن ان يكون القوم لم يروا ما يجب اتباعه فراعوه مدة الحياة وانقلبوا عن شريعته بعد الوفاة ولم يبقى على دينه الا الاقل من اهله فطاحت الاعتقادات وبعفت المفوس عن قبول الروايات في الاصل وهو المعجزات فهذا من اعظم المحن عن الشريعة قال المصنف وغلو رافضة في حب علي رضي الله عنه حملهم على ان وضعوا احاديث كثيرة في فضائله اكثرها تشيله وتؤذيه وقد ذكرت منها جملة في كتاب الموضوعات منها ان الشمس غابت ففاتت عاليا صلاة العصر فردت له الشمس حاشية الموضوعات لابن الجوزي في الجزء الاول صفحة الخامسة والخمسون والثلاثمائة الى السابعة والخمسون والثلاثمائة انتهت الحاشية وهذا من حيث النقل موضوع لم يروه ثقة ومن حيث المعنى فان الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد فلا يرد الوقت وكذلك وضعوا ان فاطمة اغتسلت ثم ماتت وعوصت ان تكتفي بذلك الغسل حاشية الموضوعات لابن الجوزي الجزء الثالث صفحة السادسة والسبعون بعد المائتين والسابعة والسبعون بعد المائتين انتهت الحاشية وهذا من حيث النقل كاذب ومن حيث المعنى قلة فهم لان الغسل عند حدث الموت فكيف يصح قبله ثم لهم خرافات لا يسندونها الى مستند ولهم مذهب في الفقه اتدعوها وخرافات تخالف الاجماع فنقلت منها مسائل من خلط ابن عقيل قال نقلتها من كتاب المرتضى في من فردت به الامامية منها انه لا يجوز السجود على ما ليس بارض ولا من نبات الارض فاما الصوف والجلود والوبر فلا وان الاستجمار لا يجزئ في البول بل في الغائط خاصة ولا يجزئ مسح الرأس الا بباقي البلل الذي في اليد فان استأنف للرأس بللا مستأنفا لم يجزه حتى لو نشفت يده من البلل احتاج الى استئناف الطهارة وانفرضوا بتحريم من زنيا بها وهي تحت زوج ابدا فلو طلقها زوجها لم تحل للزاني بها بنكاح ابدا وحرموا الكتابيات وان الطلاق المعلق على شرط لا يقع وان وجد شرطه وان الطلاق لا يقع الا بحضور شاهدين عدلين وان من نام عن صلاة الايشاء الى ان مضى نصف الليل وجب عليه الى استيقظ القضاء وان يصبح صائما كفارة لذلك التفريط وان المرأة اذا جزت شعرها فعليها الكفارة مثل قتل الخطأ وان من شق ثوبه في موت ابن له او زوجه فعليه كفارة يمين وان من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم لازمه الصدقة بخمسة دراهم وان شارب الخمر اذا حد ثانية قتل في الثالثة ويحد شارب الفقاع حاشية الفقاع شراب يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من فقاعات وفيه الحد ان اسكر انتهت الحاشية كشارب الخمر وان قطع السارق من اصول الاصابع ويبقى له الكف فان سرق مرة اخرى قطعت الرجل اليسرى فان سرق الثالثة خلد في الحبس الى ان يموت وحرم السمك الجري حاشية يقال فرس ذو اجاري اي ذو فتون في الجاري والمقصود هنا السمك النهري الطويل الذي يسمى ثعبان الماء انتهت الحاشية وذبائح اهل الكتاب واشترطوا في الذبح استقبال القبلة في مسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الاجماع وسول لهم ابليس وضعها على وجه لا يستندون فيه الى اثر ولا قياس بل الى الواقعات ومقابح الرافضة اكثر من ان تخصى وقد حرموا الصلاة لكونهم لا يغسلون ارجلهم في الوضوء والجماعة لطلبهم اماما معصومة وابتلوا بصد الصخابة رضوان الله عليهم ولعن من لعنهم وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهب ما ادرك مد احدهم ولا نصيفة حاشية صحيح البخاري في فضائر الصحابة باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا الجزء السابع الصفحة الخامسة والعشرون ومسلم في فضائر الصحابة باب تحريم سب الصحابة برقم واحد وعشرين ومائتين واثنين وعشرين ومائتين والنصيف النصف انتهت الحاشية وعن ابن ساعدة عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله اختارني واختار لي اصحابا فجعل لي منهم وزراء وانصارا واصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبر الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدل حاشية ضعيف ابن ابي عاصم في السنة برقم الف وضعيف الجامعة للالباني برقم ستة وثلاثين وخمسمائة بعد الالف وانتهت الحاشية قال المصنف والمراد بالعدل الفريضة والصرف النافلة وعن سويد ابن غفله قال مررت بنفر من الشيعة يتناولون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وينتقصونهما فدخلت على علي بن ابي طالب فقلت يا امير المؤمنين مررت بنفر من اصحابك يذكرون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما بغير الذي هما له اهل ولولا انهم يرون انك تضمر لهما على نثل ما اعلنوا ما اجترعوا على ذلك قال علي اعوذ بالله اعوذ بالله ان اضمر لهما الا الذي اتمنني النبي عليه لعن الله من اضمر لهما الا الحسن الجميل اخوى رسول الله وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما ثم نهض دامع العينين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد فصاعد المنبر وجلس عليه متمكنة قابضا على لحيته وهو ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع لنا الناس ثم قال فتشهد بخطبة موجزة بليغة ثم قال ما بالو اقوام يذكرون سيدي قريش وابوي المسلمين بما انا عنه متنزه ومما قالوه بريء وعلى ما قالوا معاقب اما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما الا مؤمن حاشية النسمة كل دابة فيها روح وبرأ اي خلق انتهى ولا يبغضهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اراض عنهما ومضى يا والمؤمنون عنهما اراضون أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة المؤمنين فصلى بهم تسعة أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز المستمع يشير إلى أبي بكر فلما قبض الله نبيه واختار له ما عنده والله المؤمنون ذلك وفوضوا إليه الزكاة ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين وأنا أول من سن له ذلك من بني عبد المطلب وهو لذلك كاره يود لو أن منا آحدا كفاه ذلك وكان والله خير من اتقى أرحمه رحمة وأرأفه رأفة وأسنه ورعى وأقدمه سنا وإسلاما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة وبإبراهيم عفوا ووقارا فسار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على ذلك رحمة الله عليه ثم ولي الأمر بعده وعمر رضي الله عنه وكنت فيما رضي فأقام الأمر على منهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صاحبه يتبع أثرهما كما يتبع الفصيل أثر أمه حاشية الفصيل ولد الناقه أو البقرة إذا فاصل عن أمه انتهت الحاشية وكان والله رفيقا رحيما بالضعفة ناصرا للمظلومين على الظالمين لا تأخذوا في الله لومة لائم ضرب الله الحق على لسانه وجعل الصدق من شانه حتى إن كنا لنظن أن ملكا ينطق على لسانه أعز الله بإسلامه الإسلام وأجعل هجرته للدين قواما وألقى له في قلوب المنافقين الرهبة وفي قلوب المؤمنين المحبة شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل فضا غليظا على الأعداء فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما ورزقنا المضي على سبيلهما فمن أحبني فليحبهما ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت في هذا أشد العقوبة ألا فمن أوتيت به يقول بعد هذا اليوم فإن عليهما على المفتري ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم الله أعلم بالخير أين هو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم حاشية إسناده ضعيف الحسن بن عمارة الفقيه الكوفي قاد برداد متروك انظر الدعفاء والمتركون للدار قطني في صفحة السادسة والثمانين بعد المئة وانظر تقريب التهجيب في الجزء الأول في صفحة التاسعة والستين والمئة وانتهت الحاشية وعن علي كرم الله وجهه وقال يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر عمر عضي الله عنهما أينما أدركتموهم فاقتلوهم أشد القتل فإنهم مشركون حاشية النبز اللقب أشعر بذن والجمع أنباز والنبزة العياب للناس بألقاب السوء يقال رجل نبزة وامرأة النبزة انتهت الحاشية ذكر تلبيس إبليس على الباطنية قال المصنف الباطنية قوم تستروا بالإسلام يعمالوا إلى الرفض وعقائدهم وأعمالهم تباين الإسلام بالمرة فمحصول قولهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم بل يجعمون أن الله حق وأن محمد رسول الله والدين صحيح لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر وقد تلعب بهم إبليس فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفة ولهم ثمانية أسماء الاسم الأول الباطنية سموا بذلك لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر حاشية لمزيد من الاطلاع على تاريخ هذه الفرقة فإننا نحيل القارع إلى كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي من الصفحة السابعة الأربعين بعد المائتين إلى السبعين بعد المائتين حيث عقد فصلا طويلا للباطنية بيّن فيه نشأتها من الناحية التاريخية وأبرز أعلامها كما تحدث عن أساليبها في اجتذاب الناس إلى دعوتها إلى غير ذلك من الموضوعات الهامة كما نحيله أيضا إلى كتاب حركة الحشاشين للأستاذ محمد عثمان الخشت والكتابان من إصدار مكتبة القرآن بالقاهرة وانتهت الحاشية وانها بصورتها توهم الجهال صورا حالية وهي عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية وان من تقعد عقله من الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع ومن ارتقى إلى علم البواطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه قالوا وهم المرادون بقوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الأعراف السابعة والخمسون والمئة ومرادهم أن ينزعوا من العقائد الباطنة بموجب الظواهر ليقدروا بالتحكم بدعوى الباطل على إبدال الشرائع الاسم الثاني الاسماعيلية حاشية قالوا إن الإمام بعد جعفر إسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده إلا أنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه فمنهم من قال لم يمت إلا أنه أظهر موته تقيا من خلفاء بني العباس وعقد محضرا وأشهد عليه عامل المنصورة بالمدينة ومنهم من قال الموت صحيح والنص لا يرجع قهقر والفائدة في النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره انظر الملن والنحل للشهر الثاني في الجزء الثاني صفحة الثامنة وانتهت الحاشية الإسماعيلية نسبوا إلى زعيم لهم يقال له محمد بن إسماعيل بن جعفر ويزعمون أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع واحتجوا بأن السماوات سبع والأراضين سبع وأيام الأسبوع سبعة فدل على أن دور الشريعة يتم بسبعة وعلى هذا فيما يتعلق بالمنصور فيقولون العباس ثم ابنه عبد الله ثم ابنه علي ثم ابنه محمد بن علي ثم إبراهيم ثم السفاح ثم المنصور وذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه قال قال علي بن محمد عن أبيه إن رجلا من الراوندية كان يقال له الأبلق وكان أبرص فبكى بالعلو ودعا الراوندية إليه وزعم أن الروح التي كانت في عيسى بن مريم صارت إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم في الآئمة واحدا بعد واحد إلى أن صارت إلى إبراهيم بن محمد واستحلوا الحرمات فكان الرجل منهم يدعو الجماعة إلى منزله فيطعمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته فبلغ ذلك أسد بن عبد الله فقتلهم وصلبهم فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم وعبدوا أبا جعفر وصعدوا الخضراء وألقوا نفوسهم كأنهم يطيرون فلا يبلغون الأرض إلا وقد هلكوا وخرج جماعتهم على الناس في السلاح وأقبلوا يصحون يا أبا جعفر أنت أنت الاسم الثالث السبعية لقبوا بذلك لأمرين أحدهما أعتقادهم أن دور الإمامة سبعة سبعة على ما بينا وأن الانتهاء إلى السابع هو آخر الأدوار وهو المراد بالقيامة وأن تعاقب هذه الأدوار لا آخر له والثاني لقولهم إن تدبير العالم السفلي منوط بالكواكب السبعة زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الزهرة ثم الشمس ثم عطارد ثم القمر الاسم الرابع البابكية قال المصنف وهو اسم لطائفة منهم تبع رجلا يقال له بابك الخرمي وكان من الباطنية وأصله أنه ولد زنا حاشية بابك الخرمي إليه تنسب الطائفة البابكية ظهر في جبل البدين بناحية أذربيجان وكثر بها أتباعه واستفاحوا المحرمات وقتلوا الكثير من المسلمين وصل ابن جرير بعددهم إلى مائتي ألف وخمسة وخمسين ألف وخمسمائة إنسان وكانت نهاية بابك سنة ثلاث وعشرين ومائتين للهجرة حيث أثره الأفشين قائد جيوش المعتصم ثم قتل بيسام الراء وانتهت الحاشية فظهر في بعض الجبال بناحية أذربيجان سنة إحدى ومائتين وتبعه خلق كثير واستفحل أمرهم واستباح المحظورات وكان إذا علم أن عند أحد بنتا جميلة أو أختا جميلة طلبها فإن بعثها إليه وإلا قتله وأخذها ومكث على هذا أشرين سنة فقتل ثمانين ألفا وقيل خمسة وخمسين ألفا وخمسمائة إنسان وحاربه السلطان وهزم خلقا من البيوش حتى بعث المعتصم أفشين فحاربه فجاء ببابك وأخيه في سنة ثلاث وعشرين ومائتين فلما دخلا ذلك قد مسحت وجهك بالدم أجزعا من الموت فقال لا ولكني لما قطعت أطرافي نزف الدم فخفت أن يقال عني إنه اصفر وجهه جزعا من الموت قال فيظن ذلك بيه فسترت وديه بالدم كي لا يرى ذلك مني ثم بعد ذلك ضربت عنقه وأضرمت عليه النار وفعل مثل ذلك بأخيه فما فيهما من صاح ولا تأوه ولا أظهر جزعا لعنهما الله وقد بقي من البابكية جماعة يقال إن لهم ليلة في السنة تجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئون السرج ثم يتناهضون للنساء فيثب كل رجل منهم إلى امرأة ويزعمون أن من احتوى على امرأة يستحلها بالاستياد لأن الصيد مباح حاشية انظر في تفصيل ذلك الفرق بين الفرق للبغدادي من الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المائتين وكذلك الرابعة والثلاثين بعد المائتين وفي تفصيل الحوادث التي جرت بين بابك والأفشين انظر البداية والنهاية لابن كثير الجدء العاشر الصفحة الثانية والثمانون والمائتين إلى الخامسة والثمانين بعد المائتين وانتهك الحاشية الاسم الخامس المحمرة قال المصنف سموا بذلك لانهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في ايام بابك ولبسوها الاسم السادس القرامطة قال المصنف وللمؤرخين في سبب تسميتهم بهذا قولان احدهما ان رجلا من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة فاظهر الزهد ودعا الى امام من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الوجه الاول فضلا اقلب الشريط ترجمة نانسي قنقر 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 حاشية خوزستان اسم لجميع بلاد الخوز واستان كالنسبة في كلام الفرس ليس بها جبال ولا رمال الا شيء يسير واما ارضها فاشبه شيء فاشبه شيء بارض العراق وهوائها وصحتها واما تربتها فان ما بعد عن دجلة الى ناحية الشمال ايبس واصح واما لسانهم فعامتهم يتكلمون بالفارسية والعربية غير ان لهم لسانا اخر خوزية معجم البلدان الجزء الثاني صفحة الرابعة بعد الاربعمائة والخامسة بعد الاربعمائة وانتهت الحاشية ونزل على رجل يقال له كارميتة لقب بهذا لحمرة عينيه وهو بالنبطية حاد العين فاخذه امير تلك الناحية فحبسه وترك مفتاح البيت تحت رأسه ونام فرقت له جارية فاخذت المفتاح ففتحت البيت واخرجته وردت المفتاح الى مكانه فلما طلب فلم يوجد زاد افتتان الناس به فخرج الى الشام فسمي كارميتة باسم الذي كان نازلا عليه ثم خفف فقيل كرمط ثم توارث مكانه اهله واولاده والثاني ان القوم قد لقبوا بهذا نسبة الى رجل يقال له حمدان كرمط كان احد دعاتهم في الابتداء حاشية اختلف في اسمه فقيل اسمه حمدان او الفرج ابن عثمان او الفرج ابن يحيا وقرمط لقبه واصله من خوزستان وعرف في سواب الكوفة ومات سنة 93 ومئتين وانتهت الحاشية نسبة الى رجل يقال له حمدان قرمط كان احد دعاتهم في الابتداء فاستجاب له جماعة فسموا قرامطة وقرمطية وكان هذا الرجل من اهل الكوفة وكان يميل الى الزهد فصادفه احد دعات الباطنية في فريق وهو متوجه الى قرية وبين يديه بقر يسوقها فقال حمدان لذلك الراعي وهو لا يعرفه اين مقصدك فذكر قرية حمدان فقال له اركب بقرة من هذه لان لا تتعب فقال اني لم امر بذلك فقال وكأنك لا تعمل الا بامر قال نعم قال وبامر من تعمل قال بامر مالكي ومالكك ومالك الدنيا والاخرة فقال ذلك اذا هو الله رب العالمين فقال صدقت قال له فما غرضك في هذه القرية التي تقصدها قال امرت ان ادعى اهلها من الجهل الى العلم ومن الضلالة الى الهدى ومن الشقاء الى السعادة وان استنقذهم من ورطات الذل والفقر واملكهم ما يستغنون به عن الكد فقال له حمدان انقذني انقذك الله وافض علي من العلم ما تحيني به فما اشد احتياجي الى مثل هذا فقال ما امرت ان اخرج السر المخزون الى كل احد الا بعد الثقة به والعهد اليه فقال اذكر عهدك فاني ملتزم به فقال له ان تجعل لي وللامام على نفسك عهد الله وميثاقه ان لا تخرج سر الامام الذي القيه اليك ولا نفس سري ايضا فالتزم حمدان عهده ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استغواه فاستجاب له ثم انتدب للدعاء وصار اصلا من اصول هذه البدعة فسمي اتباعه بالقرامطة والقرمطية ثم لم يزل بنوه واهله يتوارثون مكانه وكان اشدهم بأس رجل يقال له ابو سعيد ظهر في سنة ست وثمانين ومئتين وقوي امره وقتل ما لا يحصى من المسلمين وخرب المساجد واحرق المصاحف حاشيه الحسن بن بهرام الجنابي رأس القرامطة والذي يعول عليه في بلاد البحرين وما ولاها كان دقاقا من اهل جفاية بفارس ونفي منها فاقام في البحرين تاجرا وجعل يدعو العرب الى مذهبه فاستفحل امره فحاربه الخليفة فلم يفلح وقتله خادم له سنة احدى وثلاثمائة للهجرة قبل ان يصله خطاب الوزير علي بن عيسى وانتهت الحاشية وفتك بالحاج وسن لأهله واصخابه سننة واخبرهم بمحانات وكان اذا قاتل يقول قد وعدت النصر في هذه الساعة فلما مات بنوا على قبره قبة وجعلوا على رأسها طائرا من جص وقالوا اذا طار هذا الطائر خرج ابو سعيد من قبره وجعلوا عند القبر فرسا وخلعة ثياب وسلاحا وقد سول ابليس لهذه الجماعة انه من مات وعلى قبره فرس حشر راكبا وان لم يكن له فرس حشر ماشيا وكان اصحاب ابي سعيد يصلون عليه اذا ذكروه ولا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سمعوا من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اتأكل رزق ابي سعيد وتصلي على ابي القاسم وخلف بعده ابنه ابو طاهر ففعل مثل فعله وهجم على الكعبة فاخذ ما فيها من الذخائر وقلع الحجر الاسود فحمله الى بلده واوهم الناس انه الله عز وجل الاسم السابع الخرمية وخرم لفظ اعدمي ينبي عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يرتاح الانسان له ومقصود هذا الاسم تصليت الناس على اتباع اللذات اطلب الشهوات كيف كانت واعطي بساط التكليف وحط اعباء الشرع عن العباد وقد كان هذا الاسم لقبا للمزدكية وهم اهل الاباحة من المجوس الذين تابعوا في ايام قباذ واباحوا النساء المحرمات واحلوا كل محظور فسموا هؤلاء بهذا الاسم لمشابهتهم اياهم في نهاية هذا المذهب وان خالفوهم في مقدماته حاشية قال ابو عبيدة خرم هو الناعم وهي عربية وقال غيره معرب اصله معناه الفرح والخرم العيش الواسع ذكره ابن السكيت اصحاب مزدك الذي ظهر في عصر قباذ والد انو شروان وقد اجابه الابو اما الابن فقد قبض عليه وقتله وقول المزدكية كقول كثير من المانوية يرتكز على ان للعالم اصلين النور والظلمة الا ان مزدك يخالفهم في القول بان النور يفعل بالقصد والاختيار والظلمة تفعل على الخبط والعشواء انتهت الحاشية الاسم الثامن التعليمية لقبوا بذلك لان مبدأ مذهبهم ابطال الرأي وافساد تصرف العقول ودعاء الخلق الى التعليم من الامام المعصوم وانه لا يدرك العلوم الا بالتعليم فصل في ذكر السبب البائف لهم على الدخول في هذه البدعة قال المصنف اعلم ان القوم ارادوا الانسلال من الدين فشاوروا جماعة من المدوس والمزدكية والسنوية وملحدة الفلاسفة في استنباط تدبير يخصف عنهم ما نابهم من استيلاء اهل الدين عليهم حتى اخرسوهم عن النطق بما يعتقدونه من انكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد البعث وزعمهم ان الانبياء ممخرقون ومنمسون حاشية ممخرقون اي مكذبون ومموهون ومنمسون اي ملبسون على الناس الحق بالباطل انتهت الحاشية وزعمهم ان الانبياء ممخرقون ومنمسون ورأوا امر محمد صلى الله عليه وسلم قد استطار في الاقطار وانهم قد عجزوا عن مقاومته فقالوا سبيلنا ان ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم اذكاهم عقلا واخفهم رأيا واقبلهم للمحالات والتصديق بالاكاذيب وهم الروافض فنتحصل بالانتساب اليهم ونتدغدد اليهم بالحزن على ما جرى على اهل محمد من الظلم والذل ليمكننا شتم القدماء الذين نقلوا اليهم الشريعة فاذا هان اولئك عندهم لم يلتفتوا الى ما نقلوا فامكن استدراجهم الى الانخداع عن الدين فان بقي منهم معتصم بظواهر القرآن والاخبار اوهمناه ان تلك الظواهر لها اسرار وبواطن وان المنخدع بظواهرها احمق وانما الحطمة في اعتقاد بواطنها ثم نبث اليهم عقائدنا ونزعم انها المراد بظواهرها عندكم فاذا تكثرنا بهؤلاء سهل علينا استدراج باقي الفرق ثم قالوا وطريقنا ان نختار رجلا مما يساعد على المذهب ويزعم انه من اهل البيت وانه يجب على كل الخلق كافة متابعته ويتعين عليهم طاعته لكونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعصوم من الخطأ والزلل من جهة الله عز وجل ثم لا تظهر هذه الدعوة على القرب من جوار هذا الخليفة الذي وسمناه بالعصمة فان قرب الدار يهتك الاسطار حاشية وسمناه اي ميزناه ووصفناه انتهت الحاشية واذا بعدت الشقة وطالت المسافة فمتى يقدر المستجيب للدعوة ان يفتش عن حال الامام او يطلع على حقيقة امره وقصدهم بهذا كله الملك والاستيلاء على اموال الناس والانتقال منهم لما عملوهم به من سفك دمائهم ونهب اموالهم قديمة فهذا غاية مقصودهم ومبدأ امرهم فصل قال المصنف وللقوم حيل في استبلال الناس فهم يميزون من يجوز ان يطمع في استدراجه ممن لا يطمع فيه فاذا طمعوا في شخص نظروا في طبعه فان كان مائلا الى الزهد دعوه الى الامانة والصدق وترك الشهوات وان كان مائلا الى الخلاعة قرروا في نفسه ان العبادة بله وان الورع حماقة وانما الفطمة في اتباع للذات في هذه الدنيا الفانية ويثبتون عند كل ذي مذهب ما يليق بمذهبه ثم يشككونه فيما يعتقده فيستجيب لهم اما رجل ابله او رجل من ابناء الاكاسرة واولاد المجوس ممن قد انقطعت دولة اسلافه بدولة الاسلام او رجل ينيل الى الاستيلاء ولا يساعده الزمان فيعيدونه بنيل اماله حاشية البنى ضعف العقل والعجز في الرأي انتهت الحاشية او شخص يحب الترفوع عن مقامات العوام ويروم بزعمه للطلاع على الحقائق او رافضي يتدين بسب الصحابة رضي الله عنهم او ملحد من الفلاسفة والثنوية والمتحيرين في الدين او من قل او من قد غلبت عليه حب اللذات واثقل عليه التكليف حاشية يقول البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق عند حديثه على حيال الباطنية في اجتذاب الناس الى دعوتهم ثم ان الباطنية لهم في استياد الاغنام بين معقفتين الذي لم يفصح لعجمة في منطقه في استياد الاغتام ودعوتهم الى بدعتهم حيل على مراتب سموها التفرس والتأنيس والتشكيك والتعليق والربط والتدليس والتأسيس والموافق بالايمان والعهود واخرها الخلع والسلخ ثم يأخذ بعد ذلك في تفصيل وتفسير كل مرتبة من هذه المراتب الفرق بين الفرق الصفحة الثامنة والخمسون والمئتان الى الصفحة السبعين بعد المئتين وانتهت الحاشية فصل في ذكر نبذة من مذاهبهم قال ابو حامد الطوسي الباطنية قوم يدعون الاسلام ويميلون الى الرفض وحاصل مذهبهم في الالوهية انكارها واقرار اسمها وعقائدهم واعمالهم تباين الاسلام فمن مذهبهم القول بالهين قديمين لا اول لوجودهما من حيث الزمان الا ان احدهما علة لوجود الثاني قالوا والسابق لا يصف بوجود ولا عدم ولا هو موجود ولا هو معدون ولا هو معلوم ولا هو مجهول ولا هو موصوف ولا هو غير موصوف وحدث عن السابق الثاني وهو اول مبدع ثم حديث النفس الكلية وعندهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بواسطة الثاني قوة قدسية صافية وزعموا ان جبريل عليه السلام عبارة عن العقل الفائض عليه لا انه شخص واتفقوا على انه لا بد لكل عصر من امام معصوم قائم بالحق يرجع اليه في تأويل الظواهر مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم في العصمة وانكروا المعاد وقالوا معنى المعاد عود الشيء الى اصله وتعود النفس الى اصلها واما التكليف فالمنقول عنهم الاباحة المطلقة واستباحة المحظورات وقد ينكرون هذا اذا حكي عنهم وانما يقرون بانه لا بد للانسان من التكليف فاذا اطلع على بواطن الظواهر ارتفعت التكاليف ولما عجزوا عن صرف الناس عن القرآن والسنة صرفوهم عن المراد بهما الى مخاريق زخرفوها اذ لو صرحوا بالنفي المحط لقتلوا فقالوا معنى الجنابة مبادرة المستجيد بافشاء السر ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك ومعنى الزنا القاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد والصيام الانساك عن كشف السر والكعبة هي النبي والباب علي والطوفان طوفان العلم اغرق به المتمسكون بالشبهة والظواهر والسفينة الحرز الذي يحصن به من استجاب لدعوته ونار ابراهيم عبارة عن غضب نمرود لا عن نار حقيقة وذبح اسحاق حاشية الصحيح ان الذبيح اسماعيل وقد بينت الدليل على ذلك في مواقع من حديث التوراة في كتاب يوسف عليه السلام بين مكر الاخوة وكيد النسوة هامش الصفحة الثانية والعشرين اصدار مكتبة القرآن انتهت الحاشية وذبح اسحاق معناه اخذ العهد عليه وعصى موسى حجته ويأجوج ومأجوجهم اهل الظاهر وذكر غيره انهم يقولون ان الله عز وجل لما اوجد الارواح ظهر لهم فيما بينهم كهم فلم يشكوا انه واحد منهم فاعرفوه فاول من عرفه سلمان الفارسي والمقداد وابو ذر واول المنكرين الذي يسمى ابليس عمر بن الخطاب في خرافات ينبغي ان يصان الوقت العزيز عن التضيع بذكرها ومثل هؤلاء لم يتمسكوا بشبهة فتكون معهم مناظرة وانما اخترعوا بواقعاتهم ما ارادوا فان اتفقت مناظرة لاحدهم فليقل له اعرفتم هذه الاشياء التي تذكرونها عن ضرورة او عن نظر او عن نقل عن الامام المعصوم فان قلتم ضرورة فكيف خالفكم ذو العقول السليمة ولو ساغ للانسان ان يهدى بدعوة ضرورة في كل ما يهواه جاز لخصمه دعوة ضرورة في نقض ما الدعاه وان قلتم بالنظر فالنظر عندكم باطل لانه تصرف بالعقل وقضايا العقول عندكم لا يثق بها وان قلتم عن امام المعصوم قلنا فما الذي دعاكم الى قبول قوله بلا معجزة وترك قول محمد صلى الله عليه وسلم مع المعجزات ثم ما يؤمنكم ان يكون ما سمع من الامام المعصوم له باطن غير ظاهر ثم يقال لهم هذه البواطن والتأويلات يجب اخفاؤها ام اظهارها فان قالوا يجب اظهارها قلنا فلما كتمها محمد صلى الله عليه وسلم وان قالوا يجب اخفاؤها قلنا ما وجب على الرسول اخفاؤه كيف حل لكم افشاؤه حاشية للمزيد من الاطلاع على مذاهب الباطنية انظر الفرق بين الفرق للبغدادي في صفحة التأسعة والاربعين بعد المائتين الى الثامنة والخمسين بعد المائتين وانتهت الحاشية قال ابن عقيل هلك الاسلام بين طائفتين بين الباطنية والظاهرية فاما اهل البواطن فانهم عطلوا ظواهر الشرع بما ادعوه من تفاسيرهم التي لا برهان لهم عليها حتى لم يبقى في الشرع شيء الا وقد وضعوا وراءه معنى حتى اسقطوا ايجاب الواجب والنهي عن المنهي واما اهل الظاهر فانهم اخذوا بكل ما ظهر مما لابد من تأويله فحملوا الاسماء والصفات على ما عقلوه والحق بين المنزلتين وهو ان تأخذ بالظاهر ما لم يصرفنا عنه دليل ونرفض كل باطن لا يشهد به دليل من ادلة الشرع قال المصنف ولو لقيت مقدم هذه الطائفة المعروفة بالباطنية لم اكن سالكا معه طريق العلم بل التوبيخ والازدراء على عقله وعقول اتباعه بان اقول ان للامال طرقا تسلك ووجوها توصل ووضع الامل في جهة اليأس حنق ومعلوم ان هذه الملل التي قد طبقت الارض اقربها واقواها شريعة الاسلام التي تتظاهرون بها وتطمعون في افسادها قد تمكن التمكن يكون الطمع في تمحيقها فضلا عن ازالتها حنق فلها مجمع كل سنة بعرفة ومجمع كل اسبوع في الجوامع ومجمع كل يوم في المساجد فمتى تحدثكم نفوسكم بتكدير هذا البحر الزاخر وتمحيق هذا الامر الظاهر في الافاق يؤذن كل يوم على ما بين الوف المنابر باشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وغاية ما انتم عليه حديث في خلوة او متقدم في قلعة ان نبس بكلمة يرمى رأسه ويقتل قتل الكلاب حاشية نبسا تحركت شفتاه بشيء انتهت الحاشية فمتى يحدث العاقل منكم نفسه بظهور ما انتم عليه على هذا الامر الكلي الذي طبق البلاد فما اعرف احمق منكم الى ان يجيء الى باب المناظرة بالبراهين العقلية فصل قال المصنف والتهبت جمرة الباطنية المتأخرين في سنة 94 و400 فقتل السلطان جلال الدولة بارقيارق خلقا منهم حاشية السلطان بارقيارق ابن ملك شاه ركن الدولة السلجقي لقب بجلال الدولة جرت له خطوب طويلة وحروب هائلة خطب له ببغداد ست مرات ثم تنقطع الخطبة له ثم تعاد مات وله من العمر 24 سنة وشهورا مات سنة 98 و400 ثم قام من بعده ولده ملك شاه فلم يتم له الامر بسبب عمه محمد البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة الرابعة والستون والمئة والخامسة والستون والمئة وانتهت الحاشية فقتل السلطان جلال الدولة بارقيارق خلقا منهم لما تحقق مذهبهم فبلغت عدة القتلى ثلاثمئة ونيفة وتتبعت اموالهم فوجد لأحدهم سبعون بيتا من اللآلئ المحفور وكتب بذلك كتاب الى الخليفة فتقدم بالقبض على قوم يظن فيهم ذلك المذهب ولم يتجسر احد ان يشفع في احد لان لا يظن ميله الى ذلك المذهب وزاد تتبع العوام لكل من اراده وصار كل من في نفسه شيء من انسان يرميه بهذا المذهب فيقصيه وينتهب ماله واول ما عرف من احوال الباطنية في ايام الملك شاه جلال الدولة انهم مجتمعوا فصلوا صلاة الايد في ساوة حاشية ساوة مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط وبقربها مدينة يقال لها اوة فساوة سنية شافئية واوة اهلها شيعة امامية ولا يزال يقع بينهم عصبية والنسبة اليها ساوي وساوجي معجم البلدان الجزء الثالث الصفحة التاسعة والسبعون والمئة والثمانون والمئة وانتهت الحاشية ففطن بهم الشحنة فاخذهم وحبسهم ثم اطلقهم حاشية الشحنة الجماعة يقيمها السلطان في بلد ما لضبطه والجمع شحن انتهت الحاشية ثم اغتالوا مؤذنا من اهل ساوة فاجتهدوا ان يدخل معهم فلم يفعل فخافوه ان ينم عليهم فاغتالوه فقتلوه حاشية نم الحديث ظهر ونم الحديث سعى به ليوقع فتنة بين الناس انتهت الحاشية فاغتالوه فقتلوه فبلغ الخبر الى نظام الملك فتقدم يأخذ من يتهم فيقتله فقتل المتهم وكان نجارا وكانت اول فتكة لهم بنظام الملك وكانوا يقولون قتلتم منا نجارا فقتلنا به نظام الملك واستسحل امرهم باصبهان فلما مات الملك شاه وآل الامر الى انهم كانوا يسرقون الانسان ويقتلونه ويرقونه في البئر وكان الانسان اذا دنى وقت العصر ولم يعد الى منزله ايسوا منه وفتش الناس المواضع فوجدوا امرأة في دار لا تبرح فوق حصير فازالوها فوجدوا تحت الحصير اربعين قتيلة فقتلوا المرأة واحرقوا الدار والمحلة وكان يجلس رجل ضرير على باب الزقاق الذي فيه هذه الدار فاذا مر انسان ساله ان يقوده خطوات الى الزقاق فاذا حصل هناك جاذبه من في الدار واستولوا عليه فجد المسلمون في طلبهم باصبهان وقتلوا منهم خلقا كثيرا واول قلعة تملكها الباطنية قلعة في ناحية يقال لها الروزبار من نواحي الديلم وكانت هذه القلعة لقماح صاحب ملك شاه وكان متحفظها متهما بمذهب القوم فاخذ الفا ومائتي دينار وسلم اليهم القلعة في سنة ثلاث وثمانين في ايام ملك شاه وكان مقدمها الحسن ابن الصباح واصله من مر وكان كاتبا للرئيس عبد الرازق ابن بهران اذ كان صبيا ثم صار الى مصر فتلقى من دعاتهم المذاهب وعاد داعية القوم ورأسا فيهم وحصلت له هذه القلعة وكانت سيرته في دعاته ان لا يدعو الا غبية لا يفرق بين يمينه وشماله مثلا ومن لا يعرف امور الدنيا ويطعمه الجوز والعسل والشونيز حاشية الشونيز الحبة السوداء انتهت الحاشية حتى ينبصف دماغه ثم يذكر له حينئذ ما تم على اهل بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعليهم من الظلم والعدوان حتى يستقر ذلك في نفسه ثم يقول اذا كانت الازارقة والخوارج سمحوا بنفوسهم في قتال بني امية فما سبب بخلك بنفسك في نصرة امامك فاتركه بهذه المقالة طعمة للسيف وكان ملك شاه قد ارسل الى هذا ابن الصباح يدعوه الى الطاعة ويتهدده ان خالفه ويأمره بالكف عن بث اصحابه لقتل العلماء والامراء فقال في جواب الرسالة والرسول حاضر الجواب ما تراه ثم قال لجماعة وقوف بين اديه اريد ان انفذكم الى مولاكم في حاجة فمن ينهض لها فاشرأب كل منهم لذلك فظن رسول السلطان انها رسالة يحملها اياهم فاومى الى شاب منهم فقال له اقتل نفسك حاشية اشرأب اليه وله مد عنقه او ارتفع لينظر انتهت الحاشية فجاذب سكين وضرب به غلصمته فخر ميت حاشية الغلصمة في الطب صفيحة غضروفية عند اصل اللسان سرجية الشكل مغطاة بغشاء مخاطي وتنحدر الى الخلف لطاقية فتحة الحنجرة لاقفالها في اثناء البلع والجمع غلاص انتهت الحاشية وقال لاخر ارم نفسك من القلعة فالقى نفسه فتمزق ثم التفت الى رسول السلطان فقال اخبره ان عندي من هؤلاء اشدين الف هذا حد طاعتهم لي وهذا هو الجواب انتهى الشريط الثامن وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب فعاد الرسول الى السلطان ملك شاه فاخبره بمعرأة فعجب من ذلك وترك كلامهم وصارت بأيديهم قلاع كثيرة ثم قتلوا جماعة من الامراء والوزراء قال المصنف وقد ذكرنا من صفة القوم في التاريخ احوالا عجيبة فلم نرى التطويل بها هنا حاشية لمزيد من التفصيل عن هذه الحوادث انظر البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الثاني عشر في الصفحة الثانية والاربعين والمئة والثالثة والاربعين والمئة والتاسعة والخمسين والمئة والستين والمئة وانظر كتاب حركة الحشاشين للاستاذ الخشت انتهت الحاشية فصل وكم من زنديق في قلبه حقد على الاسلام خرج فبالغ واجتهد فزخرف دعاوى يلقى بها من يصحبه وكان غور مقصده في الاعتقاد الانسلال من ربقة الدين وفي العمل نيل الملذات واستباحة المحضورات فمنهم بابك الخرمي حصل له مقصوده من اللذات ولكن بعد ان قتل الناس وبالغ في الاذا ثم القرامطة وصاحب الزنج الذي خرج فاستغوى المماليك السودان ووعدهم الملك فنهب وفتك وقتل وبالغ وكانت عواقبهم في الدنيا اقبح العواقب فما وفى ما نالوا بما نيل منهم ومنهم من لم يبرح على تعثيره ففاتته الدنيا والاخرة مثل ابن الراوندي والمعري وعن ابي القاسم علي ابن المحسن التنوخي عن ابيه قال كان ابن الراوندي ملازم الرافضة واهل الالحاد فاذا عوتب قال انما اريد ان اعرف مذاهبهم ثم كاشف وناظر قال المصنف من تأمل حال ابن الراوندي وجده من كبار الملحدة صنف كتابا سماه الدامغ زعم انه يدمغ به هذه الشريعة فسبحان من دمغه فاخذه وهو في شرخ الشباب وكان يعترض على القرآن ويدعي عليه التناقض وعدم الفصاحة وهو يعلم ان فصحاء العرب تحيرت عند سماعه فكيف بالالكن حاشية الالكن العيي ثقيل اللسان انتهت الحاشية واما ابن العلا المعري فاشعاره ظاهرة الالحاد حاشية لا يجب على القرآن يسلم بكلام المؤلف كله فما يطرحه انما يمثل وجهة نظره هو فقط اما وجهة النظر الاخرى فانني احيل القرآن الى كتابين الاول اباطيل واسمار للاستاذ محمود محمد شاكر والثاني قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن للشيخ مديم الجيسر في الصفحة السابقة الحادية عشرة والمئة الى السابعة عشرة بعد المئة انتهت الحاشية واما ابو العلا المعري فاشعاره ظاهرة الالحاد وكان يبالغ في عداوة الانبياء ولم يزل متخبطا في تعثيره خائفا من القتل الى ان مات بخسرانه وما خلى زمان من خلف للفريقين الا ان جمرة المنبسطين قد خبت بحمد الله فليس الا باطني مستتر ومتفلسف متكاتم هو اعثر الناس واخساؤهم قدرى وارداؤهم عيشا وقد شرحنا احوال جماعة من الفريقين في التاريخ فلم نرى التطويل بذلك والله الموفق الباب السادس في ذكر تلبيس ابليس على العلماء في فنون العلم قال المصنف اعلم ان ابليس يدخل على الناس في التلبيس من طرق منها ظاهر الامر ولكن يغلب الانسان في ايثار هواه فيغمض على علم يذلله ومنها غامض وهو الذي يخفى على كثير من العلماء ونحن نشير الى فنون من تلبيسه يستدل بمذكورها على مغفلها اذ حصر الطرق يطول والله العاصم ذكر تلبيسه على القراء فمن ذلك ان احدهم يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصيلها فيفني اكثر عمره في جمعها وتصنيفها والاقراء بها ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات حاشية قال العلامة تاج الدين السبكي والصحيح ان الشاذة ما وراء العشر ولا تجز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءات الشاذة لانها ليست قرآن لان القرآن لا يفبط الا بالتواتر واما الشاذ فليست متواترة والعشر في القراءات لنافع وقد روى عنه قالون وورش وابن كثير وروا عنه البزي وقمبل ثم ابو عمر ثم ابن عامر ثم عاصم واخذ عنه شعبة وحفص ثم حمزة واخذ عنه خلف وخلاد ثم الكسائي وهم السبعة ثم ابو جعفر وتاسعهم يعقوب والعشر البزار رحمهم الله انظر شرح طيبة النشر في القراءات في القراءات العشر مجمع البحوث الاسلامية انتهت الحاشية فيفني اكثر عمره في جمعها وتصنيفها والاقراء بها حاشية الاقراء القراءة بالاربع الشواذ وفي نسخة اخرى وربما حمله حب التصدر حتى اجترع بعين الجهل على ان يجيب في فتوى بما يقع له وان لم يجلس في مذهبه انتهت الحاشية ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات فربما رأيت امام مسجد يتصدى للاقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة وربما حمله حب التصدر حتى لا يرى بعين الجهل على ان يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم ولو تفكروا لعلموا ان المراد حفظ القرآن وتقويم الفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثم الاقبال على ما يصلح النفس ويطهر اخلاقها ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع ومن الغبن الفاحش تضيع الزمان فيما غيره اهم قال الحسن البصري انزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا يعني انهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به ومن ذلك ان احدهم يقرأ في محرابه بالشاذ ويترك المتواتر المشهور والصحيح عند العلماء ان الصلاة لا تصح بهذا الشاذ وانما مقصد هذا اظهار الغبيب لاستجلاب مدح الناس واقبالهم عليه وعنده انه متشاغل بالقرآن ومنهم من يجمع القراءات فيقول ملك مالك ملاك وهذا لا يجوز لانه اخراج للقرآن عن نظمه حاشية مالك مالك في قوله تعالى مالك يوم الدين قراءتان متواترتان من القراءات السبع قراء عاصم والكثائي مالك يوم الدين بألف وقراء الباقون مالك يوم الدين بغير ألف انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد في صفحة الرابعة بعد المئة اما ملاك فلم اجدها لا في القراءات السبع ولا العشر ويبدو انها من القراءات الشاذ وانتهت الحاشية وهذا لا يجوز لانه اخراج للقرآن عن نظمه ومنهم من يجمع السجدات والتهليلات والتكديرات وذلك مكروه وقد صاروا يلقدون الميران الكثيرة للختمة فيجمعون بين تضييع المال والتشبه بالمجوس والتسبب الى اجتماع النساء والرجال بالليل للفساد ويريهم ابليس ان في هذا اعزازا للإسلام وهذا تلبيس عظيم لان اعزاز الشرع باستعمال المشروع ومن ذلك ان منهم من يتسامحوا بالدعاء القراءة على من لم يقرأ عليه وربما كانت له اجازة منه فقال اخبرنا تدليسا وهو يرى ان الامر في ذلك قريب لكونه يروي القراءات ويراها فعل خير وينسى ان هذا كذب يلزمه اثم الكذبين ومن ذلك ان المقرئ المجيد يأخذ على اثنين وثلاثة ويتحدث مع من يدخل عليه والقلب لا يطيق جمع هذه الاشياء ثم يكتب خطه لانه قد قرأ على فلان بقراءة فلان وقد كان بعض المحققين يقول ينبغي ان يجتمع اثنان او ثلاثة ويأخذ على واحد ومن ذلك ان اقواما من القراءة يتبارون بكثرة القراءة وقد رأيت من مشايخهم من يجمع الناس ويقيم شخصا شخصا ويقرأ في النهار الطويل ثلاثة ختمات حاسية لا العقل ولا النقل يبيحان قراءة القرآن ثلاثة مرات في نهار واحد فالعقل يقول اننا لو اجعلنا عملية حسابية بسيطة لساعات النهار لا استحال ذلك اما النقل فهو ما ثبت ان اقل مدة لقراءة القرآن هي ثلاثة ايام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث انتهت الحاشية فان قصر عيب وان اتم مدح وتجتمع العوام لذلك ويحسنونه كما يفعلون في حق السعاة ويريهم ابليس ان في كثرة التلاوة ثوابا وهذا من تلبيثه لان القراءة ينبغي ان تكون لله تعالى لا للتحسين بها وينبغي ان تكون على تمهل قال عز وجل لتقرأه على الناس على مكس الاسراء السادسة والمئة وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيل المزمل الرابعة ومن ذلك ان جماعة من القراء احدثوا قراءة الالحان وقد كانت الى حد قريب وعلى ذلك فقد كرهها احمد بن حنبل وغيره ولم يكرهها الشافعي عن الربيع بن سليمان قال قال الشافعي اما استماع الحداء ونشيد الاعراب فلا بأس به ولا بأس بقراءة الالحان وتحسين الصوت حاشية الحداء الغناء للابل والحادي الذي يسوق الابل للغناء انتهت الحاشية قال المصنف انما اشار الشافعي الى ما كان في زمانه وكانوا يلحنون يسير فاما اليوم فقد سيروا ذلك على قانون الاغاني وكلما قرب ذلك من مشابهة الغناء زادت كراهته فان اخراج القرآن عن حد وضعه حرم لذلك ومن ذلك ان قوما من القراء يتسامحون بشيء من الخطايا كالغيبة للنظراء وربما اتوا اكبر من ذلك الذنب واعتقدوا ان حفظ القرآن يدرأ عنهم العذاب واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لو جعل القرآن في اهاب محترق حاشية حسن الهيشمي في مجمع الزوائد حيث ذكره باكثر من رواية الجزء السابع الصفحة الحادية والستون والمئة والتبريزي في المشكاة برقم اربعين ومئة بعد الالفين وصحيح الجامع للالباني برقم ستة وستين ومئتين بعد خمسة الالاف والاهاب الجلد انتهت الحاشية وذلك من تلبيس ابليس عليهم لان عذاب من يعلم اكثر من عذاب من لا يعلم اذ زيادة العلم تقوّل حدة وكون القارئ لم يحترم ما يحفظ زنب اخر قال الله عز وجل افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى الرعد التاسعة عشرة وقال في ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الاحزاب الثلاثون وعن معروف الكرخي قال قال بكر ابن خنيس حاشية ابو محفوظ ابن فيروز الكرخي من اعلام المتصوفين والزهاد ببغداد تبرك به الناس لاجتهاره بالصلاح حتى الامام احمد كان يختلف اليه توفي سنة مائتين للهجرة انظر طبقات الصوفية بين الصفحة الثالثة والثمانين الى التسعين اما بكر ابن خنيس وهو كوفي عابد سكن بغداد صدوق له اغلاط افرط فيه ابن حبان من السابعة التقريب الجزء الاول صفحة الخامسة والمئة وانتهت الحاشية قال بكر ابن خنيس ان في جهنم لواديا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات وان في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم سبع مرات وان في الجب لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات يبدأ بفسقة حمالة القرآن فيقولون اي ربي يبدأ بنا قبل عبادة الاوثان فقيل لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم قال المصنف فلنقتصر على هذا الانموذج فيما يتعلق بالقراء ذكر تلبيس ابليس على اصحاب الحديث من ذلك ان قوما استغرقوا اعمارهم في سماع الحديث والرحلة فيه وجمع الطرق الكثيرة وطلب الاسانيد العالية والمتون الغريبة وهؤلاء على قسمين حاشية الاثناد العالي هو ما قل رجاله بمقارنته بسند اخر مفاتيح علوم الحديث للاستاذ الخشد في الصفحة السابعة عشر بعد المئة انتهت الحاشية وهؤلاء على قسمين قسم قصدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه وهم مشكورون على هذا القصد الا ان ابليس يلبس عليهم بان يشغلهم بهذا عما هو فرض عين من معرفة ما يجب عليهم والاجتهاد في اداء اللازم والتفقه في الحديث فان قال قائل فقد فعل هذا خلق كثير من السلف كيحيى بن معين وابن المديني والبخاري ومسلم فالجواب ان اولئك جمعوا بين معرفة المهم من امور الدين والفقه فيه وبين ما طلبوا من الحديث واعانهم على ذلك قصر الاسناد وقلة الحديث فاتسع زمانهم للامرين فاما في هذا الزمان فان الطرق الحديث طالت والتصانيف فيه التسعت وما في هذا الكتاب من تلك الكتب وانما الطرق تختلف فقل ان يمكن احدا ان يجمع بين الامرين فترى المحدث يكتب ويسمع خمسين سمه ويجمع الكتب ولا يدري ما فيها ولو وقعت له حادثة في صلاته لفتقر الى بعض احداث المتفقهة الذين يترددون اليه لسمع الحديث منه وبهؤلاء تمكن الطائنون على المحدثين فقالوا زوامل اسفار لا يدرون ما معهم حاشية زوامل اسفار زوامل جمع زامل وزاملة وهو ما يحمل عليه من الابل وغيرها وتسند الى العقلاء فيقال هو زاملة من زوامل القلم والدواه على التشبيه في التحمل او عدم الدراية انتهت الحاشية فان افلح احدهم ونظر في حديثه فربما عمل بحديث منسوخ وربما فهم من الحديث ما يفهم العامي الجاهل وعمل بذلك وليس بالمراد من الحديث كما روينا ان بعض المحدثين روى عن رسول الله عليه وسلم انه نهى ان يسقي الرجل ماءه زرع غيره حاشية حسن ابو داود في النكاح باب في وطء السبايا برقم ثمانية وخمسين ومئة بعد الالفين والترمذي في النكاح باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل برقم واحد وثلاثين ومئة بعد الالف واحمد في المسند في الجزء الرابع صفحة الثامنة بعد المئة والتاسعة بعد المئة وصحيح الجامع برقم سبعة وخمسمائة بعد ستة الالاف وبرقم اربعة وخمسين وستمائة بعد سبعة الالاف وانتهت الحاشية فقال جماعة ممن حضر قد كنا اذا فضل عنا ماء في بساتيننا صرحناه الى جيراننا ونحن نستغفر الله فما فهم القارئ ولا السامع ولا شعر ان المراد وطء الحبال من السبايا قال الخطاب وكان بعض مشايخنا يروي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة باسكان اللام حاشية حسن ابو داود في الصلاة باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة برقم تسعة وسبعين والف والترمذي في الصلاة باب كراهية البيع والشراء برقم اثنين وعشرين وثلاثمائة والنسائي في المساجد باب النهي عن البيع برقم اثنين عشرة وسبعمائة واربعة آلاف واحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة التاسعة والسبعين والمائة وانتهت الحاشية قال واخبرني انه بقي اربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة قال فقلت له انما هو الحلق جمع حلقة وانما كلها الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وامر ان يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة فقال قد فرجت علي وكان من الصالحين حاشية انظر اصلاح غلط المحدثين للخطبي باب حكم النهي عن الحلق يوم الجمعة برقم ثمانية عشرة طبعة مكتبة القرآن بتحقيق الاستاذ مجد السيد ابراهيم وانتهت الحاشية وقد كان ابن صاعد كبير القدر في المحدثين لكنه لما قلت مخالطته للفقهاء كان لا يفهم جواب فتوى حتى انه نقل عن ابي بكر الاذهري الفقيه قال كنت عند يحيى ابن محمد ابن صاعد فجاءته امرأة فقالت حاشية ابو محمد مولى ابي جعفر المنصور رحل في طلب الحديث وكتب وسمع وحفظ وكان من كبار الحفاظ وشيوخ الرواية وكتب عنه جماعة من الاكابر وله تصانيف تدل على حفظه وفقهه وفهمه توفي بالكوفة سنة ثمانية عشرة وثلاثمائة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة السادسة والستون بعد المئة وانتهت الحاشية فجاءت امرأة فقالت ايها الشيخ ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت فهل الماء طاهر او نجس فقال يحيا ويحكي كيف سقطت الدجاجة في البئر قالت لم تكن البئر مغطاه فقال يحيا الا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء قال الابهري فقلت يا هذه ان كان الماء تغير فهو نجس وإلا فهو طاهر قال المصنف وكان ابن شاهين قد صنف في الحديث مصنفات كثيرة اقلها جزء واكثرها التفسير حاشية الشيخ الصدوق الحافظ العلم المحدث المؤرخ الواعظ المفسر شيخ العراق ومحدثها ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان البغدادي المعروف بابن شاهين ولد سنة 97 ومئتين رحل في طلب العلم بعد الثلاثين على عادة العلماء له تصانيف كثيرة منها تاريخ اسماء الفقات ناسخ الحديث ومنسوخه الاحاديث الافراد الى اخره توفي سنة 85 و300 سير اعلام النبلاء الجزء السادس عشر صفحة الرابعة والثلاثون والاربعمائة وانتهت الحاشية قال المصنف وكان ابن شاهين قد صنف في الحديث مصنفات كثيرة اقلها جزء واكثرها التفسير وهو الف جزء وما كان يعرف من الفقه شيئا وقد كان فيهم من يقدم على الفتوى بالخطأ لألا يرى بعين الجهل فكان فيهم من يثير بما يفتي به ضحكه ولقد سئل بعضهم عن مسألة من الفرائض فكتب في الفتوى تقسم على فرائض الله سبحانه وتعالى وعن ابراهيم الحرب قال بلغني ان امرأة جاءت الى علي بن داود وهو يحدث وبين يديه مقدار الف نفس فقالت له حلفت بصدقة ازاري فقال لها بكم اشتريته قالت باثنين وعشرين درهما قالت هذي فصوم اثنين وعشرين يوما فلما مرت جعل يقول اه اه غلط ما والله امرناها بكفارة الظهار حاشية كفارة الظهار هي عدق راقبة فمن لم يجد فليطعم ستين مسكينة فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين والظهار قول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي انتهت الحاشية قال المصنف قلت فانظر الى هاتين الفضيحتين فضيحة الجهل وفضيحة الاقدام على الفتوى بمثل هذا التخليط وعلم ان هؤلاء المحدفين حملوا ظاهر ما تعلق من صفات الباري سبحانة على مقتضى الحس فشبهوا لانهم لم يخالطوا الفقهاء فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضى الحكم وقد رأينا في زماننا من يجمع الكتب منهم ويكثر السماع ولا يفهم ما حصل ومنهم من لا يحفظ القرآن ولا يعرف عركان الصلاة فتشاغل هؤلاء على زعمهم بفروض الكفاية عن فروض الاعيان وإيثار ما ليس بمهم على المهم وهذا من تلبيس ابليس القسم الثاني قوم اكثر سماع الحديث ولم يكن مقصودهم صحيحة ولا ارادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع الطرق وانما كان مرادهم العوالي والغرائب فطعف للبلدان ليقول احدهم لقيت فلان ولي من الاسانيد ما ليس لغيري وعندي احاديث ليست عند غيري وقد كان دخل الينا الى بغداد بعض طلبات الحديث وكان يأخذ الشيخ فيقعده في الرقة وهي اسم بستان على شائط دجلة حاشية الرقة مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة ايام معدودة في بلاد الجزيرة لانها من جانب الفرات الشرقي والرقة ايضا البستان المقابل للتاج من دار الخلافة ببغداد وهي بالجانب الغربي معدب البلدان الجزء الثالث الصفحة التاسعة والخمسون والصفحة الستون انتهت الحاشية فيقرأ عليه ويقول في مجموعاته حدثني فلان وفلان بالرقة ويوهم الناس انها البلدة التي بناحية الشام ليظنوا انه قد تعب في الاسفار لطلب الحديث وكان يقعد الشيخ بين نهر ايسى والفرات ويقول حاشية نهر ايسى ابن علي ابن عبدالله ابن عباس وهي كورة وقرى كثيرة وعمل واسى في غربي بغداد يعرف بهذا لث وهو ينبع من الفرات ويصب في دجلة عند قصر ايسى ابن علي وهو نهر على متنزهات وبساتين كثيرة معجم البلدان الجزء الخامس الصفحة الحديث والعشرون والثلاثمائة والثانية والعشرون والثلاثمائة انتهت الحاشية ويقول حدثني فلان من وراء النهر يوهم انه قد عبر خراسان في طلب الحديث وكان يقول حدثني فلان في رحلتي الثانية والثالشة ليعلم الناس قد رتع به في طلب الحديث فما بورك له ومات في زمان الطلب قال المصنف وهذا كله من الاخلاص بمعزل وانما مقصودهم الرياسة والمباهاه ولذلك يتبعون شاذ الحديث وغريبة وربما ظفر احدهم بجزء فيه سماع اخيه المسلم فاخثاه ليتفرد هو بالرواية وقد يموت هو ولا يرويه فيفوت الشخصين وربما رحل احدهم الى شيخ اول اسمه قاث او كاث ليكتب ذلك في مشيخته فحسب ومن تلبيس ابليس على اصحاب الحديث قادحوا بعضهم في بعض طلبا للتشفي ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الامة للذب عن الشرع والله اعلم بالمقاصد ودليل مقصد خبف هؤلاء سكوتهم عمن اخذوا عنه وما كان القدماء هكذا فقد كان علي بن المديني يحدث عن ابيه وكان ضعيفا ثم يقول وفي حديث الشيخ ما فيه وعيوسف بن الحسين قال سألت حارثا المحاسبي عن الغيبة فقال حاشية هو ابو عبد الله بن الحارث بن اسد بن عبد الله ولد في الثلث الاخير من القرن الثاني الهجري في بيت واسئ الثراء فسهل له ذلك طلب العلم اتصف بالورع له تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم توفي ببغداد سنة 43 ومئتين من تصانيفه الكثيرة المكاسب الوهم الرعاية لحقوق الله المسائل في اعمال القلوب والجوارح الى اخره انتهت الحاشية قال سألت حارثا المحاسبي عن الغيبة فقال احذرها فانها شر مكتسب وما ظنك بشيء يسلبك حسناتك فيرضى به خصماءك ومن تبغضه في الدنيا كيف ترضي به خصمك يوم القيامة يأخذ من حسناتك او تأخذ من سيئاته اذ ليس هناك درهم ولا دينار فاحذرها وتعرف منبعها فان منبع غيبة الهمج والجهال من اشفاء الغيض والحمية والحسد وسوء الظلم وتلك مكشوفة غير خفية واما غيبة العلماء فمنبعها من خدعة النفس على اداء النصيحة وتأويل ما لا يصح من الخبر ولو صح ما كان عونا على الغيبة وهو قوله اترعون على ذكره اذكروه بما فيه ليحذره الناس حاشية ضعيف السيطي في الجامعة الصغير في الجزء الاول الصفحة الثامنة ضعيف الجامعة برقم اربعة ومئة وقد روي عن طريق ابي هريرة وهو ضعيف جدا السيطي في الجامعة الصغير وضعيف الجامعة وقوله اترعون اي تفزعون انتهت الحاشية ولو كان الخبر محفوظا صحيحا لم يكن فيه اداء شناعة على اخيك المسلم من غير ان تسأل عنه وانما اذا جاءك مسترشد فقال اريد ان ازوج كلمتي من فلان فعرفت منه بدعة او انه غير مأمون على حرم المسلمين صرفته عنه باحسن صرف او يجيئك رجل اخر فيقول لك اريد ان اوذي عمالي فلانا وليس ذلك الرجل موضعا للامانة فتصرفه عنه باحسن وجوه او يقول لك رجل اريد ان اصلي خلف فلان او اجعله امامي في علم فتصرفه عنه باحسن الوجوه ولا تشفي غيظك من غيبته انتهى الوجه الاول واما منبع الغيبة من القراء والنساك فمن طريق التعجب يبدي عوار الاخ ثم يتصنع بالدعاء في ظهر الغيب فيتمكن من لحم اخيه المسلم ثم يتزين بالدعاء له واما منبع الغيبة من الرؤساء والاساتذة فمن طريق ابداء الرحمة والشفقة حتى يقول مسكين فلان ابتلي بكذا وامتحن بكذا نعوذ بالله من الخذلان فيتصنع بابداء الرحمة والشفقة على اخيه ثم يتصنع بالدعاء له عند اخوانه ويقول انما ابديت لكم ذلك لتكثروا دعاءكم له ونعوذ بالله من الغيبة تعريضا او تصريحا فاتق الغيبة فقد نطق القرآن بكراهتها فقال عز وجل ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموا الحجرات الاية الثانية عشرة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اخبار كثيرة ومن تلبيس ابليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير ان يبينوا انه موضوع حاشه انظر تفسير ابن كثير حيث ذكر اثارا متعددة تدل على نهي النبي عن الغيبة في الجزء الرابع صفحة الثالثة عشرة بعد المائتين الى الثالثة عشرة بعد المائتين وانتهت الحاشية ومن تلبيس ابليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير ان يبينوا انه موضوع وهذه جناية منهم على الشرع ومقصودهم ترويج احاديثهم وكثرت رواياتهم وقد قال صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين حاشية صحيح مسلم في المقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكاذبين بلفظ من حدث عني بحديث برقم تسعة انتهت الحاشية ومن هذا الفن تجليسهم في الرواية فتارة يقول احدهم فلان عن فلان او قال فلان عن فلان يؤهم انه سمع منه المنقطع ولم يسمع وهذا قبيح لانه يجعل المنقطع في مرتبة المتصل ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب فينفي اسمه فربما سماه بغير اسمه وربما كناه وربما نسبه الى جده لان لا يعرف وهذه جناية على الشرع لانه يثبت حكما بما لا يثبت به فاما اذا كان المروي عنه ثقة فنسبه الى جده او اقتصاره على كنيته لان لا يرى انه قد ردد الرواية عنه او يكون المروي عنه في مرتبة الراوي فيستحي الراوي من ذكره فهذا على الكرانة والبعد من الصواب قريب بشغط ان يكون المروي عنه ثقة والله الموفق ذكر تلبيس ابليس على الفقهاء قال المصلف كان الفقهاء في قديم الزمان هم اهل القرآن والحديث فما زال الامر يتماقص حتى قال المتأخرون يكفينا ان نعرف ايات الاحكام من القرآن وان نعتمد على الكتب المشهورة في الحديث كسنن ابي داود ونحوها ثم استهانوا بهذا الامر ايضا وصار احدهم يحتج باية لا يعرف معناها وبحديث لا يدري اصحيح هو ام لا وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعلم لقلة التفاته الى معرفة النقل وانما الفقه استخراج من الكتاب والسنة فكيف يستخرج من شيء من لا يعرفه ومن القبيح تعليق حكم على حديث لا يدري اصحيح هو ام لا ولقد كانت معرفة هذا تصعب ويحتاج الانسان الى السفر الطويل والتعب الكثير حتى يتعرف على ذلك بعدها صنفت الكتب وتقررت السنن وعرف الصحيح من السقيم ولكن غلب على المتأخرين الكسل بالمرة عن ان يطالعوا علم الحديث حتى اني رأيت بعض الاكاذر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن الفاظ في الصحاح لا يجوز ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ورأيته يحتج في مسألة فيقول دليلنا ما روى بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا ويجعل الجواب عن حديث صحيح قد احتج به خصمه ان يقول هذا الحديث لا يعرف وهذا كله جناية على الاسلام ومن تربيس ابليس على الفقهاء ان جل اعتمادهم على تحصيل علم الجدل يطلبون بزعلهم تصفح الدليل على الحكم والاستنباط لدقائق الشرع وعلى المذاهب ولو صحت هذه الدعوة منهم لتشاغلوا بجميع المسائل وانما يتشاغلون بالمسائل الكبار ليتسع فيها الكلام فيتقدم المناظر بذلك عند الناس في خصام النظر فهم احدهم بترتيب المجادلة والتفتيش على المناقضات طالبا للمفاخرات والمباهاء وربما لم يعرف الحكم في مسألة صغيرة تعم بها البلواء حاشية الجل والجل من كل شيء معظمه والجمع جلال وأجلال انتهت الحاشية ذكر تلبيسه عليهم بادخالهم في الجدل كلام الفلاسفة واعتمادهم على تلك الأوضاع ومن ذلك ايثارهم للقياس على الحديث المستدل به في المسألة ليتسع لهم المجال في النظر وان استدل احد منهم بالحديث هدن وهجن حاشية هدن الكلام وغيره صار معيبة مرذولة واستهجن استقبح انتهت الحاشية ومن الادب تقديم الاستدلال بالحديث ومن ذلك انهم جعلوا النظر دل اشتغالهم ولم يمزجوه بما يرقق القلوب من قراءة القرآن لسماع الحديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ومعلوم ان القلوب لا تخشع بتكرار ازالة النجاسة والماء المتغير وهي محتاجة الى التذكار والمواعظ لتنهض لطلب الاخرة ومسائل الخلاف وان كانت من علم الشرع الا انها لا تنهض بكل المطلوب ومن لم يطلع على اسرار سيار السلف وحال الذي تمذهب له لم يمكنهم سلوك طريقهم وينبغي ان يعلم ان الطبع لص فاذا ترك مع اهل هذا الزمان سرق من طبعيائهم فصار مثلهم فاذا نظر في سيار القدماء زاحمهم وتأدذ باخلاقهم وقد كان بعض السلف يقول حديث يرق له قلبي احب الي من مئة قضية من قضايا الشرع حاشية وفي نسخة اخرى شريح وهو شريح ابن الحارث ابن قيس الكوفي النخعي القاضي ابو امية مخضرم ثقة وقيل له صحبة مات قبل الثمانين او بعدها وله مئة وثماني سنوات او اكثر قال بعضهم حكم سبعين سنة ويروى عن شريح انه كيل له يا ابا امية كبرت سنك ورق عظمك وذهبت حكمتك وارتشبنك فقال له اعد علي فاعاد عليه واستعفى فاعفي التقريب اللزو الاول الصفحة التاسعة والاربعون بعد الثلاثمائة تاريخ ثقات الصفحة الستون بعد الستمائة وانتهت الحاشية وهذا غبن فاين الانفة من التقصير حديث يرق له قلبي انما قال هذا لان رقة القلب مقصودة ولها اسباب ومن ذلك انه مقتصر على المناظرة واعرض عن حفظ المذهب وباقي علوم الشرع فترى الفقيه المفتي يسأل عن آية او حديث فلا يدري وهذا غبن فاين الانفة من التقصير حاشية الغبن الظلم والانفة من التقصير اي الامتناء والاستنكاف انتهت الحاشية ومن ذلك ان المجادلة انما وضعت ليستبين الصواب وقد كان مقصود السلف المناصحة باظهار الحق وقد كانوا ينتقلون من دليل الى دليل واذا خفي على احدهم شيء نبه الاخر لان المقصود كان اظهار الحق فصار هؤلاء اذا قاس الفقيه على اصل بعلة يظنها فقيل له ما الدليل على ان الحكم في الاصل معلن بهذه العلة فقال هذا الذي يظهر لي فان ظهر لكم ما هو اولى من ذلك فاذكروه فان المعترض لا يلزمني ذكر ذلك ولقد صدق في انه لا يلزمه ولكن فيما ابتدع من الجدل بل في باب النصح واظهار الحق يلزمه ومن ذلك ان احدهم يتبين له الصواب مع خصمه ولا يرجع واضيق صدره كيف ظهر الحق مع خصمه وربما اجتهد في رده مع علمه انه الحق وهذا من اقبح القبيح لان المناظرة انما وضعت لبيان الحق وقد قال الشافعي رحمه الله ما ناظرت احدا فانكر الحجة الا سقط من عيني ولا قضي لها الا هبته وما ناظرت احدا فباليت مع من كانت الحجة ان كانت معه صرت اليه ومن ذلك ان طلبهم للرياسة بالمناظرة يثير الكامل في النفس من حب الرياسة فاذا رأى احدهم في كلامه ضعفا يوجب قهر خصمه له خرج الى المكابرة فان رأى خصمه قد استطال عليه بلفظ اخذته حمية الكبر فقابل ذلك بالسب فصارت المجادلة مخاذلة ومن ذلك ترخصهم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة فيقول احدهم تكلمت مع فلان فما قال شيئا ويتكلم بما يوجب التشفي من غرض خصمه بتلك الحجة ومن ذلك ان ابليس لبس عليهم بان الفقه وحده علم الشرع ليس ثم غيره فان ذكر لهم محدث قالوا ذاك لا يفهم شيئا وينسون ان الحديث هو الاصل فان ذكر لهم كلام يلين به القلب قالوا هذا كلام الوعاظ ومن ذلك اقضامهم على الفتوى وما بلغوا مرتبتها وربما افتوا بواقعاتهم المخالفة للنصوص ولو توقفوا في المشكلات كان اولا فعن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت مائة وعشرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل احدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى ايضا قال ادركت في هذا المسجد اشرين ومئة من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من يحدث حديثا الا ود ان اخاه كفاه الحديث ولا يسأل عن فتية الا ود ان اخاه كفاه الفتية قال المصنف عن ابراهيم النخعي ان الرجل سأله عن مسألة فقال ما وجدت من تسأله غيري وعن مالك ابن انس رضي الله عنه قال ما افتيت حتى سألت سبعين شيخة هل ترون لي ان افتي فقالوا نعم فقيل له فلو نهوك قال لو نهوني انتهيت وقال رجل لأحمد بن حمل اني حلفت ولا ادري كيف حلفت فقال ليتك اذ دريت كيف حلفت دريت انا كيف افتيك قال المصنف وانما كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم منه ومن نظر في سيرتهم تأدب حاشية سجية طبيعة وخلق والجمع سجايا انتهت الحاشية ومن تلبيس ابليس على الفقهاء مخالطتهم الامراء والسلاطين ومداهنتهم وترك الانكار عليهم مع القدرة على ذلك وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا فيقع بذلك الفساد لثلاثة اوجه الاول الامير يقول لو لا اني على صواب لانكر علي الفقيه وكيف لا اكون مصيبة وهو يأكل من مالي والثاني العامي انه يقول لا بأس بهذا الامير ولا بماله ولا بأفعاله فان فلانا الفقيه لا يبرح عنده والثالث الفقيه فانه يفسد دينه بذلك وقد لبس ابليس عليهم في الدخول على السلطان فيقول انما ندخل لنشفع في مسلم وان كشفوا هذا التلبيس بانه لو دخل غيره يشفع لما اعجبه ذلك وربما قدح في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان ومن تلبيس ابليس عليه في اخذ اموالهم فيقول لك فيها حق ومعلوم انها ان كانت من حرام لم يحل له منها شيء وان كانت من شبهة فتركها اولى وان كانت من مباح جاز له الاخذ بمقدار مكانه من الدين لا على وجه اتفاقه في اقامة الرعونة وربما اقترى العوام بظاهر فعله واستباحوا ما لا يستباح وقد لبس ابليس على قوم من العلماء ينقطعون على السلطان اقبالا على التعبد والدين فيزين لهم غيبة من يدخل على السلطان من العلماء فيجمع لهم آفتين غيبة الناس ومدح النفس وفي الجملة فالدخول على الثلاطين خطر عظيم لان النية قد تحسن في اول الدخول ثم تتغير باكرامهم وانعامهم او بالطمع فيهم ولا يتماسك عن مداهنتهم وترك الانكار عليهم وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول ما اخاف من اهانتهم لي انما اخاف من اكرامهم فيميل قلبي اليهم وقد كان علماء السلف يبعدون عن الامراء لما يظهر من جورهم فتطلبهم الامراء لحاجتهم اليهم في الفتاوى والولايات فنشأ اقوام قوية رغبتهم في الدنيا في الدنيا فتعلموا العلوم التي تصلح للامراء وحملوها اليهم لينالوا من دنياهم ويدلك على انهم قصدوا بالعلوم الامراء ان الامراء كانوا قديما يميلون الى سماع الحجج في الاصول فاظهر الناس علم الكلام ثم مال بعض الامراء الى المناظرة في الفقه فمال الناس الى الجدل ثم بعض الامراء الى المواعظ فمال خلق كثير من المتعلمين اليها ولما كان جمهور العوام يميلون الى القصص كاثر القصاص وقل الفقهاء ومن تلبيس ابليس على الفقهاء ان احدهم يأكل من وقف المدرسة المبنية على المتشاغلين بالعلم حاشية الوقف عند الفقهاء حبس العين على ملك الواقف او على ملك الله تعالى ووردت لفظة المداهنة المداهن منداهن اي اظهر خلاف ما يضمر انتهت الحاشية فيمكث فيها سنين ولا يتشاغل ويقنع بما عرف او ينتهي في العلم فلا يبقى له في الوقف حظ لانه انما جعل لمن يتعلم الا يكون ذلك الشخص معيدا او مدرسة فان شغله دائم ومن ذلك ما يحكى عن بعض الاحداث المتفقهة من الانبساط في المنهيات فبعضهم يلبس الحرير ويتحلى بالذهب ويحال على المكس فيأخذه الى غير ذلك من المعاصي حاشية المكس الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار والجمع مكوس انتهت الحاشية وسبب انبساط هؤلاء مختلف فمنهم من يكون فاسد العقيدة في اصل الدين وهو يتفقه ليستر نفسه او ليأخذ من الوقف او ليرأس او ليناظر ومنهم من عقيدته صحيحة لكن يغيبه الهوى وحب الشهوات وليس عنده صارف عن ذلك لان نفس الجدل والمناظرة تحرك الى الكبر والعجب وانما يتقوم الانسان بالرياضة ومطالعة سير السلف واكثر القوم في بعد عن هذا وليس عندهم الا ما يعين الطبع على شموخه فحينئذ يسرح الهوى بالعزاد ومنهم من يلبس عليه بليس بانك عالم وفقيه ومفت والعلم يدفع عن اربابه وهيهات فان العلم اولى ان يحاجه ويضاعف عذابه كما ذكرنا في حق القراء وقد قال الحسن البصري انما الفقيه من يخشى الله عز وجل قال ابن عقيل رأيت فقيها خراسانية عليه حرير وخواتم ذهب فقلت له ما هذا فقال خلع السلطان وكمد الاعداء حاشه مفردها خلعه وهي ما تخلعه من الثياب ونحوها ويقال خلع عليه خلعه اعطاه او البسه اياها والجمع خلع انتهت الحاشية فقال خلع السلطان وكمد الاعداء فقلت له بل هو شماتة الاعداء بك ان كنت مسلما لان ابليس عدوك واذا بلغ منك مبلغك البس كما يسخط الشرع فقد اشمدته بنفسك وهل خلع السلطان سائغة لنهي الرحمن يا مسكين حاشية ساغ طاب وهنؤ ساغ الطعام والشراب ساغ الطعام والشراب ابتلعه واستطابه وساغ الشيء جاز وأبيح فهو سائغ وسيغ امتهت الحاشية خلع عليك السلطان فانخلعت به من الايمان وقد كان ينبغي ان يخلع بك السلطان لباس الفسق ويلبسك لباس التقوى رماكم الله بخزيه حيث هونتم امره هكذا ليتك قلت هذه رعونات الطبع الان تمت محنتك لان عدوانك دليل على فساد باطنك ومن تلبيسه عليهم ان يحسن لهم ازدراء الوعاظ ويمنعهم من الحضور عندهم حاشية الازدراء الاحتقار انتهت الحاشية فيقولون من هؤلاء هؤلاء قصاص ومراد الشيطان ان لا يحضروا في موضع يلين فيه القلب ويخشع والقصاص لا يذمون من حيث هذا الاسم لان الله عز وجل قال نحن نقص عليك احسن القصص يوسف الثالثة وقال فقصص القصص الاعراف السادسة وسبعون والمئة وانما ذم القصاص لان الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر العلم المفيد ثم غالبهم يخلط فيما يرده وربما اعتمد على ما اكثره محال فاما اذا كان القصص صدقا ويوجب وعظا فهو مندوح وقد كان احمد بن حنبل يقول ما احوج الناس الى قاص صدوق ذكر تلبيسه على الوعاظ والقصاص قال المصنف كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء وقد حضر مجلس عبيد بن عمير عبدالله بن عمر رضي الله عنه حاشية عبيد بن عمير ابن قتابة ابن سعيد متفق على توثيقه اخرج له الجماعة كان قاضي اهل مكة في زمانه وهو من كبار التابعين كان ابن عمر يجلس اليه ويقول لله در ابي قتابة ماذا يأتي به التهذيب الجزء السابع صفحة الحادية والسبعون تاريخ الثقات برقم اثنين وثمانين بعد الالف وانتهت الحاشية وكان عمر ابن عبدالعزيز يحضر مجلس القاص ثم خست هذه الصناعة فتعرب لها الجهال فبعد عن الحضور وعندهم المميزون من الناس وتعلق بهم العوام والنساء فلم يتشاغلوا بالعلم واقبلوا على القصص وما يعجب الجهلة وتنوعة البدع في هذا الفن وقد ذكرنا آفاتهم في كتاب القصاص والمذكرين حاشية طبع هذا الكتاب طبعة علمية بتحقيق الدكتور محمد ابن لطفي الصباغ وانظر مقالا للاستاذ مأمون فريز جرار بعنوان نظرات في كتاب القصاص والمذكرين مجلة الامة القطرية العدد الرابع والستون وانتهت الحاشية الا ان نذكر هنا جملة فمن ذلك ان قوما منهم كانوا يضعون احاديث الترغيب والترهيب ولبس عليهم ابليس بانما نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشر وهذا افتيات منهم على الشريعة حاشية يقال افتات عليه القول اي افتراه عليه انتهت الحاشية لانها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج الى تتمة ثم نسوا قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدة فليتبوأ مقعده من النار حاشية صحيح متواتر جامع الشيخ الالباني طرقه المتعددة فوصلت الى ما يزيد على ستين طريقا انظر صحيح الجامع له برقم تسعة عشر وخمسمائة بعد ستة الالاف انتهت الحاشية ومن ذلك انهم تلمحوا ما يزعج النفوس ويطرب القلوب فنوعوا فيه الكلام فترهم ينشدون الاشعار الرائقة الغزلية في العشق ولبس عليهم باننا نقصد الاشارة الى محبة الله عز وجل ومعلوم ان عامة من يحضرهم العوام الذين بواطنهم مشحونة بحب الهوى فيضل القاص ويضل ومن ذلك من يظهر من التوادد والتخاشع زيادة على ما في قلبه وكثرة الجمع تجب زيادة تعمل فتسمح النفس بفضل بكاء وخشوع فمن كان منهم كاذبة فقد خسر الاخرة ومن كان صادق لم يسلم صدقه من رياء يخالطه ومنهم من يتحرك الحركات التي يوقع بها على قراءة الالحان والالحان التي قد اخرجوها اليوم مشابهة للغناء فهي الى التحريم اقرب منها الى الكراهة والقارئ يطرب والقاص ينشد الغزل مع تصفيق بيديه وايقاع برجليه فتشبه السكر ويجب ذلك تحريك الطباع وتهييج النفوس وصياح الرجال والنساء وتمزيق الثياب لما في النفوس من دفائن الهوى ثم يخرجون فيقولون كان المجلس طيبا ويشيرون بالطيبة الى ما لا يجوز ومنهما ومنهما يجري في مثل تلك الحالة التي سرحناها لكنه ينشد اشعار النوح على الموت ويصف ما يجري لهم من البلاء ويذكر الغربة ومن مات غريبا فيبكي بها النساء ويصير المكان كالمأتم وانما ينبغي ان يذكر الصبر على فقد الاحباب لا ما يجب الجزع ومنهما يتكلم في دقائق الزهد ومحبة الحق سبحانه فلبس عليه ابليس انك من جملة الموصوفين بذلك لانك لم تقدر على الوصف حتى عرفت ما تصف وسلكت الطريق وكشف هذا التلبيس ان الوصف علم والسلوك غير العلم ومنهما يتكلم بالطامات والشطح الخارج عن الشرع حاشية شطح في السير او في القول تاباعد واسترسل انتهت الحاشية ويستشهد باشعار العشق وغرضه ان يكثر في مجلسه الصياح ولو على كلام فاسد وكم منهم من يزوق عبارة لا معنى تحتها واكثر كلامهم اليوم في موسى والجبل وزليخ ويوسف ولا يكادون يذكرون الفرائض ولا ينهون عن زنب فمتى يرجع صاحب الزنا ومستعمل الربا وتعرف المرأة حق زوجها وتحفظ صلاتها هيهات هؤلاء تركوا الشرع وراء ظهورهم ولهذا نفقت سلعهم لان الحق ثقيل والباطل خفيف حاشية هيهات اسم فعل بمعنى بعدا نفقت نفق نفق السلعة اروجها انتهت الحاشية ومنهم من يحث على الزهد وقيام الليل ولا يبين للعامة المقصود فربما تاب الرجل منهم وانقطع الى زاوية او خرج الى جبل فبقيت عائلته لا شيء لهم ومنهم ومنهم من يتكلم في الرجاء والطمع من غير ان يمزد ذلك بما يجب الخوف والحذر فيزيد الناس جراءة على المعاصي ثم يقوم ذكر بميله الى الدنيا من المراكب الفارهة والملابس الفاخرة فيفسد القلوب بقوله وفعله فصلا وقد يكون الواعظ صابقا قاصدا للنصيحة الا ان منهم من اشرب الرئاسة في قلبه مع الزمان فيحب ان يعظم وعلامته انه اذا ظهر واعظ ينوب عنه او يعينه على الخلق كره ذلك ولو صح قصده لم يكره ان يعينه على خلائق الخلق فصل ومن القصص من يخلط في مجلسه الرجال والنساء وترى النساء يكثر نصياح وجدا على زعمهن فلا ينكر ذلك عليهم جمعا للقلوب عليه ولقد ظهر في زماننا هذا من القصص ما لا يدخل في التلبيس لانه امر صريح من كولهم جعلوا القصص معاشا يستمحون به الامراء والظلمة والاخذ من اصحاب المكوس والتكسب به في البلدان وفيهم من يحضر المقابر فيذكر البلا وفراق الاحبة فيبكي النسوة ولا يحث على الصبر حاشية الوجد وجد وجدا حزن انتهت الحاشية فصل وقد يلبس ابليس على الوعظ المحقق فيقول له مثلك لا يعظ وانما يعظ متيقظ فيحمله على السكوت والانقطاع والانقطاع وذلك من دسائس ابليس لانه يمنع فعل الخير ويقول انك تلتذ بما تورده وتجد لذلك راحة فربما دخل الرياء في قولك وطريق الوحدة اسلم ومقصوده بذلك سد باب الخير وان ثابت قال كان الحسن في مجلس فقيل للعلاء تكلم فقال اوهناك انا ثم ذكر الكلام ومؤنته واتبعته قال ثابت فاعجبني قال ثم تكلم الحسن واننا هناك يود الشيطان انكم اخذتموها عنه فلم يأمر احدا بخير ولم ينهه عن شر انتهى الشريط التاسع وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب ذكر تلبيسه على اهل اللغة والادب قال المصنف قد لبس على جمهورهم فشغلهم بعلوم النحو واللغة من المهمات اللازمة التي هي فرض عين عن معرفة ما يلزمهم عرفانه من العبادات وما هو اولى بهم من اداب النفوس وصلاح القلوب وبما هو افضل من علوم التفسير والحديث والفقه فاذهب الزمان كله في علوم لا تراد لنفسها بل لغيرها فان الانسان اذا فهم الكلمة فينبغي ان يترقى الى العمل بها اذ هي مرادة لغيرها فترى الانسان منهم لا يكاد يعرف من اداب الشريعة الا القليل ولا من الفقه ولا يلتفت الى تزكية نفسه وصلاح قلبه ومع هذا ففيهم كبر عظيم وقد خيل لهم ابليس انكم من علماء الاسلام لان النحو واللغة من علوم الاسلام وبها يعرف معنى القرآن العزيز ولا عمري ان هذا لا ينكر ولكن معرفة ما يلزم من النحو لاصلاح اللسان وما يحتاج اليه من اللغة في تفسير القرآن والحديث امر قريب وهو امر لازم وما عدا ذلك فضل لا يحتاج اليه وانفاق الزمان في تحصيل هذا الفاضل وليس بمهم مع ترك المهم غلط وايثاره على ما هو انفع واعلى رتبة كالفقه والحديث غبن ولو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسن ولكن العمر قصير فينبغي ايثار الاهم والافضل حاشية لعمري لحياتي وقد جاء في القرآن الكريم لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون سورة الحجر الاية الثانية والسبعون ايثاره تفضيله على الفقه والحديث وما لا يهم من لغة وادب انتهت الحاشية فصل ومما ظنوه صوابا وهو خطأ ما اخبرنا به ابو الحسين ابن فارس قال حاشية ابو الحسين احمد ابن فارس ابن زكريا ابن محمد ابن حبيب اللغوي الرازي صاحب المجمل في اللغة كان مقيما بهمدان وله عسائل حسان اخذ عنه البديع صاحب المقامات قال ابن خلكان توفي سنة تسعين وثلاثمائة وقيل سنة خمس وتسعين وثلاثمائة والاول اشهر البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة وانتهت الحاشية ومما ظنوه صوابا وهو خطأ ما اخبرنا به ابو الحسين ابن فارس قال قيل لفقيه العرب هل يجب على الرجل اذا اشهد الوضوء قال نعم قال والاشهاد ان يمذي الرجل قال المصنف وذكر من هذا الجنس مسائل كثيرة وهذا غاية في الخطأ لانه متى كان الاسم مشتركا بين مسميين كان اطلاق الفتوى على احدهما دون الاخر خطأ مثاله ان يقول المستفتي ما تقول في وطء الرجل زوجته في قرئها فان القرأ يقع عند اللغويين على الاطهار وعلى الحيط فيقول الفقيه يجوز اشارة الى الطهر او لا يجوز اشارة الى الحيط خطأ وكذلك لو قال السائل هل يجوز للصائم ان يأكل بعض طلوع الفجر لم يجوز اطلاق الجواب فما ذكره فقيه العرب هو خطأ من وجهين احدهما انه لم يستفصل في المحتملات والثاني انه صرف الفتوى الى ابعد المحتملات وترك الاظهر وقد استحسنوا هذا وقلة الفقه اوجبت هذا الزلل فصل ولما كان عموم اشتغالهم باشعار الجاهلية ولم يجد الطبع صادا عما وضع عليه من مطالعة الاحاديث ومعرفة سير السلف الصالح سالت بهم الطباع الى هوة الهوى ثم بك شرع البطالة يعبث فقل ان ترى منهم متشاغلا بالتقوى او ناظرا في مطعم فان النحو يغلب طلبه على السلاطين فيأكل النحات من امواله ملحرام كما كان ابو علي الفارسي في ظل عضود الدولة وغيره حاشية الحسن بن احمد بن عبدالغفار الفارسي الاصل احد الائمة في علم العربية غلد في فساء سنة ثمان وثمانين ومئتين ودخل بغداد سنة سبع وثلاثمائة وتجول في كثير من البلدان وقدم حنب سنة احدى واربعين وثلاثمائة فاقام مدة عند سيف الدولة وعاد الى فارس وصاحب عضود الدولة وتقدم عنده فعلمه النحو وصنف له كتاب الايضاح ثم رحل الى بغداد الى ان توفي فيها سنة سبع وسبعين وثلاثمائة من كتبه الحجة في علل القراءات العوامل في النحو تعاليق سيبويه المسائل الشيرازية والعسكريات والبصريات الاعلام للزركلي الجزء الثاني الصفحة التاسعة والسبعون والمئة والثمانون والمئة عضد الدولة هو ابو شجاع ابن ركن الدولة ابو علي الحسين بن بوي الديلمي صاحب ملك بغداد وغيرها اول من تسمى شاه شاه ومعناه ملك الملوك وقد مدحه ابن خلكان فاطمض وحكى ابن الجوزي انه كان يحب العلم والفضيلة مات سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة وحمل الى مشهد علي فدفن فيه وكان فيه رفض وتشيع البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة التاسعة وتسعون والمئتان الى الحادية بعد ثلاثمائة وانتهت الحاشية وقد يظنون جواز الشيء وهو غير جائز لقلة فقههم كما جرى للزجاج ابي اسحاق ابراهيم ابن السري حاشية ابراهيم ابن السري ابن سهل ابو اسحاق الزجاج كان فاضلا دين حسن الاعتقاد كان اولى امره يخرط الزجاج فاحب علما نحو فذهب الى المبرد وكان يعطيه كل يوم درهمة ثم استغنى الزجاج وكثر ماله ولم يقطع عن المبرد ذلك الدرهمة حتى مات وقد كان الزجاج مؤدبا للقاسم ابن عبيد الله اخذ عنه ابو علي الفارسي وابن القاسم عبد الرحمن ابن اسحاق الزجاجي نسب اليه لاخذه عنه وهو صاحب كتاب الجمل في النحو وقد توفي الزجاج سنة 11 و300 بعد ان ترك مصنفات عدة من اهمها معاني القرآن البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة الثامنة والاربعون والمئة والتاسعة والاربعون والمئة وانتهت الحاشية قال كنت أجب القاسم ابن عبيد الله فاقول له ان بلغت الى مبلغ ابيك ووليت الوزارة ماذا تصنع بي فاقول ما احببت فاقول له ان تعطيني اشرين الف دينار وكانت غاية امنيتي فما مضت الا سنون حتى ولي القاسم الوزارة وانا على ملازمتي له وقد صرت نديمة فدعتني نفسي الى اذكاره بالوعد ثم هبته فلما كان في اليوم الثالث من وزارته قال لي يا ابا اسحاق لم ارك اذكرتني بالنذر فقلت عولت على رعاية الوزير ايده الله وانه لا يحتاج الى اذكار لنذر عليه في امر خادم واجب الحق فقال لي انه المعتبد ولولا ما تعظمني دفع ذلك اليك في مكان واحد ولكن اخاف ان يصير لي معه حديث فاسمح باخذه المتفرقة فقلت افعل حاشية تعظمه الامر اي عظم عليه انتهت الحاشية فقع الاجلس الناس وخذ رقاعهم في الحوائج الكبار واستعجل عليها حاشية الرقاع مفردها رقعة وهي ما يرقع به الخرق او القطع وقطعه من الورق او الجلد تكتب واستعجل عليها ايطلب عليها جعل وهو الاجر انتهت الحاشية ولا تمنع عن مساءلتي شيئا تخاطب فيه صحيحا كان او محالة الى ان يصل لك مال النذر ففعلت ذلك وكنت اعرض عليه كل يوم الرقاع فيوقع فيها وربما قال لي كم ضمن لك على هذا فاقول كذا وكذا فاقول غبنت هذا يساوي كذا وكذا فاستزد فاراجع القوم ولا ازال اماكسهم حاشية ما كسف البيع طلب منه ان ينقص الثمن انتهت الحاشية ويزيدونني حتى ابلغ الحد الذي رسمه قال فعرضت عليه شيئا عظيمة فحصل عندي اشرون الف دينار واكثر منها في مدة مديدة فقال لي بعد شهور يا ابا اسحاق حصل مال النذر فقلت لا فسكت وكنت اعرض ثم يسألني في كل شهر او نحوه هل حصل المال فاقول لا خوفا من انقطاع الكسب الى ان حصل عندي ضعف المال وسألني يوما فاستحييت من الكذب المتصل فقلت قد حصل ذلك بسعادة الوزير فقال فرجت والله عني فقد كنت مشغول القلب الى ان يحصل لك قال ثم اخذ الدواه ووقع لي الى خازنه بثلاث الاف دينار صلة فاخذتها وامتنعت ان اعرض عليه شيئا ولم ادري كيف اقع منه فلما كان من الغد جئته وجلست على رسمي فاومى الي هاتما معك ليستدعي مني الرقاع على الرسم فقلت ما اخذت من احد الرقعة لان النذر قد وقع الوفاء به ولم ادري كيف اقع من الوزير فقال يا سبحان الله اتراني كنت اقفع عنك شيئا قد صار لك عادة وعلم به الناس وصارت لك به منزله عندهم وجاه وغدو ورواح الى بابك ولا يعلم سبب انقطاعه فيظل ذلك لضعف جاهك عندي او تغير رتبتك اعرض علي رسمك وخذ بلا حساب فقبلت يده وباكرته من غد بالرقاع وكنت اعرض عليه كل يوم شيئا الى ان مات وقد تأثلت مالي هذا حاشية تأثل تأصل وثبت وتجمع وعظم وتأثل فلان ادخر مالا ليستثمره وانتهت الحاشية قال المصنف انظروا ما تصنع قلة الفقه فان هذا الرجل الكبير القدر في معرفته النحو واللغة لو علم ان هذا الذي جرى له لم يجز شرعا ما حكاه وتبجح به فان ايصال الظلامات واجب ولا يجوز اخذ البرطيل عليها حاشية البرطيل والبرطيل الرشوة والجمع برطيل انتهت الحاشية ولا يجوز اخذ البرطيل عليها ولا على شيء مما نصب الوزير له من امور الدولة وبهذا يتبين مرتبة الفقه على غيره ذكر تلبيس ابليس على الشعراء قال المصنف وقد لبس عليهم فاراهم انهم من اهل الادب وانهم قد خصوا بفطمة تميزوا بها عن غيرهم ومن خصكم بهذه الفطمة ربما عفى عن زلليكم فترهم يهيمون في كل واد من الكذب والقذف والهجاء وهتك الاعراض والاقرار بالفواحش واقل احوالهم ان الشاعر يمدح الانسان فيخاف ان يهجوه فيعطيه اتقاء شره او يمدحه بين جماعة فيعطيه حياء من الحاضرين وجميع ذلك من جنس المصادرة وترى خلقا من الشعراء واهل الادب لا يتحاشون من لبس الحرير والكذب في المدح خارجا عن الحد ويحكون اجتماعهم على الفسق وشرب الخمر وغير ذلك ويقول احدهم اجتمعت وجماعة من الادباء ففعلنا كذا وكذا هيهات هيهات ليس الادب الا مع الله عز وجل باستعمال التقوى له ولا قدر للفطن في امور الدنيا ولا تحسن العبارة عند الله اذا لم يتقه وجمهور الادباء والشعراء اذا ضاق بهم رزق تسخطوا فكفروا واخذوا في لوم الاقدار كقول بعضهم لان سمت همتي في الفضل عالية فان حظري ببطن الارض ملتصق كم يفعل الدهر بي ما لا اسر به وكم يثيء زمان جائر حنق حاشية حنق عليه اشتد غيظه فهو حنق وحنيق انتهت الحاشية وقد نسي هؤلاء ان معاصيهم تضيق ارزاقهم فقد رأوا انفسهم مستحقين للمعم مستوجبين للسلامة من البلاء ولم يتلمحوا ما يجب عليهم من امتشار اوامر الشرع فقد ضلت فطنتهم في هذه الغفلة ذكر تلبيث ابليس على الكاملين من العلماء قال المصنف ان اقواما علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن والحديث والفقه والادب وغير ذلك فأتاهم ابليس بخفة التلبيث فاراهم انفسهم بعين عظيم لما نالوا فمنهم من يستفزه لطول عنائه في الطلب فحسن له اللذات وقال له حاشية استفزه الخوف استخفه واستفزه فلان اثاره وازعجه انتهت الحاشية فحسن له اللذات وقال له الى متى هذا التعب ارح جوارحك من كلف التكاليف وافسح لنفسك في مشتهاها فان وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك العقوبة واورد عليه فضل العلماء فان خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيث يهلك وان وفق فينبغي له ان يقول جوابك من ثلاثة اوجه احدها انه انما فضل العلماء بالعمل ولولا العمل به ما كان له معنى واذا لم اعمل به كنت كمن لم يفهم المقصود به ويصير مثلي كمثل رجل جمع الطعام واطعم الجياع ولم يأكل فلم ينفعه ذلك من جوعه والثاني ان يعارضه بما ورد في ذن من لم يعمل بالعلم لقوله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه حاشية ضعيف جدا السيطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني وابن عبي في الكامل والبيهقي في الشعب اللي ذو الاول صفحة الثانية والاربعون وضعيف الجامع في الصفحة الثامنة والستين بعد التسعمائة انتهت الحاشية وحكايته صلى الله عليه وسلم عن رجل يلقى في النار فتندلق اختابه فيقول كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر واتيه حاشية صحيح البخاري في بدء الخلق باب صفة النار اللي ذو السادس صفحة الحادية والثمانون والثلاثمائة ومسلم في الزهد باب وقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله برقم واحد وخمسين والاقتاب الامعاء والاندلاق خروج الشيء من مكانه انتهت الحاشية وقول ابي الدرداء رضي الله عنه ويل لمن يعلم يعلم مرة وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات ويل لمن يعلم مرة وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات والثالث ان يذكر له ايقاب من هلك من العلماء التاركين للعمل بالعلم كابليس وبالعالم ويكفي في ذنب العالم اذا لم يعمل قوله تعالى كمثل الحمار يحمل اسفار الجمعة الاية الخامسة فصل لمن وفق ادمان النظر في اسم الكبر والحسد والرياء واعلام النفس ان العلم لا يدفع شر هذه المكتسبات بل يضاعف عذابها لتضاعف الحجة بها ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين استقرت نفسه فلم يتكبر ومن عرف الله لم يرأي ومن لاحظ جريان اقداره على مقتضى ارادته لم يحسد وقد يدخل ابليس على هؤلاء بشبهة غريفة فيقول طلبكم للرفعة ليس بتكبر لانكم نواب الشرع فانكم تطلبون اعزاز الدين ودحض اهل البدع حاشية دحض يقال دحض في الحجة اي بطلت انتهت الحاشية فانكم تطلبون اعزاز الدين وضحض اهل البدع واطلاقكم اللسان في الحساد غضب للشرع اذ الحساد قد ذموا من قام به وما تظنونه رياء فليس برياء لان من تخاشع منكم وتباكى اقتدى به الناس كما يقتدون بالطبيب اذا احتمى اكثر من اقتدائهم بقوله اذا وصف وكشف هذا التلبيس انه لو تكبر متكبر على غيره من دنسهم وصعد في المجلس فوقه او قال حاسد عنه شيئا لم يغضب هذا العالم لذلك كغضبه لنفسه وان كان المذكور من لواب الشرع فعلم انه انما لم يغضب لنفسه بل للعلم واما الرياء فلا عذر فيه لاحد ولا يصلح ان يجعل طريقا لبعاية الناس وقد كان ايوب السختياني اذا حدث بحديث فرق مسح وجهه وقال ما اشد الزكان وبعد هذا فالاعمال بالنيات والناقد بصير وكم من ساكت عن غيبة المسلمين اذا اغتيبوا عنده فارح قلبه وهو آثم بذلك من ثلاثة اوجه احدها الفرح فانه حصل بوجود هذه المعصية من المغتاب والثاني لسروره بثلب المسلمين والثالث انه لا ينكر فصل وقد لبس ابليس على الكاملين في العلوم فيسهرون ليلهم ويدأبون نهارهم في تصانيف العلوم ويريهم ابليس ان المقصود نشر الدين ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيط والرياسة وطلب الرحلة من الاثاق الى المصنف وينكشف هذا التبليس بانه لو انتفع بمصنفاته الناس من غير تردد اليه او قرئت على نظيره في العلم فرح بذلك ان كان مراده نشر العلم وقد قال بعض السلف ما من علم علمته الا احبرت ان يستفيده الناس من غير ان ينسب الي ومنهم من يفرح بكثرة الاتباع ويلبس عليه ابليس بان هذا الفرح لكثرة طلاب العلم وانما مراده كثرة الاصحاب واستطارة الذكر ومن ذلك العجب بكلامهم وعلمهم وينكشف هذا التلبيس بانه لو انقطع بعضهم الى غيره من من هو اعلم منه ثقل ذلك عليه وما هذه صفة المخلص في التعليم لان مثل المخلص مثل الاطباء الذين وداون المرضى لله سبحانه وتعالى فاذا شفي بعض المرضى على يد طبيب منهم فرح الاخر وقد ذكرنا انفا حديث ابن ابي ليلى ونعيده باسناد اخر عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال ادركت اشرين ومئة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار ما منهم رجل يسأل عن شيء الا ود ان اخاه كفاه ولا يحدث بحديث الا ود ان اخاه كفاه حاشية عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري المدني ثم الكوفي فقة مات بوقعة الجماج سنة ست وثمانين وقيل غرق التهذيب الجزء السادس وصفحة الستون والمئتان الى الثانية وستين بعد المئتين انتهت الحاشية فصل قال المصنف وقد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات ابليس الظاهرة فيأتيهم بخفي من تلبيسه بان يقول له ما لخيت مثلك ما اعرفك بمداخلي ومخارجي فان سكن الى هذا هلك بالعجب وان سلم من المسالمة له سلم وقد قال السري السقطي حاشية احد كبار مشايخ الصوفية تلميذ معروف الكرخي حدث عن هشيم وابن عياش ويحيى ابن يمان وغيرهم وحدث عنه ابن اخته الجنيد وابو الحسن النوري قال الجنيد ما رأيت اعبد من سري السقطي اتت عليه ثمان وتسعون سنة مع رؤية مضطجع الا في علة الموت توفي سنة ثلاث وخمسين ومئتين البداية والنهاية الجزء الحادي عشر وصفحة السالفة عشرة وانتهت الحاشية قال لو ان رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله عز وجل من الاشجار عليها من جميع ما خلق الله تعالى من الاطيار فخطبه كل طائر بلغته وقال السلام عليك يا ولي الله فسكنت نفسه الى ذلك كان في ايديها اسير والله الهادي لا اله الا هو الباب السابع في تلبيس ابليس على الولاة والسلاطين قال المصنف قد لبث عليهم ابليس من وجوه كثيرة نذكر امهاتها فالوجه الاول انه يريهم ان الله عز وجل يحبهم ولولا ذلك ما ولاهم سلطانه ولا جعلهم نوابا عنه في عباده وانكشف هذا التبليس بانهم ان كانوا نوابا عنه في الحقيقة فليحكموا بشرعه وليتبعوا مراضيه فحينئذ يحبهم لطاعته فاما صورة الملك والسلطنة فانه قد اعطاها خلقا ممن يبغضه وقد بسط الدنيا لكثير ممن لا ينظر اليه وصلت جماعة من اولئك على الاولياء والصالحين فقتلوهم وقهروهم فكان ما اعطاهم عليهم لا لهم ودخل ذلك في قوله تعالى انما نملي لهم ليزدادوا اثماء قال عمران الثامنة والسبعون والمئة والثاني انه يقول لهم الولاية تفتقر الى هيبة فيتكبرون عن طلب العلم ومجالسة العلماء فيعملون باعرائهم فيتلفون الدين والمعلوم ان الطبع يسرق من خصال المخالطين فاذا خالطوا مؤثر الدنيا الجهال بالشرع سرق الطبع من خصالهم مع ما عنده منها ولا يرى ما يقاومها ولا ما يزجره عنها وذلك سبب الهلاك والثالث انه يخوفهم الاعداء ويأمرهم بتشديد الحجاب فلا يصل اليهم اهل المظالم ويتوان من جعل بصدد رفع المظالم وقد روى ابو مريم الاسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من والله الله شيئا من ولاه الله شيئا من امر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عز وجل دون حاجته وخلته وفقره حاشية صحيح ابو داود في الخراج والامارة باب فيما يلزم من امر الرعية برقم 48 وتسعمائة بعد الالفين والحاكم في المستدرك اللزء الرابع الصفحة الثالثة والتسعون والرابعة والتسعون وصحيح الجامع برقم خمسة وتسعين وخمسمائة بعد ستة الالاف والسلسلة الصحيحة برقم تسعة وعشرين بعد ستمائة وانتهت الحاشية والرابع انهم يستعملون من لا يصلح ممن لا علم عنده ولا تقوى فيجتلب الدعاء عليه بظلمه الناس ويطعمهم الحرام بالبيوع الفاسدة ويحد من لا يجب عليه الحد ويظنون انهم يتخلصون من الله عز وجل مما جعلوه في عنق الوالي هيهات ان العامل على الزكاة اذا وكل الفساق بتفرقتها فخانوا ضمن والخامس انه يحسن لهم العمل برأيهم فيقطعون من لا يجوز قطعه ويقتلون من لا يحل قتله ويوهمهم ان هذه سياسة وتحت هذا من المعنى ان الشريعة ناقصة تحتاج الى اتمام ونحن نتمها بارائنا وهذا من اقبح التلبيس لان الشريعة سياسة الهية ومحال ان يقع في سياسة الاله خلل يحتاج معه الى سياسة الخلق قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء الانعام الثامنة والثلاثون وقال لا معقب لحكمه الرعد الحادية والاربعون انتهى الوجه الاول فمدعي السياسة مدعي الخلل في الشريعة وهذا يزاحم الكفر وقد روينا عن عضو الدولة انه كان يميل الى جارية فكانت تشغل قلبه فامر بتغريقها لان لا يشتغل قلبه عن تدبير الملك وهذا هو الجنون المطبق لان قتل مسلم بلا جرم لا يحل واعتقاده ان هذا جائز كفر وان اعتقده غير جائز وان اعتقده غير جائز لكنه رآه مصلحة فلا مصلحة فيما يخالف الشرع والسادس انه يحسن لهم الانبساط في الاموال ظانين انها بحكمهم وهذا تلبيس يكشف وجوب الحجر على المفرط في مال نفسه فكيف بالمستأجر في حفظ مال غيره حاشية الحجر منع الانسان من التصرف في ماله لصغر او سفه او جنون انتهت الحاشية وانما له من المال بقدر عمله فلا وجه للانبساط قال ابن عقيل قد روي عن حماد الراوية حاشية حماد ابن سابور ابن المبارك ابو القاسم اول من لقب بالراوية وكان من اعلم الناس بايام العرب واشعارها واخبارها وانسابها ولغاتها اصله من الديلم ومولده في الكوفة سنة خمس وتسعين جال في البادية ورحل الى الشام وهو الذي جمع سبع طوال المعلقات وتوفي في بغداد سنة خمس وخمسين ومئة الاعلام للزركلي انتهت الحاشية وقد رؤيا عن حماد الراوية انه انشد الوليد ابن يزيد ابيات فاعطاه خمسين الفا وجاريتين حاشية الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابو العباس الاموي الدمشقي كان كان مولده سنة تسعين وقيل سنة اثنتين وتسعين وقيل سنة سبع وثمانين بويع له بالخلافة بعد عمه هشام بعهد من ابيه وقد قتل سنة ست وعشرين ومئة ووقعت بذلك فتن عظيم بين الناس بسبب قتله ومع ذلك انما قتل لفثقه وقيل لزندقته انظر البداية والنهاية في الجزء العاشر في الصفحة الثانية الى الحادية عشرة وانتهت الحاشية قال وهذا مما يروى على وجه المدح لهم وهو غاية القدح فيهم لانه تبذير في بيت مال المسلمين وقد يزين لبعضهم منع المستحقين وهو نظير التبذير والسابع انه يحسن لهم منبساط في المعاصي ويلبس عليهم ان حفظكم للسبيل وامن البلاد بكم يمنع عنكم العقاب وجواب هذا ايو قال انما وليتم لتحفظوا البلاد وتؤمنوا السبل وهذا واجب عليكم ومن بسطوا فيه من المعاصي منهي عنه فلا يرفع هذا ذلك والثامن انه يلبس على اكثرهم بانه قد قام بما يجب من جهة ان ظواهر الاحوال مستقيمة ولو حقق النظر لرأ اختلالا كثيرا عن القاسم ابن طلحة ابن محمد الشاهد قال رأيت علي بن عيسى الوزير وقد وكل بدور البطيخ رجلا يرزق يطوف على باعة العنب فاذا اشترى احد سلة عنب خمري لم يعرض له وان اشترى سلتين فصاعدة طرح عليها الملح لان لا يتمكن من عملها خمرا قال وادركت السلاطين يمنعون المنجمين من القعود في الطرق حتى لا يفش العمل بالنجوم وادركنا الجند ليس فيهم احد معه غلام امرد له طر حاشيه الامرد الذي طر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبدو واضطر طرف كل شيء وحرفه وطر الشعر نبت انتهت الحاشية ولا شعر الى ان بدأ بحكم العجم والتاسع انه يحسن لهم استجلاب الاموال واستخراجها بالضرب العنيف واخذ كل ما يملكه الخائن واستحلافه وانما الطريق اقامة البينة على الخائن وعن عمر ابن عبد العزيز ان غلاما كتب له ان قوما خانوا في مال الله ولا اقدر على استخلاص ما في ايديهم الا ان انا لهم بعذاب فكتب اليه لان يلقو الله بخيانتهم احب الي من ان القاه بدمائهم والعاشر انه يحسن لهم التصدق بعد الغصب يريهم ان هذا يمحو ذلك ويقول ان درهما من الصدقة يمحو اثم عشرة من الغصب وهذا محال لان اثم الغصب باق ودرهم الصدقة ان كان من الغصب لم يقبل وان كانت الصدقة من الحلال لم يدفع ايضا اثم الغصب لان اعطاء الفقير لا يمنع تعلق الذمة بحق اخر والحادي عشر انه يحسن لهم مع الاصرار على المعاصي زيارة الصالحين وسؤالهم الدعاء ويريهم ان هذا يخفف ذلك الاثم وهذا الخير لا يدفع ذلك الشر وفي الحديث عن الحسين ابن زياد قال سمعت منيع يقول مرة تاجر بعشار حاشية العشار من يأخذ على السلع مكثى انتهت الحاشية فحبس عليه سفينته فجاء الى مالك بن بينار فذكر له ذلك فقام مالك فمشى معه الى العشار فلما فلما رأوه قال يا ابا يحيى الا بعث الينا في حاجتك قال حاجتي ان تخل عن سفينة هذا الرجل قالوا قد فعلنا قال وكان عندهم كوز يجعلون ما يأخذون من الناس من الدراهم فيه فقالوا ادعو لنا يا ابا يحيى قال قولوا للكوز يدعو لكم كيف ادعو لكم والف يدعون عليكم اترى يستجاب لواحد ولا يستجاب لألف والثاني عشر ان من الولاه من يعمل لمن فوقه فيأمره بالظلم فيظلم ويلبس عليهم ابليس بان الاثم على الامير لا عليك وهذا باطل لانه معين على الظلم وكل معين على المعاصي عاص فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة حاشية صحيح ولفظه لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها ابو داود في الاشربة ابو داود في الاشربة باب العنب يُعصر للخمر برقم اربعة وسبعين وستمائة وثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني الصفحة الثانية وثلاثين وصحيح الجامع برقم واحد وتسعين وخمسة آلاف وانتهت الحاشية ولعن آكل ربا وموكلة وكاتبة وشاهديه حاشية صحيح مسلم في المساقاة باب لعن آكل الربا وموكلة في الصفحة الخامسة والمئة والسادسة والمئة وانتهت الحاشية ومن هذا الفن أن يجبئ المال لمن هو فوقه وقد علم أنه يبذر فيه ويخون فهذا معين على الظلم أيضا وفي الحديث بإسناد مرفوع إلى جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول كفى بالمرء خيانة أن يكون آمينا للخونة والله الهادي إلى الصواب الباب الثامن ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات قال المصنف يعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل فهو يدخل منه على الجهال بأمان وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم لأن جنهورهم يشتغلوا بالتعبد ولم يحكم العلم وقد قال الربيع بن خثيم تفقه ثم اعتزل حشيه ابن عائذ ابن عبد الله الثوري ثقة عابد مخضر من الثانية قال له ابن مسعود لو رأك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك مات سنة احدى وستين وقيل سنة ثلاث وستين التقريب الجزو الأول صفحة الرابعة والاربعون بعد المئتين انتهت الحاسية فأول تلبيسه عليهم ايثارهم التعبد على العلم والعلم افضل من النوافل فاراهم ان المقصود من العلم العمل وما فهموا من العمل الا عمل الجوارح وما عالموا ان العمل عمل القلب وعمل القلب افضل من عمل الجوارح قال مطرف ابن عبد الله فضل العلم خير من فضل العبادة وقال يوسف ابن اسباط باب من العلم تتعلمه افضل من سبعين غزاه وقال المعافى بن امران حاشية المعافى بن امران الموصري ثقة عابد فقيه من كبار التاسعة مات سنة 85 و100 وقيل سنة 86 و100 التقريب الجزء الثاني صفحة الثامنة والخمسون والمئتان وانتهت الحاشية وقال المعافى بن امران كتابة حديث واحد احب الي من صلاة ليلة قال المصنف فلما مر عليهم هذا التلبيس واثروا التعبد بالجوارح على العلم تمكن ابليس من التلبيس عليهم في فنون التعبد ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث من ذلك انه يأمرهم بطول المكث في الخلاء وذلك يؤذي الكبد وانما ينبغي ان يكون بمقدار ومنه من يقوم فيمشي ويتنحنح ويرفع قدما ويحط اخرى وعنده انه يستنقي بهذا وكلما زاد في هذا نزل البول وبيان هذا ان الماء يرشح الى المثانة ويجمع فيها فاذا تهيأ الانسان للبول خرج مجتمع فاذا مشى وتنحنح وتوقف رشح شيء اخر فالرشح لا ينقطع وانما يكفيه ان يحتلب ما في الذكر بين اصبعيه ثم يتبعه الماء ومنهم من يحسن له استعمال الماء الكثير وانما يجزيه بعد زوال العين بسبع مرات حاشية الاستنجاء بالماء غسل المخرج المخرج من القبل والدبر والاستجمار بالحجارة وغيرها ما عدى العظم وما له حرمة انتهت الحاشية على اشد المذاهب فان استعمل الاحجار فيما لم يتعدى المخرج اجزأه ثلاثة احجار اذا انقى بهن ومن لم يقنع بما قنع الشرع به فهو مبتدع شرعا لا متبع والله الموثق ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء منهم من يلبس عليه في النية فتراه يقول ارفع الحدث ثم يقول استبيح الصلاة ثم يوئيد فيقول ارفع الحدث وسبب هذا التلبيس الجهل بالشرع لان النية بالقلب لا باللفظ فتكلف اللفظ امر لا يحتاج اليه ثم لا معنى لتكرار اللفظ ومنهم من يلبس عليه بالنظر في الماء المتوضئ به فيقول من اين لك انه طاهر ويقدر له فيه كل احتمال بعيد وفتوى الشرع تكفيه بان اصطى الماء الطهارة فلا يترك الاصط بالاحتمال ومنهم من يلبس عليه بكثرة استعمال الماء وذلك يجمع اربعة اشياء مكرهة الاسراف في الماء وتضيع العمر القيم فيما ليس بواجب ولا مندوب والتعاطي على الشريعة اذا لم يقنع بما قنعت به من استعمال الماء القليل والدخول فيما نهت عنه من الزيادة على الثلاث وربما اطال الوضوء ففات وقت الصلاة او فات اوله وهو الفضيلة او فاتته الجماعة وتلبيس ابليس على هذا بانك في عبادة ما لم تصح لا تصح الصلاة ولو تدبر امره لعلم انه في مخالفة وتفريط وقد رأينا من ينظر في هذه الوساوس ولا يبالي بمطعمه ومشربه ولا يحفظ لسانه من غيبة فليته قلب الامر وفي الحديث عن عبد الله بن عمر بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضع فقال ما هذا السرف يا سعد قال افل عضوء سرف قال نعم وان كنت على نهر جار حاشية ضعيف ابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في القصد في الوضوء برقم خمسة وعشرين وعربعمائة واحمد في المسند في الجزء الثاني الصفحة الحادية والعشرين بعد المائتين وضعيف سنة ابن ماجه برقم ستة وتسعين والسرف اي التجاوز عن الحد في الماء وانتهت الحاشية وفي الحديث عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوه او قال فاحذروه حاشية ضعيف الترمذي في الطهارة باب كراهية الاسراف في الوضوء بالماء برقم سبعة وخمسين وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في القصد برقم واحد وعشرين بعد الاربعمائة واحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة السادسة وثلاثين والمئة والحاكم في المستدرك في الجزء الاول صفحة الثانية وستين والمئة وضعيف الجامع برقم ثمانية وستين وتسعمائة والف الولهان مصدر ولهاء اذا تحير الشيطان لالقاء الناس في التحير سمي بهذا الاسم انتهت الحاشية وعن الحسن رضي الله عنه قال شيطان الوضوء يدعى الولهان يضحك بالناس في الوضوء وبإسناد مرفوع الى ابي نعامة ان عبدالله ابن مغفل سمع ابنه يقول اللهم اني اسألك الفردوس واسألك القصر الابيض عن يمين الجنة فقال عبدالله سل الله الجنة وتعور به من النار فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الدعاء والطهور حاشية صحيح ابو داود في الطهارة باب الاسراف في الماء برقم 96 وابن ماجه في الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء برقم 64 وثمانمائة وثلاثة آلاف واحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة السادسة والثمانين والسابعة والثمانين والحاكم في المستدرك في الجزء الاول في الصفحة الثانية والستين والمائة وصحيح الجانع برقم 96 وثلاثمائة بعد الالفين ويعتدون في الدعاء اي يتجاوزون حده والعبارة التي بين قوسين لم ترد في اي نسخة من مخطوطات الكتاب وانما اضفتها من كتب الحديث السابق ذكرها وهي اضافة ضرورية لا يفهم الحديث الا بها وانتهت الحاشية العبارة التي بين المعقوفتين هي القصر الابيض عن يمين الجنة وانتهت الحاشية وعن ابن شوذب قال كان الحسن يعرض بابن سيرين يقول يتوضع احدهم بقربه ويغتسل بمزاده صبا صبا ودلكا دلكا تعذيبا لانفسهم وخلافا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وكان ابو الوفاء ابن عقيل يقول اجل محصول عند العقلاء الوقت واقل متعبد به الماء وقد قال صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء حاشية صحيح البخاري في الادب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر الجزء العاشر الصفحة الحادية والاربعون والخمسمائة والثانية والاربعون والخمسمائة والذنوب الدلو العظيمة انتهت الحاشية وقال في المني امطه عنك باذخرة حاشية مختلف في رفعه ووقفه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو مجمع على ضعفه في الجزء الاول الصفحة الرابعة والثمانين بعد المائتين والشوكاني في نيل الاوطار في الجزء الاول الصفحة الثالثة والخمسمائة والدار قطني في سنمه وقال لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك في الجزء الاول الصفحة الرابعة والثمانين والمائة والاذخر نبات طيب الرائحة انتهت الحاشية قال وفي الحذاء طهوره بان يدلك بالارض حاشية صحيح ابو داود في الصلاة باب الصلاة في النعل برقم خمسين وستمائة واحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة الثانية والتسعين وصحيح الجامع برقم واحد وستين بعد الاربعمائة وانتهت الحاشية وفي ذيل المرأة يطهره ما بعده حاشية صحيح مالك في الموطأ في الطهارة باب ما لا يجب منه الوضوء برقم ستة عشر وابو داود في الطهارة باب في الاذى يصيب الذيل برقم ثلاثة وثمانين بعد الثلاثمائة والترمذي في الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الموطئ برقم ثلاثة واربعين ومائة وابن ماجه في الطهارة باب الارض يطهر بعضها بعض برقم واحد وثلاثين وخمسمائة واحمد في المسند في الجزء السادس صفحة التسعين بعد المائتين والتبريزي في المشكاة برقم اربعة بعد الخمسمائة انتهت الحاشية وقال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام حاشية صحيح ابو داود في الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب برقم سبعة وسبعين وثلاثمائة والترمذي في الطهارة باب ما جاء في مضح بول الغلام قبل ان يطعم برقم واحد وسبعين ابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي برقم اثنين وعشرين وخمسمائة ستة وعشرين وخمسمائة سبعة وعشرين وخمسمائة احمد في المسند في الجزء الاول الصفحة السادسة والسبعين والسابعة والتفعين والسابعة والثلاثين والمائة وفي الجزء السادس في الصفحة التاسعة والثلاثين بعد الثلاثمائة صحيح الجامع برقم اثنين واربعين وثمانمائة بعد الالفين وبرقم سبعة عشر ومئة بعد ثمانية الآلاف وانتهت الحاشية وكان يحمل بنت أبي العاص ابن الربيع في الصلاة حاشية صحيح البخاري في الصلاة بابو إذا حمل جارية صغيرة الجزء الأول صفحة الثالثة بعد السبعمائة ومسلم في المساجد بابو جواز حمل الصبيان في الصلاة برقم واحد واربعين وانتهت الحاشية ونهي الراعي عن إعلام السائل له عن الماء وما يرده وقال ما أبقيت لنا طهور ما أبقيت لنا طهور وقال يا صاحب الماء لا تخبره حاشية الدار قطني في ثننه عن ابن عمر بلطب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلى فمر على رجل جالس عند مقرات له فقال عمر يا صاحب المقراه أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك فقال له النبي يا صاحب المقراه لا تخبره هذا مكلب لها ما حملت في بطونها لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور والمقراه الحوض الذي يجتمع فيه الماء ومكلب يقال كالب السائل على الشيء اشتد حرصه عليه انتهت الحاشية وقد صافها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب وركب الحمار معرورية أو معرورية حاشية صحيح مسلم في الجنائز بلفظ أتي النبي بفرس معروري فركبه باب ركوب المصل على الجنازة إذا انصرف برقم تسعة وثمانين ومعناه بفرس عري قال أهل اللغة اعرورية الفرس إذا ركبته عريا فهو معرورا والفرس العري الذي لا سرج عليه انتهت الحاشية وما عرف من خلقه التعبد بكثرة الماء وتوضأ من ثقاية المسجد حاشية الثقاية موضع السقي والإناء يسقى به انتهت الحاشية ومعلوم حال الأعراب الذين يأتي أحدهم من البادية كأنه بهيمة أو ما سمعت أن أحدهم أقدم على البول في المسجد كل ذلك لتعليمنا وإعلامنا أن الماء على أصل الطهارة وتوضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحناء حاشية الغدير القطعة من الماء يغادرها السيل وعند الجغرافيين النهر الصغير النقاعة الماء الذي ينقع فيه الحناء والحناء نبات يتخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف وزهره أبيض كالعناقيد واحدته حناء انتهت الحاشية فأما قوله استنزه البول حاشية صحيح السيطي في الجامع الصغير بلفظ إن عامة عذاب القبر من البول فتنزه منه ولفظ تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه في الجزء الأول الصفحة الثانية والتسعين والسادسة والثلاثين والمئة وصحيح الجامع برقم اثنين ومئة بعد الألفين وبرقم اثنين بعد ثلاثة الآلاف واستنزه أي تنزه وتنزه عن الشيء بعد عنه وتصو انتهت الحاشية فأما قوله استنزه البول فإن للتنزه حدا معلومة وهو ألا يغفل عن محل قد أصابه حتى يتبعه الماء فأما الاستنثار فإنه إذا علق نمى وانقطع الوقت بما لا يقضى بمثله من الشرع قال المصنف وكان أسود بن سالم وهو من كبار الصالحين يستعمل ماء كثيرا في وضوئه حاشية الأسود بن سالم المتعبد روي عن سفيان بن عيينة روى عنه إسحاق بن موسى الخطمي الجرح والتعديل في الجزء الثاني في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المائتين وهو قد روى عن سفيان بن عيينة وانتهت الحاشية وكان أسود بن سالم وهو من كبار الصالحين يستعمل ماء كثيرا في وضوئه ثم ترك ذلك فسأله رجل عن سبب تركه فقال نمت الليلة فإذا بهاتف يهتف بي يا أسود ما هذا يحيى بن سعيد الأنصاري حدثني عن سعيد بن المسيب قال إذا جاوز الوضوء ثلاثة لم يرفع إلى السماء قال قلت لا أعود لا أعود فأنا اليوم يكفيني كف من ماء ذكر تلبيسه عليهم في الأذان ومن ذلك التلحين في الأذان وقد كرهه مالك بن أنس وغيره من العلماء كراهية شديدة لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء ومنه أنهم يخلطون أذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ ويجعلون الأذان وسطا فيختلط حاشية وفي نسخة أخرى مختلطة لأنه يرمي إلى أنهم يجعلون الأذان وسط التلحين والتسبيح فيختلط الأذان بالتلحين والتسبيح انتهت الحاشية وقد كره العلماء كل ما يضاف إلى الأذان وقد رأينا من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر ومنهم يقرأ سورا من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة فمن ذلك تلبيسه عليهم في الثياب التي يستطر بها فترى أحدهم يغسل الثوب الطاهر مرارا وربما لمسه مسلم فيغسله ومنهم يغسل ثيابه في دجلة حاشية المقصود نهر دجلة في العراق انتهت الحاشية لا يرى غسلها في البيت يجزئ ومنهم من يدليها في البئر كفاء اليهود وما كانت الصحابة تعمل هذا بل قد صلوا في ثياب فارس لما فتحوها واستعملوا أوطئتهم وأكسيتهم حاشية الوطاء ما تفترشه وهو خلاف الغطاء انتهت الحاشية ومن الموسوسين من يقطر عليه قطرة ماء فيغسل الثوب كله وربما تأخر لذلك عن صلاة الجماعة ومنهم من ترك الصلاة جماعة لأجل مطر يسير يخاف أن ينتضح عليه حاشية يقال نضح الثوب ونحوه رشه بماء أو طيب ونضحتنا السماء انطرطنا وانتضح أي نضح انتهت الحاشية انتهى شريط العاشر وللكتاب بقية على الشريط التالي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر